احساسك لما اديك بتمد الخير اول ما تشوف الفرحة في عين الغير وكأنك في السماء طاير فوق مبادرة دشنها مجموعة من الشباب لدعم مصر تحت شعار من أجل مصر تهدف إلى ترشين مجمعات استهلاكية لبيع الخضروات للمواطنين بأسعار مخفضة لمجابهة غلاء الأسعار وجشع التجار أنا أعزون أن أسكر الشباب عشانا عمنا نكون حاجين رخصة عن السوق جو وحاجتهم جميلة الله وكله سيطة تماطم 13 وبطيس 13 والفلفل كله نص حاجة هنا رخصة كلها أحسن من اللي جو الحاجة جوها اللي بعاشرة واللي بخمستاشر وكلها حاجة ربنا نخلي ندعي للسيس كل التجار أصلا مغالين كل حاجة فهنا ربنا يساعد برضو ويرخصوا الحاجة أكتر كمان يساعد كلها من الله العظيم أحسن حاجة هي دي دانيو احنا عايزين الشباب اللي انتوا بتشجعوها دي يتنموا الناس ادوهم هتقولهم هو الشباب هيعمل الشباب دي هيجوز اللاطم مش اشتغل ما هوش متجوز الشباب ربنا معهم يا رب ويسايله لهم ويرزقوا وابني مضامني يشوف شغلانا يا ربنا يخلي الشباب اللي برهمية يا رب الحاجة رخيصة وحلوة والله هي التماطم من رقصة والبطاطس وكل حاجة الفرق بين الحلقة هنا وبين السوق هنا برضو يعني فرق بسيط مش كتير بس الناس ما بتصدق يعني مثلا بتدور على الجنيه الفرق يعني انت عارفة كل حاجة غالية فالناس ما بتصدق تلاقي فرق جنيه بتجري الاول قبل ما اتكلم اللي باشكر للأستاذ هو اللي براشي انه هو جه شاف شاف الحياة وشاف الشباب نعايزين يوقف وقفة كويسة للناس وطبعا احنا مجموعة شباب زي اعملنا مؤتمر مع بعدينا وشوفنا الحاجة غالية قلنا بحيس ان احنا نجيب الحاجة رخيصة ونبحها لناس بسعر الجملة عشان ناس تعبانا احنا بدأنا الموضوع ديه بيننا ومع نفسنا ماشي وبدأنا كل حاجة دي بتطوع مع بعضنا يعني كل حاجة كل واحد ديه مواجف مش عشان ناخد فلوس ولا عشان حاجة ديه تطوع كل واحد شغال في شغله وكل واحد شغال في مكانه وده عملنا يوم في اسبوع نخصص في حاجة وبدأنا بمشروع ليه الخضار نقلل كل الاسعار عشان الموضوع الغالي يعني كل حاجة الدولار لما يرفع الناس يقولك ايه ده الخضار بيغلى ده الخضار بيغلى ماشي ونروح نشتري يقولك ايه معلش طب الدولار نزل قالك مش هننزل احنا من نحنا فانا نحن نجيب خضار بسعر الجملة من الصالحية وان احنا نبيعه باسعار اهل وام حقيقة ان احنا بسطين ان واحدة ست بس ان انت تقولك تقولك يا ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك احنا بسطين ان الاسعار نزلت احنا بنبيعه اهل اثنين وثلاثة وارضعة جنيه من الناس اللي برا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شاهدين امساء الخير نحييكم في حلقة جديدة على الهواء احنا بنهتم جدا بقضايا زي ما بنهتم بالقضايا المتعلقة بالاحباطات المعاشية والاقتصادية والغلاء وارتفاع الاسعار وانخفاض وتدني قيمة الجنيه في مواجهة الدولار واصحاب المعاشات اللي بيتم ازلالهم بمبالغ بسيطة وطوابير مهينة وزي ما بنهتم بكل القضايا اللي فيها الحياة المعاشية كمان بنهتم بقضية اعمال العقل والعلم علشان نتقدم للامام وبنهتم ايضا بقضايا التعليم هو احنا ليه بنهتم بالتعليم وبنقول تعليم صحة لانه مجتمع متعلم وصحي هو ده اللي ممكن يبني عشان كده بنهتم بهذه القضايا ومن بين وانت بتهتم بكل هذه القضايا لازم تهتم كمان باعمال العلم والعقل والطب وسط انتشار الدجل والشعوزة والخرافات اللي بتنتشر في كل مكان ممكن يكون البعض عندهم وجهات نظر بنستمع اليها لكن موقف البرنامج دايما هو ضد محاولة تغييب العقل وضد انه نستبدل الخرافة بالعلم ونستبدل الدجل والشعوزة بالطب وإلا نقفل كليات الطب كلها وإلا نقفل كل محافل العلم طالما انه الناس بيستهويها دايما انها بسبب قصوة الواقع وبسبب انغلاق كل أبواب ومؤسسات الدولة في وجوههم فيقوموا يعملوا ايه بيهربوا إلى الخيال وإلى الأوهام وإلى الخرافة وإلى الدجل والشعوزة بتسقط ليه يا ابني أصل دست على دي القطة بالليل بتسقط ليه يا ابني أصل أنا محسود أو جالي أو معمول لعمل مش معنى كده ان احنا لا بننكر الحسد ولا بننكر السحر لكن كمان بنعترف بكيفية مقومة ومواجهة كل هذه الأمور في حياتنا تواجهها بصحيح الدين وبالإيمان وتواجهها بالعلم والطب وبالعقل مش انك تلقي بنفسك في أحضان دجال بيدمر حياتك وحياة عيلتك يعني عشان كده بنهتم بهذه القضايا ومن بين هذه القضايا أيضا لما تتخذ طابعا دينيا زي الموضوع اللي تناولناه بالأمس واللي هنكمله اليوم والمتعلق به مقام وضريح الإمام يحيى شقيق السيدة النفيسة حفيدة الحسن بن علي بن أبي طالب وهنا المقام والضريح يدعي أصحابه بأنه بتظهر صور الأنبياء هنا في كلام من هذا النوع هنهتم بيه ومش هينفع أسيبه لأنها مش حالة واحدة هي مجموعة من الحالات بنشوفها أمامنا في المجتمع هنكمل المناقشة المتعلقة بهذه القضية في الجزء الأخير من هذه الحلقة خاصة أنه إيه اللي خلانا هنكملها وجدت أنه فيه عدد كبير من الناس عايزين يعلقوا على هذه القضية من زوايا مختلفة قبل ما نقول لكم الأضايا المختلفة هو فيه سؤال دايما بنسأله هي قضية الأمح راحت فين؟ قضية صوانع القمح إلى أين ذهبت؟ والناس بدأت تتساءل هي هم موتوا القضية ولا إيه؟ هي دفنوها وزير التموين دكتور خالد حنفي سواء كان قد استقال أو أقيل بشكل يحفظ له ماء وجهه فألوله استقيل دفع الثمن وخلاص قدم استقالته أو أقيل لكن القضية نفسها هي فين؟ والتحيات فيها إلى أين انتهت؟ ده اللي حيخليني أسأل المستشار أحمد رزق عضو مركز المعلومات بالنيابة الإدارية سيد مستشار أهلا بيك أهلا بيك سيد مستشار سيد مستشار يعني عايز أسأل هذاك أولا هي قضية القمح البعض بيعتقد أنها دوفنت والبعض الآخر بيصوق إلى أنها يعني حطوها في الأدراج هل ده صحيح؟ والله يا خدم برضو خلينا يعني نبدأ كلامنا أن احنا نميز ما بين أكتر من المسؤولية في الواقع آه يعني احنا مثلا إنتدنا الموضوع كله من خلال لجنة تقصر حقائق اللي جانت في مجلس النواب وتوجيهها الحياة أكتر من استجواب لمجموعة من الوزراء في ذلك الوقت ودي متعلقة بالمسؤولية السياسية أما المسؤولية الجنائية ومسؤولية التأذيبية فإحنا مختصين كنيابة إدارية بالمسؤولية التأذيبية دون الجنائية فخلينا نبرز آه منا هنا أنا بسأل حضرتك عن المسؤولية التأذيبية والمسؤولية الجنائية حنظل نسأل فيها كمان يعني آه في المسؤولية التأذيبية فيما تعلق بالمسؤولية التأذيبية يا فندم إحنا بمجرد ما تم اخترامها من مجلس النواب بالتقرير رجل التقصي الحقائق عن فسلتة وليد الأمحة 2016 المستشار على رئيس رئيس النيابة الإدارية أمر فتح تحقيق عاجل وصريح في الواقع وانتهينا فعلا من التحقيقات فيها بعدما كشف مضموعة من المخالفات كانت أهمها فيما يتعلق بعدم استغلال الساعات التخزينية لطوامع الأمف والمخالفات اللي شابت التعاقدات مع الشركات وقطاع القص الفكرة كانت في المخالفات دي فاندم متمثلة في إيه إن الطوامع الأمف المملوكة للدولة لها ساعة تخزينية محددة الساعة التخزينية دي ما تمش استعابها بالكامل تم استعاب تعريبا 30% فقط من الساعة التخزينية لها في مقابل التعاقد مع شركات ومراكز من القطاع الخاص لاستخدامها كصوامع للأمف ده طبعا عمل تكلفة على الدولة ما يقرب 21 مليون جنيه تعريبا 21 مليون جنيه نتيجة عدم استكمال الساعات التخزينية للصوامع المملوكة للدولة آه يعني اللي هو بند واحد إنه عدد الساعات التخزينية ما تمش استغلالها تماما فان آه بند ده كانت تكلفة فيه 21 مليون جنيه احنا عندنا صور الصوامع يا جماعة نشوفها كده في القضية نفسها آه تفضل سات المشارك تفضل اكتشفنا كذلك بانتحاية النيابة الإدرية اللي بشارها مكتب فان رأس الهيئة من خلال المستشار سعد خليليل وبشارف المستشار عصان بنشاوي والمستشار رشيدة فتح الله مديرتي المكتب اكتشفنا كذلك إن تم التعاقد مع مركز التخزين الخاصة وأسندت لها عمليات التخزين والتسويق معا وده مخالف للقرارات الوزرية والضوابط الخاصة بتدول الأمحل إن الضوابط دي إن لما بيتم التعاقد مع مركز التخزين فتقتصر مهمته على التخزين فقط ما يبقاش لي أي دور بالنسبة للتوريد أو بالنسبة للتسويق لأن ده أدى بينا يا فندم لوجود توريدات وهمية على الورق بس حدثت عاجل في الصوامع بمبلغ من 200 ل600 مليون جنيه من 200 ل300 مليون جنيه يا فندم من 200 ل300 مليون جنيه دي التوريدات الوهمية؟ التوريدات الوهمية نتيجة إن هم المراكز الخاصة اللي تم التعاقد معها أسند لها عملية التخزين والتسويق مع بعض آه وثبت التوريدات الوهمية دي وفقاً للأوراق والمستندات تمام تمام يا فندم اكتشفنا كذلك من التحقيقات إن تم التعاقد مع مراكز تخزين في القطاع الخاص فاغم إن المراكز دي ملهاش ولا سجل تجاري ولا بطاقة ضربية ولو كانت بعض المراكز لها سجل تجاري ما تبقاش مزبط فيه من نشاطها التخزين خطورة المخالفة دي يا فندم إنها ناجع عنها عدم محاسبة المراكز الخاصة دي على النحو الضريبي بالتالي ما تمش تحسين منهم ضرائب وما تمش محاسباتهم ضربية لا يعني الوزارة تتعاقد مع الشركة القبضة يا فندم الشركة القبضة صوامع بالشركة القبضة للصوامع ورئيس القطاعات المالية والإدارية بالشركة لمحاكمة تأذبية مع مجازات تمانية آخرين بالشركة لعدم اختصاص الولاء للنيابة بيهم فالنيابة أمرت بتوقيع أقصر جزئات عليهم لعدم يمكنية حالتهم لمحاكمة تأذبية في المخالفات المنصوبة ذلك حيلو بقى للمحاكمة انت أحداك بتقول لي رئيس رئيس قطاع الصوامع بالشركة القبضة للصوامع ورئيس القطاع المالي والإداري والتجاري بالشركة القطاع المالي والتجاري بالشركة دي المسألة التأذبية دي فيما أتعلق بالمسألة التأذبية عايز بس برضو أوضح لحضرتك الدور اللي اللي لعبته النيابة الإدارية من خلال تحيئاتها في الجانب الوقائي في الوقع إلى جانب العقابي زي ما قلتوا حضرات البيئة بالإحالة المحقبة وتوقيع البيئات المشددة النيابة الإدارية لعب الدور في الجانب الوقائي متمثل بالتوصيات اللي اخترت بيها وزير التموين لاعتمدها ولاعمل عليها مستقبلا إنه ده ما يحصلش تاني بمنطقة إن الوقاية مستقبلا خير من العلاج زي النيابة الإدارية انتهت للتوصيات بعدم الاستعاب ملاكس تغزين خاصة إلا بعد الانتهاء من الشاعة التغزينية للطمع المملوكة للدولة على أكمل وجه أمرت النيابة الإدارية كذلك إن يتصر تعاقد مع أصحاب الملاكس الخاصة اللي هم أزون مختارين ضرابيا وسجل تجاري وشهادة ضريبية علشان نقفل الباب سدا للزرائع فيما تعلق بفرسارة ضريبية زي ما حديد كنت بتقول بلو طيب هيبقى بس في سؤال واحد عندي ستنشار اللي هو يعني هل دور وزير التموين المستقيل أو المقال الدكتور خالد حنفي يدخل أيضا في نطاق المسائلة التأديبية يعني ولنتوا ارتأيتم أنه هنا هو لا يستحق المسائلة التأديبية لا يا فاند القصة مش استحقاقه من عالم استحقاقه هي فيه اختصاص ولائي للنيابة الإدارية وزراء خارج الاختصاص التأديبي للنيابة الإدارية يعني ده حدود النيابة الإدارية ولكن حدودها لا تصل إلى محاسبة الوزير تمام يا فاند طيب الجنائي بقى يعني مازال مستمرا في القضية هنا يجب أن تذلك بقى المعنيين بالأمر يا فاند في القضاء العادي طيب أنا بشكر حدودك السادة المسشار على التوضيح ده أنا عايز السادة المسشار قبل ما تقفل حدودك بس معايا موضوع تمثال رمسيس في المطارية حققته فيه أيضا؟ آه يا فاند محقق أنا فيه تناولنا فيه التحقيق برضو هو كانت برضو حضرت لو تذكر الواقع كان يتيوم الخميس اللي فات ومجرم ما تم التبادل الصور والفيديوهات والأخبار سواء على المواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج التوكشو مختلفة مستشار علي ريزي أصدر تعليماته على طول بفتح تحقيق عاجف الواقع في نيابة الأثار بالقاهرة وبالفعل تم تشكيل اللجنة من أسد بيئة الأثار جامعة القاهرة برئاسة الدكتور علاء الدين عبد المحسن عميد كلية الأثار الأسبق وعضوية الدكتور أحمد عيسى رئيس قسم الأثار المصرية والدكتور سيد حميدة وصدر مساعدة ترميم وقاموا بالفعل بحلف اليمين لفحص التمثال والوقوف منه على هل تم اتباع الوصول الفنية والعلمية في عملية استخراجه من عدمه وكذلك إنها تماعنا مدارحة أقوال رئيسة البعثة الألمانية بالنيابة علشان نحدد هل تم اتباع تلك الأصول والإجراءات العلمية من عدمها فيما تعلق بالفراجة لكن لم تنتهوا إلى نتائج بعد لا لسه فانجمع إن شاء الله يعني على آخر الأسبوع ده أو الأول الأسبوع الجاي نكون في نسيجة في الحياة إن شاء الله بشكو حددك سيد مصشار وشكر كمان لمصشار علي رزق رئيس النيابة الإدارية اللي يعني زي ما بقول لكم وجماعة يعني نموذج للتفاعل السريع مع الأزمات وعدم الانفصال عن الواقع يعني أنا بشوف إنه رغم حساسية الموقع لكن مؤسسات كثيرة بتنفصل عن الواقع أو بتبتعد شوية عن الواقع لكن التفاعل مع الواقع العملي ومع المشاكل والأزمات الحياتية اليومية بهذا الشكل يعني تشكر عليه النيابة الإدارية بشكل كبير هنا القضية إذن الجانب التأديبي في المسائلة التأديبية المصشار أحمد رزق هنا بيؤكد إن المسائلة التأديبية في قضية صوامع القمح اللي أطاحت بوزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي أدت إلى إقالة رئيس إلى إدانة رئيس القطاع تأديبيا وأيضا الرئيس القطاع المالي القضية هنا كمان هل الوزير يساءل تأديبيا السادة المصشار قال إنه مسائلة الوزير تأديبيا لا تدخل في نطاق اختصاصات النيابة الإدارية الجانب الجنائي بقى فين ما نعرفش حاجة عنه حتى الآن واحدة من أخطر وأهم أعضايا الفساد لإن اللي قاله المصشار أحمد رزق منذ قليل شوفوا جماعة الملايين اللي ضعت على الدولة بسبب بنوط بسيطة جدا الساعة التخزينية ما بتستخدمش استخداما وده أدى إلى خسائر 21 مليون جنيه التوردات الوهمية ثبتت وأدت إلى خسائر ما بين 200 ل300 مليون جنيه خسائر تانية كثيرة ومتعددة والتعاقد مع شركات ملهاش سجل تخيلوا هل في جهة حكومية كبيرة تتعاقد مع شركات تخزين ما عندهاش سجل تجاري ولا عندها بطاقة ضربية يعني مش هتتحاسب ضربية مش هتتحاسب خالص يعني هل يوصل بنا العبث ويوصل بنا الفساد إلى هذا الحد إنك تتعاقد مع شركات ملهاش أي سجل تجاري ولا بطاقة ضربية يعني أنت بتشجعها على إنها لن تحاسب ضربية يعني بتضيع أموالا على الدولة ما هو ضرايب هتدفع هي أموال الشعب يعني وطبعا فيه كم كبير من الفساد ربما لا يدخل في نطاق اختصاصات النيابة الإدارية لكن الجانب الجنائي عنده هنفضل ننتظر لماذا تأخر حتى الآن سؤال الفساد بقى في مصر لما تشوفوه هنا هتشوفوا الفساد صوت وصورة وفساد يعني مفضوح لا يحتاج إنك تفضحه يعني اللي حصل مع شاطئ الشطبي في الأسكندرية شفتوا فين في أي دولة في العالم أي دولة في العالم الناس بتشوف الأماكن اللي على البحر واللي فيها شواطئ علشان هي على البحر قيمتها بتزيد جدا قيمتها بتزيد لمين؟ إنه البشر البشر يمكن إنهم يتمتعوا بهذه الطبيعة مش العربيات إنك تحولها الجارة شفتي فين في أي مكان إنه ممكن تحول شاطئ على البحر حتشوفوا المشهد العربيات بتطل على طول على البحر عشان تمتعها وعشان تروأ مزاجها وعلشان تخليها تستمتع بالطبيعة مش البشر ولا حتى إنك تفكر في كيفية استثمارها واستغلالها حتى بشكل ينفع المواطن وينفع الدولة تعالوا نشوف كارثة شاطئ الشطبي اللي تحول إلى جراش للسيارات فوق أهالي الأسكندرية باختفاء شاطئ الشطبي المجانية وتحويله إلى جراج سيارات لصالح أحد الكازينوهات بعد طرحه في مزايدة علنية ليتم استئجاره بنظام حق الانتفاع لصالح المشروع فتحول الشاطئ إلى جتلة خرسانية تلامس مياه البحر دون حاجز رملية الأمر الذي أثار غضب المواطنين جراء تحويل الشواطئ إلى ملكيات خاصة وحرمان الشعب من البحر الذي أصبح يستأجر ويحول إلى جراش أو مقهى يحجب رؤية البحر عن عيون المواطنين نحن أمام كارثة اجتماعية بكل المقاييس نحن كل يوم الصبح نسحة على كارثة اجتماعية في اسكندرية كل يوم الصبح بلا استثناء ردم شواطئ هدم تراس معماري هدم فيلات مدراجة في مجلد التراس المعماري ما أمامنا هو كارثة اجتماعية نحن بنقضي على حق الفقراء الأخير في الشواطئ المادة 45 من نص الدستور المصري اللي المصريين نزلوا واستفتوا عليه بتقول لكل مواطن الحق في الاستمتاع بالشواطئ العامة وللدولة الحفاظ على حماية الشواطئ أما احنا نلاقي جراج خاص بكازينو الشاطبي للسيارات نحن أمام كارثة بكل المقاييس مافيش تنفيذ قانون مافيش تفعيل قوانين مافيش تفعيل للدستور مافيش فيه غياب لمنظمات المجتمع المدني فيه غياب لنواب الشعب فين نواب الدائرة نواب الدائرة باب شرق فين؟ أنا عايزة أعرف فين الدكتور محمد سلطان من اللي بيحصل محافظ سكندرية احنا شايفينه في المهزلة الحالية تحويل بحر سكندرية بطوله وعرضه إلى باركنج وجراجات للسيارات للأسف دي إهانة للطبيعة إهانة لإحنا شاطئ ورملة ما تدخلناش فيه ده صنع الله لما صنع الله سبحانه وتعالى نتدخل فيه ونتعدى عليه فده شيء مؤسف بل واللي أكتر من كده أن احنا كمان خلفنا الدستور المصر أنا معتقد أن مشكلتنا يا أستاذ وائل كانت بين القيف والقاف مشكلتنا كانت بين القيف والقاف لأن المشرع كتبها مكفول وأظن التنفيذي خلاها مقفول مقفول على إيه؟ مقفول على الرؤية مقفول على الشاطئ المجانية مقفول على الاستخدام تخيل يا أستاذ وائل بعد إذن حضرتك ده صنع الله تخيل أنك إنت داخل تستمتع بصنع الله وبتدفع تذكاره لا وبتتمنى نهارده احنا بمتشوف حاجات من اللي احنا عمالين نشوفها بقالنا فترة في اسكندرية وللأسف الشديد أنا خايف في أصحى الصبح بكرة لاقي مثلاً مصر وعباس اتباع ولا أبو الدرطار اتباع كل حاجة اللي تبتتباع أحس الحكومة النهارده لازم يبقى في المجالس محلية بسرعة لأن يعني كل واحد بيطلع في دماغه حاجة يعملها دون النظر إلى حاجة الناس وإلى مصلحة الناس الغلابة عنا بنبص الوقت السمار ايه يعني إن أنا أخد بلاج عمله باركين يعني السمار ايه يعني واحد مسؤول تنفيذي يقول لي عصلي ده السمار واصلحنا ميزانية للمحافظة طب والناس تروح فين يعني بطلع البطاقة الشاطبي عموماً مليئة بالأماكن اللي يتركن فيها السيارات فهنا هو أنا كمواطن اندفن حقي واندفن معاها متعتي برؤية الشاطئ الاستمتاع بالشاطئ في المقابل ركن سيارات لا فائدة منها وطبعاً التحدي الصارخ للشاطئ بتاع الشاطبي بس مش في دفن الرملاء فقط لا التحدي الصارخ هنا هوت في كازينو الشاطبي اللي بقاله ست سنوات بيتم تجديده ولم ينتهي حتى الآن أتمنى من المسؤولين التدقل ونجدة غلابة اسكندرية أو فقراء اسكندرية ورجوع الشاطئ لمكان وسماح للفقراء بالنزول للبحر مش عارف يوصف مدى الحزن والأسى والإحساس الشديد السوق اللي احنا بنحسه في اسكندرية نتيجة المسؤولين الشديدة الغرابة اللي بيتعاملوا معنا بشكل من أشكال الصلف مع المواطنين السكندريين لدرجة ان البحر بالنسبة لنا أصبح حلم ان احنا نوصله سيادة اللواء المسؤول عن شواطئ اسكندرية تحديداً اللواء أحمد حجازي بلغنا النهاردة أو مبارح في تصرحاته ان المكان اللي احنا وقفين عليه بيدفع للمحافظة ستة مليون جني ستة مليون جني ضيع بيهم شاطئ كان موجود عند كل أهالي اسكندرية بننزل في البحر أو بنتمشي عليه شاطئ مفتوح للناس الغلابة في مقابل ستة مليون جني سيادة اللواء قد قرار بان الشاطئ ينتهي تماماً إلى الأبد ده بقى يعني ممكن توصفه بكل الأوصاف اللي انت عاوز توصفها لأن الله سبحانه وتعالى حبان الطبيعة حتى نستمتع بها وإذا كنا لا نستحقها فالحقيقة في ناس ما عندهاش هذه الطبيعة وبتعيش في دكاكين مغلقة ومع ذلك بتجذب أعداداً كبيرة من السياح بيعودوا يبتدعوا أي أفكار انت عندك هذه الطبيعة الساحرة دليني على دولة في العالم ممكن تحول شاطئ إلى اللي احنا شايفينه ده وكأنه العربية السيارة الحديدية دي حتستمتع بالبحر برائحة الجو وبالمنظر وبالبحر فقوم اعمل المشهد ده يعني ده مشهد يعني لا مثيلة له في أي دولة من دول العالم وده تعبير عن الفساد وتعبير عن أنه عندنا مسؤولين مش عارفين قيمة الأسكندرية ومش عارفين قيمة هذه الشواطئ اللي فيه دول فيه دول تبتدع زي ما أقول لكم لو شفته جينيفس ويسرة بحيرة تستمد جمالها منها هل ممكن حد يعمل يحول جزءا في شواطئ اليونان أو في شواطئ أسبانيا أو في أي مكان في العالم إلى جراش أخلي الحديد يستمتع يعني بالبحر واسيب البشر واسيب المنفعة للدولة وللمجتمع هل ده مشهد يا جماعة هل ده حد ممكن يقبل ده ده معناه إنه إحنا لا نستحق الجمال اللي حبان الله سبحانه وتعالى به ولا نستحق هذه الطبيعة الساحرة اللي عمل كده ده يعني لازم يحاسب ويساءل على المشهد اللي هي فضيحة بالصوت والصورة لا يعني لا تحتاج إنك تتحدث عنها كثيرا قبل ما نشوف مشاهد تانية كمان لسرقة الأثار التي لا نستحقها أيضا بسبب إهمالنا الشديد دفعة جديدة من الشباب اللي تم العفو عنه بقرار جمهوري من الرئيس السيسي مستخدما صلاحياته بعد وعده بالعفو عن مجموعات متتالية ونتمنى إنه يتم العفو عن كل الشباب اللي يعني كانت جريمته إنه قاله لما عبر عن رأيي بأي شكل من الأشكال وبالتأكيد فلسفة العفو مبنية على ذلك حنسأل بعض اللي تم العفو عنهم طبعا من أشهر الذين تم العفو عنهم جميلة سري الدين وفي مجموعات تانية هنكلمها بس هسأل جميلة في الأول يا جميلة حمد الله على السلامة سيزا جميلة حمد الله على السلامة وإن شاء الله يعني الحرية تنتصر دايما في النهاية أكيد طبعا قولي يا جميلة طبعا أنا يعني مش عايز أستعيد معاك الأضايا بس عشان أذكر المشاهد بي أنت كنت في بتقدمي مساعدات للشباب اللي كانوا محبوسين في ذكرى محمد محمود الرابعة وتم القبض عليك واتهامك بالتحريض على التظاهر وغيره اتحكم عليك بسنتين مش كده ما اتحكمش عليك من حضرتك في القضية اللي اتقابد عليك فيها أنا اتخذت من اسم الاسم في قضية تانية معرفش عنها أي حاجة يعني ما تعرفيش حاجة عن الحكم اللي انت تسجنت فيه اتحبست بسببه لا عدت 16 شهر في المكان دو كنت بسأل نفسنا محمودة لي قضية ولا كان معاك محامين بيتكلموا معاك لا كان معايا طبعا محامين بس للأسف يعني ما قدروش يعملوا حاجة لا ولا عرفوا طبيعة التهمة الموجهة ليك طبيعة القضية كانت كانت تهمتي طوم التحريض على التجمهور تحريض على التزلم على التجمهور على التجمهور تحريض على التجمهور طيب جميلة هسألك انت في السجن يعني المعاملة كانت طيبة هو السجن سجن في كل الأحوال أكيد طبعا السجن يعني كانت المعاملة طيبة ولا كانت محفوفة بالمشاكل لا هو كان ضغط نفسي أنا استجني ارتجني ما كانش فرق معايا بس هو كان فيه ضغط نفسي وأكثر حاجة كانت تعباني ولادي طبعا كفايا أنا بشوف ولادي أيتام قدام عنايا أيتام الأم وأموها معيشة وعجزة عن إنها تعمل لهم حاجة عندك كم من الأبناء يا أستاذة جميلة أنا معايا ثلاث أطفال زياد ومازنولوجي ثمان سنين وعشر سنين وخمس سنين ربنا يخلهم لك وكانوا بيزوروك في السجن بشكل دائم يعني لا كانوا يعني كل ثلاث أربع خمس شهور طبعا لإن نشفيتهم بتتعب كانوا يشفوني في مكان دوات وأنا أصلا كنتش حابة أن هم يجيبوا المكان دوات وكانوا بيتبهدلوا طبعا في الزيارات وأهل كانوا بيتبهدلوا في الزيارات فكنت بستكفل نحية أي حد منهم بس هو اللي يجيب لي وعشان ما تعبش الأولاد معي أكثر ما هم تعبينه وأكثر ما هم بيعانوا بره طيب جميلة أنت ساعدتي بقرار العفو يعني على اعتبار أنه يعني كمان في التوائم السياسي وربما أنا آسف يكون مدخلا أيها ديتم ربما يكون مدخلا لي أنه يتم الإفراج عن عدد كبير من الشباب والله أنا أتمنى أن الشباب كلها أصلا تخرج أنا عمري ما أحس بالحرية لما ألاقي إخوتي كلهم بره طبعا خروجنا ده حق من السفل مش منا ولا عطف من حد إحنا ما كاننا مش جوا السبون أكيد إحنا ما كاننا مش جوا السبون ولا ولا عيالنا ولادنا يفتحقوا إن إحنا نسيبهم ونكون بعيد عنهم وعن مشاكلهم وعن حياتهم يعني أطفال بدون أه أموهم عايشة بين قطبان بتتعذب من 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 الولادة في عجبة إنها تعمل لهم أي شيء أنت أنت كده أعدت في السجن قد إيه ستاشر شهر سنة واربع شهور كده أيها يعني في سنة الجنائيين المقود إن أنا كده سنتين إن السنة بطمان شهور العفو الشرطي المفروض إن كده سنتين فاضل ثلاث أيام وكده أكون تنبيت طيب يعني في كل الأحوال رميلة يعني فلنعتبر العفو الرئاسي بمثابة يعني رسالة من الدولة نتمنى إنه يتم تعميمها يعني إنه في حالة مرعاة لطبيعة الاتهامات اللي وجهت لشباب كان كل همه إن يعبر عن رأيه يعني وعايز أقول حضرتك أن فيه اتهمات ملفقة يعني أنا مش عارفة إزاي مش عارفة الدولة عايزة أولادنا يشوفوهم إزاي أولادنا دول لما يجبروا هيشوفوا الدولة إزاي هيحبوهم إزاي هيتعاملوا معاهم كنظام وكدولة إزاي بعد المعاناة اللي شفوها وحرمانهم من أمه 16 شهر طيب جميلا إن شاء الله يعني الحدث المهم يعني إنك عدت إلى بيتك وإلى أحضان أولادك وإن شاء الله يعني الحياة لا تتوقف وحتشتغلي من جديد وحتعودي النشاط من جديد إن شاء الله أنا بشكرك معايا كمان ريهام الجندي شقيقة محمد الجندي يا أستاذ ريهام أهلا السلام عليكم أستاذ وائل إزاي حضرتك عليكم السلام وإن الله وبركاته أستاذ ريهام مليلي فيما يتعلق بالعفو تعليقك على العفو الرئاسي اللي سمح يعني وقتاح بالعفو عن مجموعة كبيرة من الشباب يعني طبعا أنا في الأول بشكر ربنا وعلى العفو منه قبل أي حد من البشر بشكر اللجنة اللي قامت بالعفو دوته وإنها درست الشباب ودرست الناس اللي فعلا يستحقونه ونخرجه وطبعا بشكر الرئيس وبتمنى أنه يكمل جميله معنا ويخرج بقية الشباب لأن أنا أخويا خرج النهاردة ولكن ابنه لم يخرج وابنه كان قاسر ساعة للأبض عليهم كان عنده 17 سنة وعشر شهور وما تنظرش لشهادة ميلاده طبعا ومزان محبوس في شهادة مسجد الحرصة وابقا لهم من دولة ثلاث سنين أخوكي قعد قد إيه؟ قعد ثلاث سنين ونصه كان الحكم 15 سنة مشدد والنقب كان مرفوض ليه أخوكي كان في تومة إيه؟ لأحدك وأخويا اتخذ هو ابنه في أحداث 6 أكتوبر الأسباكية اسمها أحداث أسباكية 6 أكتوبر 2013 واتخذ من جوه عربيته قدام سنترال رمتيس هو ابنه كانوا جوه العربية كانوا راجعين من الفجالة وشارعين حاجات وكانوا في جوه العربية واخدهم ضابط اتصالات بتاع السنترال وأخدهم على أنه هي تأمين بس عشان خطر عربيته ما تكسرش وأنه بقى يبقى فيه مظاهرات بعد كده وتم بقى ترحيلهم بعد كده على الاسم الأسباكية ومن الاسم على معذكر السلام على سجن المرج وبقى كده أخذوا 15 سنة مشدد والقضية عطبارة عن 68 واحد يعني مش هما بس فيه أربع بنات وكان فيه خمسة قصر عبد الرحمن لم يعامل بأنه قصر واخد نفسه حكم الكهار قدمنا كذا استشكال وكذا نقضه ولكن اترفض وما زال الولد كان في الجامعة الألمانية فوصل طبعا بعد سنة وحاليا بدرس في جامعة أنشان خرج الأب النهاردة والابن لأ يعني كان هو وابنه الابن كم سنة الابن ساعة ما تقبض عليهم كان عنده 17 سنة و10 شهور بالزبط يعني الاب خرج في العفو ده كم سنة وده كم سنة ولا خده حكم واحد محمد دلوقتي حاليا محمد 50 على فكرة فيه في قيمة العفو دي ناس موليد 47 حضرتك موليد 47 و 49 و 64 يعني فيها ناس كبار وفيها ناس 99 موليد 99 و 95 و 94 يعني القيمة مشكلة وليست شباب بس هي فيها كبار وفيها شباب وفيها أطفال يعني فيها بنت اللي هي الأساسة جميلة يعني فهي منوعة مش مش مخصصة شباب بس طيب يعني الاب خرج من السجن في العفو الأخير لكن الابن لسا ما زال في السجن اه الحمد لله وبالناشد سيادة الرئيس طبعا أنه يعني عبد الرحمن فعلا ما عملش حاجة وإنسان محترم جدا اه أي سجن ده خناف التنقلات اللي حصلت بيشيده بأخلاقه وبالتزامه عمر بالحمد لله الحمد لله يا رب ما حصل أي تأديد فيه إن شاء الله يعني يشمله العفو القادر إن شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وبنقول يا الرئيس يعني ربنا يديلك على قد نيتك وتخرج الشباب واللي عملته مع الشباب يا رب كده يعود لك إن شاء الله في أولادك إن شاء الله إن شاء الله ده يفتح صفحة جديدة مع الجميع إن شاء الله بشكركم جميعا طيب طيب خالد أستاذ خالد وابنه محمد وأخوه علي أستاذ خالد ألو أستاذ خالد مع حضرتك ابن محمد محمد حمد الله على السلامة الله السلام حضرتك يا محمد أنت كنت محبوس مع والدك واخوك والدي وعمي والدك وعمك والدك وعمك أه أه والعفو شمال كنت الثلاثة أه بفضل الله الحمد لله الحمد لله كنت في قضية إيه يا محمد في قضية التكتوبر اسم الأسباكية بتاعت اسم الأسباكية أه كنا واخدين خمس وشرة سنة طيب طبعا القضية لأنه فيها كانت فيها ملابسات ما بعد فضل اعتصام ربعا الأحداث اللي شهادتها مصر في في هذه الفترة مش كده يا في الفين وتلاتاشر اه كانت فيها على يعني في اليوم ده اه واتحكم عليكم بكام يا محمد كم سنة اه كم سنة كله كنتو التلاتة اه طيب محمد حمد الله على السلامة وان شاء الله يعني اه تستعيد الحياة من جديد اه بعد بعد العفو يعني انت ووالدك وعمك ان شاء الله اه طيب طيب طبعا يا جماعة في كل الاحوال يعني نتعامل فلسفة العفو الرئاسي الرئيس الجمهورية يستخدم اه اه صلاحياته الاحكام صدرت بموجة بالاة القضاء ورئيس الجمهورية يعني يقول انه لا يتدخل في شؤون القضاء لكن اه رئيس الجمهورية لديه صلاحياته والتي يتم استخدامها الآن في العفو عن مجموعات من الشباب نتمنى أنه ده يفتح صفحة جديدة لأنه كان فيه مجموعة من الملابسات في قضايا مختلفة يعني وكان الشارع المصري بيغلي وفيه بعض هذه القضايا كمان كانت بسبب مظاهرات للتعبير عن الأراء في كل الأحوال زي ما دايما بنقول حتى وإحنا بنحاول أن نغير قوانين لكن كمان لا نخالف القوانين بس طبيعة القضايا بتختلف القضايا دي بتسمى دائما هي قضايا حريات وقضايا تعبير عن الرأي وعشان كده العفو الرئاسي بيشمل ويركز على هذه القضايا إن شاء الله تفتح صفحة جديدة مع الجميع تعالوا نكمل معاكم الفساد ونشوف بقى كمان قبر الإمام الشافعي ومسجد الإمام الشافعي من أهم التحف الأثرية في مصر الباب بتاعه الباب بتاعه وهو باب له قيمة أثرية كبيرة سرقوه تخيلوا يعني يسرقوا باب الضريح والمقام وياخدوه يمشوا ليه؟ لأن إحنا عندنا كنود زي الشاطبي شاطئ الشاطبي لما يتم تأجيره للعربيات ما تندهش إنه حد ياخد باب أثري في جامع شهير وفي ضريح شهير ويمشي لا تندهش من ذلك ترجمة نانسي قنقر يعد ضريح الإمام الشافعي بالقاهرة من أكبر الأضرحة وأشهرها وقبة المسجد من أقدم وأبهى القباب التي يرجع تاريخها إلى عهد السلطان الكامل الأيوبي تعرض المسجد للسرقة أكثر من مرة في آخر عشر سنوات وفي كل مرة لم يحدد الجاني ولا تم استرجاع المسروقات الأثرية الثمينة ثم كانت السرقة الكبرى الأسبوع الماضي حين اختفى باب المقصورة الأكبر وصرحت وزارة الآثار بإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق هلينا ربونا على أن ما نلاقي حاجة نسأل على صحابها إحنا لقينا كذا يوم ساحب الحاجة يدينا إيه على متى مش نخش بيت ربنا ومقام طهر زي ده وحاكته تنسرق وتتخذ منه حزبنا الله ونعمل وكيف المقام من جوا قاله السرق السرق بالليل في الفجر السرق إمتى الله أعلم في حد بينسى دينه حد بينسى أصله مهما يضيق بيه والله لو كان عيشه ملح أو بات جعان لربنا هيشبعه أختي تعبانا وجاين نزورها الإمام بس ما نعرفش أنه هو مسروق ولا حاجة ما نعرفش بقيته مقفول الماء أنا مقفول كنا عايزين نخش قولي إيه للي سرقه هقول منهم لله حزبي الله نعمل وكيف الدنيا جرفها إيه عشان يسرقوا الإمام الشفع هو شفع بكل واحد سرق أو كل واحد خد منه حاجة ربنا ياخده هنا من منطقة كلها منطقة أسرية وبيجي أصلا سياح لمنطقة الإمام الشفع ذات نفسه وما تلاقيش الأطفال هي الأحداث هي المتواجدة في وسط السياحة حقيقة عرفت بموضوع السرقة؟ عرفت نوع بموضوع السرقة المسجد من جوه سؤلت وزارة الأوقاف كإداراته داخليا لكن الخارجيا هي بتبقى يعني دور الشرطة بيبقى أكتر يعني شايف أنه ما فيش أمن كافي هنا؟ لا ما فيش أمن كافي بالنسبة أول مفروض يبقى فيه تواجل أصلا أمن جي في الميدان الإمام ذات نفسه وموجود لهم أصلا غرفة لكن ما ببقاش موجود فيها أحد تيك اللي يعرف الإمام ديات اللي هم بتاعه وزارة الأوقاف والغافر ما سولينا عن جامع أما المفروض حاجة زي دي في حياة زيتهم خلاص أنا مسكة هنا نحش وبنمشي المغرب الصبح أول ما جدت لقيت الناس اللي في الشارع ولي ده فيه لمع كتير عندك فيه إيه؟ قالت إذا شايفي الناس كتير ورجالة كتير دخلت أبص لقيت إيه؟ الواقع اللي شفناها دي مين؟ قلنا أنا ما نعرفش لو إحنا شفنا الحالة اللي زيت دي كده ما كناش هنسكت دي حاجاتنا أي حد يدخل بصي ببان مفتاحة ببان من هنا ببان من هنا وبان من هنا وبان من هنا ما فيش حاجة عالية مش مقفلة وبعدين مفروض هما يحرسوا الجامع أنا سمعت إن هما بيأخذوا مرتباية على حرسي هنا فيش حراس؟ لا ما فيش يعني شوفوا بصوا للباب الأثري يعني مصر يا جماعة فيها بتروم على آآ 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 آ� اللي هو عليه العلامة الحمرة اللي هو اللي تسرق. اه مش ممكن. ده باب يا جماعة باب. الناس تشيله وتمشي. وده الباب الرئيسي للمقام. طبعا كل ده يعني يبقى ما تندهش. شاطئ الشاطبي او اي شاطئ الاسكندرية يتم اه انتو عارفين الجراشات في كل دول العالم في انفاق تحت الارض لانك انت اصلا انت محتاج المساحات اه انت عايز توفر مساحات فبتخلي دايما اي جراش فيه تحت تحت الارض. اه على اعتبار انك عاوز تستفيد من المساحات اللي فوق سطح الارض. وكمان انا مش عايزة متع العربية قوي مش عايزة خليها تطلع للبحر وتستمتع يعني مش مش وصلنا الى هذا الحد يعني. يعني هي لا تسمع ولا اه طرع ولا تتكلم ولا تشعر. حديد. فانا مش محتاج ان انا امتعه قوي وان انا اخليه اه على البحر بالشكل ده. اللي عايز يستمتع بده هو البشر. وهنا الدولة هتستفيد والمجتمع يستفيد. وكل دول العالم بتستفيد من شاطئها تدر عليها اموالا طائلة. احنا حولناها لجراش. استاذ محمد البدرشينة عايز يعلق على ده عضو مجلس شعب الاسبق وهو من مدينة الاسكندرية. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك. اهلا بيك. انا طبعا بشكرك جدا للاهتم بالقضايا الاسكندرية والفيامة بموضوع الشواطئ اللي سأكلت الاسكندرية. اه القضايا بتاعت الكازينو دي طبعا ما صار اه حديث كل الاسكندرانية. لان ما تم لم اه اه غير مذبوك المرة. اه دائما املا هذا الكازينو بيتم تأجيره لله اه ناس بتديره الاصراع والحفلات والكلام. ان ما يبقى بقى ان ده اللي كان اللي هو هو الانفوشي المنفذ الوحيد للاسكندرانية. القطاع الشعبي كله كان المصيب بتاعهم يا الشبي يا الانفوشي اللي هو رص التين او بحري يعني. اللي كان من النهاردة واللي ساتك عرضت منه جزء ده. اللي اخطر منه ان هو كال الرملة وكال الشاطئ انها دي المنطقة صدوائل هي الوحيدة في الاسكندرية التي كان يتم استخراج منها مادة اليوت. اليوت ده اه حيوان بحري بيطلع على الشاطئ ده بالذات في الجزء ده اللي دي عامل زي الجولة كده بيترمع على على شاطئة وتم تكفيفه ونقله الى المعامل ومشاكات الادوية للاستخراج بلد تديوز. فتعمل القضاء على هذه المنطقة بالكامل وزي ساتك ما شفت حوالت الى كطة خلطانية. بالاضافة الى ان تم الردم تحت او اسفل الكازلو الكازلو ده اصل معمول على الاعمدة والاعمدة الفلسفة بتاعتها انها اولا. اه. الماء يتصل الى الشاطئ الى مواج وفي نفس الوقت انها يصطدم بالجسم بتاع المطرح نفسه او الكازلو نفسه. اه. اه. قوة قوة الضغط بتاع الامواج. فده لما تردم اصبح دلوقتي كل الامواج اللي هتطلع دي. في الوقت بتاع الشتاء او وقت بيبقى فيه الامواج عالية. ده هيصطدم بالجسم دلوقتي بقى المطرح نفسه او الكازلو نفسه بما يهدده بالانهيار. يبقى اكثر نار ده تم التخريب بالرد من تحتي منه. والاسر بتاعه اللي حترته. انا انا بس انا عمري ما شفت الشاطئ ساحر زي ده. يبقى يتحط عليه خرصانات حديدية وجراش عربيات ابد. لا يمكن. وبعدين ده مدخل اسكندرية. يعني خلق الساتك اللي جاي من القاهرة او جاي من ناحة الجنوب. بيطلع على الناحية البحرية. بيطلع على طول على الشاطئ ده. يعني جاي من القاهرة. اه. واحد لوطرية مصر السندرية الصحراوي. ينتهي عند بداية هذا الشاطئ. يعني كمان ده مدخل للاسكندرية. اللي بينه من المكتبة ما يخلق مئة مئة ميل او تمانين متر. يعني منطقة. اه. سياحية واثارية. وفي نفس الوقت هنا الكازلو هو الوحيد اللي ابقى عليه اللي هو الابسان المحجوب. بيحمل طراف تاريخي. وفي نفس الوقت ومتفرد في انشاؤه. يعني انشاؤه على الاعمال ده شكل متفرد في الجمال بتاعه. وفي نفس الوقت هنا دلوقتي اصبح الاسكندرية والقطاع الشعبي من اسكندرية لا يملك اي شاطئ اقدر يا سلام ده علي زي ما انا سمعت في التقليل لساتك بعدته. اصبح شاطئ الانفوشي. اصبح هو شاطئ الشابي الملازل الوحيد للشعب السكندرية الروح الاتنين مغفورين دلوقتي. وبالتالي تم اهدار كل ما هو على الشاطئ واصبح ما فيه شاطئ اصلا دلوقتي ممكن تستخدمه. في وعد ثاني كمان وساتك تستخدمه. اه. ان عملية الصرص الصح اللي بتتم. ما بتتمش على الابعاد ال 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 الهندسية اللي مفروض تحفظ على الشاطئ. بأصر على الشاطئ. بأصر على الشاطئ ما كده من ناحية. وعمل تلوس ناحية تانية. وقتل النبات اللي بقول ساتك عليه اللي هو نبات التعليون. طيب انا بشكرك سيد محمد. الف اه. شكر كارسة والله يا جماعة. النهار نشوفه تعالوا نشوف تاني. اه. اه. لحوم الحميرة التي ما زالت منتشرة في اه اسواق اه مصر. ولحوم الحمير اه ليه اه بيتزاوج الجشع مع ضعف الرقابة. الجشع ليه? لانه الاسعار ارتفعت بشكل كبير. فتعالوا ندي للناس اه 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 سجوء ولحمة وكفتة و اه وكل الحاجات اللي هي ممكن اه اه تحط عليها التوابل و اه اه تبقى لحمة حمير و ما تحسش يعني اه انتشرت بشكل كبير وهنا هتشوفه اللواء شام العرائي اه اه مدير امن الجيزة ازاي كمان اه ارقاد بنفسي حملة من هذا النوع وتم اكتشاف اللي انتو هتشوفو ده. اه طبيعته هي شمية شعبية. وبيلجوا لها اصحاب المصانع دي. على اساس انه بيهرب من الفيهات الرقابية. وبتبقى وسيلة طبعا ليه? انه اه دخل كل السلعة اللي هي غير مطابقة و غير صالحة لانه هيبقى بعيدة عن قاعم الرقابة. وبيدخلها في الغزائل المواطن وطبعا بيكون غير صالحة وبيهدف من كده للمجسد السلح. يا لاليا لا تريح انتاج ولا تريح انتهاب غير انها متاجة الصراحية وغير معروف مصدرها طبعا. طبعا. اه. 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 طبعا ان هي مش لا مطابقة لمواصفات ولا معروف مصدرها. تمام. ولا عليها اي بيانا. ولا عليها اي بيانا. تقول هي اي مصدرها اي ونوع هاي. سلطة كمان بسيتنا عنده دي. اه. طبعا نحط تاني. نتايا. خارج المجالات الحكومية. طبعا كلها. هو نتايا مش مفهومة الدماش. صح جدا ولا اه. فهو. اه اللي برور مطابقة اللي هو عالعيت اختام مطابقة اللي هو العامل التعامل. هو اللي عامل التعامل. كمان سفت دي اه اروه للتوازن. طبعا دا كله بنكش برضه كمطروم دوازن. مطروض تكلها برضه مش معروف بياه بخطرها اي ولا جايبها منيه ولا عليها اي بيانات ولا تواريخ صلاحية. طبعا كل التلاج. التلاجات دي كلها جوا ملي. كل دا ستك مليان. لا طبعا احنا بنعمل كده لصحة الناس يعني حرام ان احنا نسيب واحد زي ده عايز يكسب مكسب سريع يضر المواطنين ماينفعك ومن ضمن قدسيات شغلنا ساعدتك ان احنا نوفر للمواطن السلعة في جودة عالية ومطبقى مواصفات واهم حاجة صحته تمام كده مش كده برضو زي ما احنا شايفين ده المصنع اللي تنمي مجاهبينتو بمعرفة او بضيادة الواقف شام العراقي مساعد اول وزير محنية مدير امن الجيزة واللواقف ابراهيم الديب مدير الغراء عامب العسل والتنمي ضبط الوحوم لجهولة المصدر زي ما احنا شايفين داخل هذا المصنع اللي توقع تحت بير السنة لا احنا شايفين كده نوعية اللحوم اللي موجودة ونش عايفين اذا كان دي اللي يدخل فيها اللحوم حنيه ولا مفا ولكن هي مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بالادمي طبعا يا جماعة لو شفتوا المشهد والناس لا تتحمل الرائحة يعني هنا اه وطبعا يعني 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 حينما يكون مسؤولا اه 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 يعني بهذا الشكل حفاظا على اه صحة المواطنين اه يقوم بيه الحملة بالشكل ده لازم نشكر الواق شام العراقي هنا مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة لانه كل ما تضبط كميات من دي اللي احنا شايفينها اه معناها انك بتحمل المواطنين طب الكميات التي لم يتم ضبطها كتير يعني اتمنى انه نكثف الجهود علشان الظاهرة الحمير اه انتشرت بشكل كبير واحنا السنة اللي فاتت قلنا انه عام 2016 كان عاما للحمير على اعتبار انه الناس كانت بتتبح الحمير بشكل كبير وبتستخدمها اه لحوما والناس طبعا بتاكل ونتيجة ارتفاع الاسعار فلما بتيجي تقول له واحد اه ما يعني سندوتش حواوش بكذا ملاليم يعني فلوس قليلة بياخده لكن جوا ايه والكفتة والسجوء اه كل ده يعني نصحنا الناس بانه يعني على الاقل على الاقل لا تتناولوا هذه النوعية من اللحوم في الشارع اه حتقلل شوي هتقلل من نسبة الخسائر انما اه كمل مضبوطات من الحمير اه اللي بيتم زبحاها وفي النهاية بتدخل بطون المصريين اه كتيرا تعالوا نشوف قبل ما نطلع ايضا فاصل اه يعني اه عايز اعلق بس قبل ما نشوف جدري جمال عبد النصر ايضا اللي بيعترض عليه اهالي اه اسوان فيما يتعلق بهجوم اه وزير الصحة على اه الزعيم الراحل جمال عبد النصر ما زال يثير جدلا اه حتى الان اه وانا قلت يعني قلت طيب حنستنى كمان جايز وزير الصحة اه يوضح اه تصريحاته يعني لكن يعني من الواضح انه ما زال متمسكا بها اه حتى المكاسب حتى المكاسب اللي تحققت للمواطن المصري من خلال اه فورة يوليو متعلقة بمجانية الصحة والتعليم والمكتسبات الكثيرة لحقوق العمال والفلاحين هتبتدى الضيع منه هل معقول وزير صحة مصر يهاجم مجانية الصحة في وقت الناس فيه مش لقية ادوية ومش لقية علاج في المستشفيات هل ده وقت مناسب حتى لو هزيه افكاره هل يصلح ان يكون وزيرا للصحة يعني حتى بعد ان ثبتت التجارب الحية يعني التجارب الحية انه مستشفياتنا تم تدميرها بالكامل المنظومة الصحية انهارت بالشامل الادوية اه خلاص لم تعد موجودة مختفية او مرتفعة الاسعار المريض اه بيموت ببطء كمان اه ازود عليه واقول له انه مجانية الصحة هي سبب انهيار الصحة في مصر لا سبب انهيار الصحة في مصر هي فشل الوزير لو كل وزير عايز يغطي اخطاءه ويعلقها على شماعة المجانية او مكاسب ومكتسبات تحققت اه بفعل ثورات تاريخية في حياتنا اه يبقى مش مكانه يكون وزيرا للغلابة والمطحونين يعني الصحة اه لكل المواطنين بس المريض اللي مش عارف يتعالج هو اللي بيلجأ وبيستغيث اه بالمستشفيات الحكومية وهو اللي عنده وزير الصحة ملجأ وملاز لما يبقى وزير الصحة اه جلادا بهذا الشكل سواء في تصريحاتي او في افعاله يعني مش كفايا ان الناس بتموت ببطء مش كفايا ان الناس مش لاقي ادوية مش كفايا انه عقد صفقات مع شركات الادوية على حساب المرضى وكمان اه يقول لهم انه سبب انهيار المنظومة هي مجانية الصحة يبقى الشعار ادفع علشان مش عشان تتعالج كمان لا عشان تعيش او استعيش ادفع لمواطن اه خلاص اصبح مكهورا في كل شيء اه حتى الصحة هاخدها منه اه التصريحات ما زالت تثير جدلا شديدا والبعض حتى يطالب بالاعتذار اه مش للزعيم الراحل جمال عبدالناصر لا لمكتسبات اه اكتسبها المواطن ولا يجب ابدا انك تسحبها منه هي تسحبت منه اه على ارض الواقع لكن كمان اه مش هسحبها بتصريحات بهذا الشكل ولا يمكن ابدا السكوت عليه في جدارية تظهر عبدالناصر يا جماعة اه يعني يعني وكأن كل الشر والشيطان في عينيه وفي وجهه ولو انت هنا يعني انا يعني يعني حناقش الرسام صاحب هزيه الجدارية اه هو معانا على الهاتف اه الا 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 استاذ احمد حميده الفنان التشكيل يا استاذ احمد اهلا بيك. يا استاذ احمد بص كده الوجه عبدالناصر. اولا. يعني هنا انا انا طب خلينا عشان نسمع غضب الناس في في اسوان. لان اسوان تحديدا ترتبط بجمال عبدالناصر ارتباطا وثيقا. بص كده على وش عبدالناصر بعينيه بنظراته. انت مطلعه شيطان شرير يعني. لا 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 استاذ احنا العلوان احنا عاملين تلات. يعني ده ينفع تعملوا لهتلر اه لاكو. انت اضلوقت سيادتك طريقة. اللي وضح الصورة. فضل. ماشي. احنا عارفين نوضح لسيادتك الصورة. اولا احنا عاملين تلات مكتات. لليزاين جمال عبدالناصر. الاول اللي هو اللي احنا شغالين فيه حاليا. والمكان اصلا ما اخلص منش العمل يعني السجار العمل فيه. بس احنا ابتدينا بالوش ده وقلنا نجرب الوش التاني اللي هو حيبتدي احنا داشي على فترة. تجرب ايه يا راجل ده الواحد اول ما يشوف الجدارية دي ده يخاف ده ده لو طفل حيغم عليه من الخوف والهلع. طايل احنا اخترنا لغاني الغمعة عشان المكان هناك الشمس مصلط عليه مباشرة. فا يعني لو جيد بعد الزمن صورته هتلاقي اللون انت ده يبهل. هي هي المشكلة في اللون ولا انت شايف انت هل انت يعني انا مش عايز اقول انت متعاملت ربما. انا عزو اضح لسيتك حية. ربما فلتت منك. يا سيزوائل عزو اضح لسيتك حية برضو. اه. احنا اثناء الشغل في الجدار كان فيه زيارات متفاجئة فانت طبعا سيتك عارف الفنان لما بيكون فيه حق بياجي زيارة انفاجئة يقول لك وقف المكان. اه اه في العمل. يا اخوانا طب نستنى شوية لا فيه زيارة مفاجئة. وفي الظل برضو الزيارات اللي هي مفاجئة حاليا فيه مناسبة في اسوان وتعامل الشمس. فبالتالي كنا الشغل متقاطع. يعني سناني يجي عشان يعيش ويطلع شغل. وفجأة الناس بتطلعك ملحاة اللي انت فيها عشان ترجع تجمع الفكرة ثانية ده كان موضوع صعب. احنا دربت ان شاء الله يعني امننا مع وردو وزبطنا مع الامن ان احنا هنشتغل قوات. اصلا انت يعني هترجع تعمل فيها ايه? انت هتغسمها من جديد ولا هتعدل فيها? لا هتشالت من جديد حضرتك وتشد السوان وشغالين فيها حاليا نجار العمل السوان. وبعدين اه مش. خلينا اسأل اه فيه فنان تشكيلي زي اذا الفنان التشكيلي اه 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 احا طيب نشوف التقرير يا جماعة وبعد كده اه عشان نشوف بس اه رأيي فنان تشكيلي اه. اثارت جدارية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المرسومة على جدار امام المسلة الناقصة بمدخل الطريق لمطار اسوان الدولي وابو سمبل غضبا وجدلا اسوانيا واسعا بعد ان شهدت صور الزعيم الراحل على تشوهات في ملامح الرئيس عبد الناصر والتي يظهر في خلفيتها السد العالي ومياه بحيرة ناصر برسم يفتقد لروح الفن والحياة والقيمة للرئيس الراحل. وطالب المواطنون ازالة الجدارية واعادة رسمها من جديد. خاصة ان الميدان يتردد عليه كافة زوار المحافظة من الاجانب والمصريين القادمين من مطار اسوان والمتجهون الى مدينة ابو سمبل. فكان لابد من مراعاة الدقة وبما يتماشى مع طبيعة الشخصية التي ترسم. الاخ الفنان اللي هو قام بعملية انشاء او تصميم صوت الزعيم جامل عبد الناصر ومجسمات للسد العالي. اولا بقوله الاخ يعني كنت الخيرك عبد الناصر يعني بيت هانش في ابعاد للوحة. التصميم مش لائق بوجهة رجل عظيم في مكان في بلد عظيمة انك كنت هتعمل اللوحة وشتيء بالجمال عبد الناصر. فنان طبعا بقوا كنين لكل التقدير والاحترام امكان انا ما عرفوش. لكن انا بقول مجهود يشكر عليه لكن لازم افهم الفنان حينما تعمل عمل فني. داخل المرسم بتاعك في معرض خاص فانت ملك لي. لكن حينما تعمل عمل فني للشارع فالشارع ملك للشارع. ما اكثر الحديث عن زعيم مصر كلها. فانا انا يعني بقول ما اقسر الاسكتشات والصور والفايل لجمال عبد الناصر والملامح اللي بتميز بها جمال عبد الناصر. فانا بقول الاقطاء هنا النسب. النسب. النسب ما كانتش مزبوطة. النسبة الرأس بنسبة للجسم. اه شكل البدلة. شكل العين. وبعكده اه كتير مننا احنا واحنا كفنانين. العين دي عاوز ادراسة. يعني ما اقصر الكتب في دراسة العين عشان تعمل العين صح. كبردرين مرسوم والوان وتكنيك وكل حاجة غلط خالص. اللي نازل يرسم نازل عايز يرسم حلو ان ان هو يجرب بينزل يرسم في الشارع. لكن ان هو اه ما ما يزبطش تصميم او التكنيك يرسمه حلو ان هو يخلي الناس تشوف الرسمة حلوة ولا لا اهي اهي مش بجمل الله حلوة هو فعلا انسان رسمه لا اه اه اهم حاجة رايح العين. هو ده مش دارس. ممكن يساين بحدي كمان دارس معاه يعني يساعدو يبو مع بعض. بس هو باين اللي رسم الله اعلم مين بس رسم بس رسم مش حلو خاص. موسيقى يذكر ان هناك ارتباطا وثيقا ما بين اهالي محافظة اسوان والرئيس الراحل جمال عبد الناصر بدأت منذ بداية بناء السد العالي. ويذكر التاريخ صورا التقطت لاهالي اسوان من محطة القطار عند وصول عبد الناصر وضيفه الرئيس الروسي خورتشوف اثناء افتتاح السد العالي باسوان حيث ظهر اهالي اسوان في الصور يجرون متهاتفين فيما يشبه الماراثون لرؤية زعيمهم جمال عبد الناصر حاملين اعلام مصر. صورة الجدارية بتاعت عبد الناصر. الزعيم عبد الناصر طبعا شخصية لها ارتباط شديد باسوان ويمكن اسوان الحديثة بدأت ايام عبد الناصر. وعبد الناصر مفيش بيت من بيوت اسوان مفيش صورة عن ليه بملامحه الطبيعية ملامحه المصرية الاصيلة اللي فيها تسميم وفيها عزة نفسه وفيها كرامة ونظره الى مستقبل غير الطريقة دي. جدارية لا تبثل عبد الناصر. عبد الناصر مش كانش لونه اسمر خالص. عبد الناصر كان ملامحه مصرية كاملة. من اول القطر الى اخر القطر. لا تشوفوا وده مصري. لا يمثل حاجة معينة. كان يمثل المصريين. فطبعا الملابح كل البعد بعيدة على عبد الناصر. لا تبثل عبد الناصر. لا نظراته ولا لونه ولا ملامحه. وانما يعني اعتبدوا على انه ولا لبس بتاعه خاص. يعني امور كثيرة لا تمثل عبد الناصر بشيء. موسيقى 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 استاذ رجب طيب محمد رئيس قسم الدكور بمتحف النومة. استاذ رجب اهلا بيك. اهلا بحضرتك والبيت. اهلا بحضرتك والبيت. اهلا بحضرتك ازاي مع الجدارية انا شايف فيه غضب من اهالي اسوان على اهلا بحضرتك هي تظهر جمال عبد الناصر بهذا الشكل الشيطاني يعني. هو حضرتك طبعا يعني احنا بنقول ايه حضرتك? اكيد لما انا بشوف عمل زي كده هو في اسوان. فاول الكلام هيوجه للفنانين بتاعه المحافظة. اهلا خبان حضرتك. وده طبعا احنا احنا نعيب على ان يكون في حاجة زي كده واحنا الفنانين. لينا جوائزنا ولنا شهاداتنا ولنا تخديراتنا ولنا اعمالنا اللي عملناها في مصر وبر مصر. ام. اه اه طبعا انا سمعت الحديث بتاع الفنان. انا بكنن له كل الاحترام والتقدير ومجهود مشكور عليه. لكن الحوار بتاعه والرد اللي رده فهو ريول غير متخصص. اللي هو يعني بيقول لك انا ببقى فيه ناس بتروح وتيجي وبتزور. او بتقطعني عن العمل وبعد كده بقى انا كن عمليل الثالث سكتشات وهنعمل بقى كانوا عمليلها ريليف. انا بقول له احنا نقول اه دايما يعني ايه نقول ايه? هو لم يوفق يقول ان انا لم يوفق فيها وخلاص على كده ها. لكن الكلام اللي هو بيقوله وقطعوه باش عارسين وكان فيه زيارات بتاع لا لا لا. هو ما احسنت في التقطير في النساء وبعد كده النقطة التانية بتكلم عنها انت لما عملت اللوحة دي. شفتها من بعيد? رجعتها? لابد ان اللي بتقوى اسمع ما انت. ليه من 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 اشمعنا من بعيد? حضرتك اللوحة وانت بتشتغل في اللوحة اللوحة بتاخدك. فلازم تبدي فرصة نفسك ان انت تبعد عنها وتشوفها مرة تانية عشان ترى تطلع الاخطاء. اه اه. اللي هو لكي ترى الغابة اخر قليلا من الغابة يعني عشان تشوفها كويس. ابعد. ابعد عنها طبعا ابعد. ابعد عشان تشوفها بعين الناس. وابد حياتك الحاجة التانية انت كون ان انت تعرضها في الشارع. خلاص انت موافق شكلا وموضوعا عليها. فانعرض لما ديجي الناس بكلام تقول لها كانت تجربة وكانت كتب. لا لا ما ما فيش تجربة في ده طالما تجربة يبقى داخل الاسوار المغلقة. بالزبط. وبعد كده احنا بنقول العمل الجداري ده ملك للشارع. ملك للناس. ملك للزوء الناس. وبعد كده احنا بنقول برضو اهل الاسوان بحية كويسة. ان الناس اصوان ناس تعاودوا على الجمال. تعاودوا على الزوء الجميل. الناس اتربوا بالخلال النيل والصفحة الخضرة. وصفحة الرمال اللونها الزهد دي. فمن هنا انا بقول له انت لم نتوفق فيها. واخبار حضرتك. ولا بد احنا اه اه يتعامل سطارة ونبدأ نعمل نعالج الموضوع ده معالجة صح. دي لان عبدالناصر عبدالناصر كان كان الهيبة تبعته فيها شكله. فطبعا احنا اه اولا بنعتذر تفنانين تشكليين عن هذا العمل. واحنا برضو اه لاست اول عمل ولا اخر عمل. واخبال حضرتك. والمشورة بتاعتنا موجودين. واحنا دي محافظتنا. واحنا اللي همنا. لكن هو الاستاذ احمد بقول لك انا هعدلها. انت شايف انه ما ينفعش يتعدل عليها يعني. لا 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 ما فيش تعديل. هو حضرتك برضو عشان اكون صدق مع حضرتك. انا كان في حديث النهاردة مع رئيس المدينة. اتكلم على الاساس ان هو هيجيب عبارة وانبوستر ويتركب. اذا كان هم مصرين على ان يعملوا جدارية لجمال عبدالناصر. وما ابتر وما اكثر البوزات اللي هي واحدة شكل استاد العالي. يا واقل بيء. لابد ان يكون في دراسة لما كنت اعمل اسكتشي لشخصية بعينها. لابد ان يكون في مجموعة من الدراسات. اه. كتيرة جدا وكرر اسكتشات كتيرة جدا واختار اجمل اسكتش. وابدأ اشتغل بيء على الطبيعة. طيب. انا ابدأ اعرض اللو حتى. خلينا اسأل استاذ احمد اه هميدو سؤال اخير اه استاذ احمد اه اه يعني يعني ممكن تكون طاشط منك يا استاذ احمد بس يعني مش عايزين نقصوا عليك. لكن الحقيقة الجميع تألم عبدالناصر في قلوب المصريين. لا يجب تصويره. لا يجب تصويره بهذا الشكل الشيطاني الدراكولي الدموي. لا 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 لا. انا بس اوضح لحضرتك حاجة استاذ احمد. احنا جاس. لنا اسمينا في اسوان. يا استاذ واعد. ايوة. يا ريت تسمعني بس حضرتك زي ما سمعت له استاذ سيد. والله سمعك منا بدأت بيك منا بدأت بيك تقدم. بص يا استاذ واعد. احنا لنا كذا بصمة في اسوان. ولينا كذا جدار. والاستاذ يا سيد رجب اه يعني اه اكيد طبعا عارف. واندي فكرة ان احنا لنا كذا جدار في اسوان. واناس معارفينه يعني. ولينا شغلنا ولينا بصمتنا. هو كل الموضوع. موضوع ان احنا نعمل ثلاث مكتات حصرت موضوع الثلاث مكتات. بس احنا اخترنا المكت ده. احنا بقضي الوش ان هو باصس عالسد. بحيس ان هو بيبص للمجد بتاعه. بس اما احنا ناس زو خبرة. ولنا كذا جدار. ولو سيدك ممكن تصور. احنا لنا كذا وكذا جدار. وعلى اتم الاستعداد ان احنا برضو نشوف ملف في تجميل المدينة ونكمل. يعني نشوف انت انت فاكر الكتب اللي كايت بتصدرها جماعة الاخوان عن جمال عبد الناصر يا اه يا استاذ احمد لا تختلف اغلفتها عن اللي انت عملته ده والله. يا استاذ واهل احنا مش راح ين عشان نشون المكان. احنا راحين نجمل المكان. ايه كل الحكاية سو تفاهم في الالوان. اه من النسب عشرة على عشرة. مفيش موضوع النسب لان احنا معنا ناس دارسة. ومعنا نحات دارس في جامعة امريكا. يعني فيه ناس وتخصصة في الشغل ده. ولو هو ما عنديش فكرة استاذ ريجب. هي اي 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 دي محطوطة في فين بزاعة على السد العالي. اللي مع الناس واللي ناس اللي شغالها معنا وفريق العام. لا الجدارية محطوطة فين يا استاذ احمد. الجدارية في اه يعني في المدخل المطار على طول يعني. اه يعني مدخل المطار. الضبط. يعني مدخل البلد. بطوع الزيارات يا استاذ وصاحل اكبر عامل رئيسي. يأثر على الفنان. ويحبطه لما يعيش. يعني خلاص انا هبلح حاجة. ويجي سجح يقول لك الزيارات. طبيعي اصدد بحد ذاته معنا. ان شاء الله خاني. باي. بقول له استاذ رجب. العامل حيتنفذ. وحيطبع احسر. شكرا بشكركم جميعا اه. يعني ممكن برضي يتعامل مع الموضوع لانه يعني بسيط لا ليس بسيطا لان اه زي ما بقولك احنا اه يعني احنا بلد اه اه مشهور بالحضارة والتاريخ وصناعة الجمال والابداع الفني اه في ال في الرسم في اه مواهب مختلفة. فما ينفعش ان حينما اعبر عن جمال عبد الناصر اعبر عنه بهذا الشكل الشيطاني الدموي الدراكولي اللي بيشبه اه ما كانت تفعله اه جماعة الاخوان حينما اه تتحدث عن اه جمال عبد الناصر اه لكن اه لما يبقى جمال عبد الناصر على مدخل اسوان واسوان تحديدا اللي كل بيت ربما تجد صورة فيه لجمال عبد الناصر. اه هذا المشهد اه بعد الفصل فساد المحليات بسرعة مخالفات المباني الشاهقة البناء على الارض الزراعية ارقام واحصائيات كيف يمكن ان اه نتعامل معها هنعمل ايه معها هنعمل ايه مع هذا الفساد الذي نشاهده اه سواء على شكل ابراج او اه بيلتهم الاراضي الزراعية بهذا الشكل هنعمل ايه اه في نص ساعة سريع هنتكلم لانه هي حملة متتالية في كل محافظات مصر اه وحنشوف ايه اعلى المحافظات اللي بترتفع فيها مخالفات المباني وفساد المخالفات بشكل كبير فساد المحليات وبعدها حنقش القضية اللي اه بدأناها مبارح اه مواجهة بعض الاساطير اللي يمكن انها اه تدخل في نطاق الدجل والشعوزة او الاتجار بالدين اه اه الظاهرة الموضوع اللي تحدثنا عنه اه 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 مقام وضريح يدعي اصحابه ان صور الانبياء اه بتظهر فيه شاهدين انا نحييكم من جديد اه فساد المحليات المنتشر امام اعيوننا في كل محافظات مصر عناوين مختلفة مخالفات المباني البناء اه على الاراضي الزراعية اه فساد نشاهده ولا يمكن اخفاؤه شبهته قبل كده بانه يعني يشبه السيدة الحامل في الشهر التاسع اللي لا يمكن لاحد انه اه لا يرى حملها وقلت انه ده حمل سفاح يعني ينتشر في كل محافظات مصر اه ابراج شاهقة شايفينها قدامنا اه مخالفة اه بناء على الاراضي الزراعية بشكل لا يمكن اه لاحد اخفاؤه او الادعاء بانه ليس موجودا يعني اه ربما لا يحدث ذلك بهذا الشكل الا في مصر اه طيب ازاي نتعامل اه مع هذا الكم الكبير من الفساد اللي احنا بنسميه اه تسمية مهزبة اه مخالفات اه هي مش مخالفات اه لا ده هي اه حالة اه تدمير اه للدولة وتدمير للجمال اه على اعتبار ان القبح بينتشر في كل مكان الفساد اه بينتشر اه في كل مكان اه لما بتشوف هذه المشاهد اللي كمان بتضيع اموالا طائلة اه على الدولة شوفوا كل كل هذه الموبقات اه تحت عنوان اه واحد لو اهتمين به وهو فساد المحليات اه يمكن اه ان نقضي على الفساد من الجزور ويمكن ان نبني اه وطنا اه من جديد اه اكثر جمالا ونقاءا هنشوف مجموعة من المشاهد في محافظات مصر تعالوا نشوف اولا اه في في المنصورة وحا 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 ها هزي الحملة هتكون تباعا في كل محافظات مصر حنقشها معكم على حلقات اه متتالية تعالوا نشوف اه المخالفات البناء المباني والبناء على الاراضي الزراعية فساد المحليات في المنصورة في مدينة المنصورة عروس الدلتة تستفحل ظاهرة البنايات المخالفة بشكل ملحوظ في كل منطقة منها حتى سجلت المنصورة اعلى اجمالي مخالفات وتعد على خطوط التنظيم مدينة المنصورة مفيش فيها مكان مفيش فيها شبر مفيش فيه بناء مخالف في حي شرق في حي غرب في المحيط الخارجي بتاعها الاخضر الزراعي كل حتى القرى المحيطة بيها الوقت بقى حج بناء مخالف المخالفات ما زالت موجودة لحد تاريخه على شوارع ستة متر بتلاقي أبراج طلعة دول الأقصر تفاع المفروض يكونوا أربعة دوار بتلاقي ثمانة دوار خلال عشر سنين الأخيرة حصل حجوم شديد على البناء في الوقت اللي كانت الدولة مشغولة فيه بحاجات تانية عارض الشارع الناس ما احترمتوش بقى يبني ويخالف حجم المبيعات المخالفة كنا مقدرونها بخمسين مليار جنيه تعال شوف المصيبة بقى الدولة بتستفيد منهم إيه احنا كنقابة بنحاول ان احنا يسيطر على المودادة عن طريق ان احنا ما بمديش اي شهادة الاشراف غير ايه بالحدود اللي هي الطبيعية جدا المسموح بيها اللي هي الحد بتاع الارتفاعات اللي هو مرة ونص الشارع اللي محدده القانون احنا كنقابة نكون حرسين على كده مشكلة استفحال المخالفات الانشائية ترجع في نظر المتابعين للقضية الى قصور الدور الرقابي فضلا عن فساد بالمحليات مشكلة مع المحليات مشكلة مشكلة فساد مستشري في البلد اكتر جهاز في البلد فاسد هو المحليات وللأسف الشديد فيه تواطق غير عادي من المحليات ومن بعض جهات اخرى المفروض ان هي بتنفذ القانون للأسف الشديد ما سمعناشي في الاربع خمس سنة الاخرى عن واحد بيبني مخالف ان تم ازالة او تم حبسه او تم تنفيق او تم حتى صدور احكام ضده بنواجه صعوبة هنا بنحارب وبنحارب مش عايز اقول لواحدنا احنا معانا ناس او كتير وبنحاول نعمل على قد ما نقدر ان احنا نحجم الفساد ده بس لأ يعني احنا محتاجين معاونة كبيرة جدا 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 من المتخصصين اللي عندنا في المحافظة مبنى المحافظة قدامنا والبرج المخالف جنب مجاور لمبنى المحافظة ما هو شرق بالتالي واقف ان احنا فيها خلص المبنى وما اكتشفوش غير بعد ما خلص المبنى اشفوش زي هو قدام مبنى المحافظة طبيعي يعني ما كل المنصورة ما يجمده بعضها او جنب الحي احياني قانون لسه دلوقت بقاله من مجلس الشعب دي تاني سنة هوت لسه منزلش كما ما فيش محليات اصلا في المحافظة ولا محليات اصلا المسؤول الكبير المسؤول الصغير ممكن ياخد عشويته زي ما بقوله البعض كده ويمشي انما المسؤول الكبير ممكن يبقى شريك في المبنى ممكن ما يتحطش اسمه والشقة دي بتاعته وتدبع له وفلوسه ياخده هو كده راجل بقى اشترى وبقى ولا دفع ولا بتاع بس اابط حاجات كتيرة جدا الدولة ممكن تاخد مليارات لو عايزة بيدخلو لهم المرافق المية والنور بكل وسائل التحايل الطلال له في الرخصة خمس دوار بيطلع بيبني في الرخصة خمس دوار لغاية لما يجي الاشراف الحية بيجي يشرف عليه او بيشوف خلاص أو بيشوف وفقا للرخصة اللي محطوطاته وبيسيبه بعدكده وبيمشي بعدما بيطلع الرخصة وياخد الم 매�مئة وفقا للشرطات وفقا للرخصة بعد كده بيجي يجي بيعلي كم دور خمس دوار س brute ص Travis دادوار من دران احدش بيدور عليه او مثلا حد واحدة من بتقول قانون بناء موحد يحترم في كل المحافظات وعلى مستوى الجمهورية نلتزم من خلاله بالارتفاعات والمقاييس الهندسية اللي اتطبق النهاردة كل محافظة بتشتغل بطريقتها اسكندرية مسموح فيها بالبناء في الشوارع الديئة وعدفها رسوم وحافظات تانية مش مسموح بها محافظات تالتة موجود فيها بناء مخالف وبكسرة بغير ما نستفيد العقار اللي حضرتك واقف فوقه ده ده ملكي ومكون من بدروم وارضي وتسع ادوار علوية استصدرت ترخيص بالدور العاشر الترخيص ده انا نفسته جزء كبير منه حوالي 400 متر وببص بلاقي فيه واحد موجود في العقار زو سلطة بيروح مع بتوح حي شرق واستصدر لي قرارات ازالة وبدون ما اعلن وبدون اي حاجة ولا اعربيات بوليس جاية والدنيا مقلوبة مخالفات بمليارات وبعدين يجوا على الدور ده عشان فيه مسئول له نسيب في النيابة الادارية برهب بتوع الحي يعملوله كل اللي هو عايزه ولو ابن في النيابة العامة وابن مفوض في مجلس الدولة زمن كون احنا اسرى الدولة ما بتشاركهم شي في اللي خدوه ليه وانت ما تقدرش توصل لهم توصل لهم بسهولة جديدة جدا ما تقدرش تعرف مين اللي باعي الشقة دي للفلان ما تقدرش تعرف مين اللي بيحميه ما تقدرش تقول مين اللي خد منه الدور الاخير كدور او مجانا من المسئولين عشان يحمي بقية الادوار لما كل الناس دي مخالفة والمباني دي مبنية يعني انت بتتكلم ان اخر دور المفروض الحداشر لما تلاقي دي يطلع الاثناشر والتلاتاشر وفيه اصلا شوارع المفروض ما يطلعش فيه غير مثلا ست دوار او خمس دوار تلاقي طلع بالتمن والتسعة دوار كل ده بدون ترخيص والناس دي بتتم عاده ومحدش بيجي ناحيته مجموعة من البلطاجية مجموعة من غسيل الاموال مجموعة من اللي كانوا بيشتغلوا في النصب والاحتيال اللي كان بيصفق سيارة وبيقطعها حتت عادي الوقت بيبني بورج ويقطعوا حتت ويبيعوا وللأسف الشديد فيه تواطق غير عادي من المحليات دي الشقة اللي عايزين يزلوها رغم صدور ترخيص بالمباني فيه اللي عايش فيها أنا وأولادي وأحفادي بعد ما قدمت ضريبة للدولة بالقتال في 73 وتحرير الأمطة رجال متشكري يا مصر ده في مدينة المنصوعة حنتابع معكم في كل محافظات مصر فساد المحليات مخالفات المباني البناء على الأرض الزراعية صناعة القبح والفساد في كل مكان في مصر وللأسف الشديد أمام أعيننا وباسم القانون كمان للأسف والقانون بيكون عاجزا في التعامل مع هذه المخالفات وهذا الفساد وأحيانا يقننه أكثر تعالوا نشوف مخالفات البناء في الأسكندرية وفساد المحليات ترجمة نانسي قنقر مدينة الأسكندرية التي تمتلك الجمال والحضارة والتاريخ وسحرا لا يقاوم عروس البحر الأبيض المتوسط التي تتميز بشاطئها الرملي وساحلها الذي تغنى على ضفافه أشهر مطربي زمن الفن الجميل شط سكندرية شط الهواء روح نسكندرية رمان الهواء ولكن جمال المدينة بدأ يتلاشى شيئا فشيئا وبدأت ملامح المدينة تندثر وسط المباني الشاهقة والمخالفات العقارية التي أصبحت تتزايد يوما بعد يوم ظاهرة انتشرت بالزيد بعد 2011 في ظل طبعا الجهات التنفيذية من أحياء تابعي وجه صعوبات شديدة في السيطرة على الظاهرة مهندسي الأحياء دولي قطاع من المجتمع زي أي قطاع آخر فيه الكويس وفي الوحش إنما مش كلهم وحشين مش كلهم فزدين مش كلهم حرمية تسجل محافظة الأسكندرية أعلى معدل في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي بواقع 27 ألف عقار مخالف بالنحية التشريعية زائد المهندس اللي بنزل من الحياة برضو مكبل الأيدي يعني صلاحياته يعني حتى مهندسين الحياة كانوا طالبوا أنهما يبقى لهم الضبطية القضائية يعني أنهما لما بيخش على العقار المخالف يقدر أنهما يستخدم الضبطية القضائية ولا لغاية النهاردة لم تفعل القانون زي ما هو صارم في حاجات سيب صغرات في نفس الحاجات هنا فيه تلات مشاكل كحول والإزالات والدخول للمرافق كحول ده اللي هو يعني لو واحد عنده أرض بيجيب أي حد يعني أي حد بواب العمارة أو أي حد براس كندرية أو أي عامل بيجاي عامل عقد بيع ليه بأصبح العامل ده هو لصاحب البيت وبيبعله وفي نفس الوقت عشان يضمن العامل ما ياخدش منه البيت بيمضيه على وصولات أمانة وبيطلع الرخصة باسم العامل سرعة تنفيذ الألية من أول تحديد بند المخالفة لإجراء عملية الإزالة المدة الزمنية دي عليها عامل كبير جدا هي اللي بتتمكن المخالف أنه يستمر في المخالفة بتاعته واستفيد من الصغرات اللي موجودة في القرار بتعمل قرار إزالة وإتمضى بقى كده بيتمضى من عند المحافظ وبيجي بعد كده بقى محتاج يتحطف حملة فبقى فيه بقى تنصيق بين الحي والإسم من هو يتحطف حملة بعد كده هوت بتشاف لو الشقة دي مشغولة ومتكسرش الجهات التنفيذية طبعا إدارات الهندسية فيها والإدارات الإشراف طبعا محدودة بعداد معينة مع هذا الكم من المخالفات السيطرة عليها بقت أصبح تعاقب المسؤولون وأصدرت القوانين والتشريعات والقرارات والتهديدات المستمرة بإجراءات راضعة ضد المخالفات وتنفيذ أعداد كبيرة من قرارات الإزالة حتى هدد المسؤولون بوقف توصيل المرافق للمباني المخالفة كحل راضع لمنع المخالفات وما زالت مخالفات البناء في الأسكندرية أزمة بلا نهاية تحية الفساد يحية القبح المنتشر في كل مكان أمام أعيننا جميعا القانون عاجز والقانون أحيانا بيقنن هذا الفساد إذن أنت في مصر هنكمل معكم ونشوف كمان فيه ضمياط فيه تعديات على أراضي الدولة من مباني إبراج طلعت على السنانية وطريق شطاء وتعديات على طريق عزبة البورج من بعد السوسنة وعلى الجيل لطريق عزبة البورج فيه في الجير بين مياه وخمسة بيت التعديات بتستهلك مرافق من الدولة مياه وكهرباء التعديات بتاخد الأرض ببلاش ما بتوصلش معهم لأن انت بتطلع 14 و 15 دور في البورج مخالفات بتأثر على التربة ما عندكش منية تحتها تستحمل لأنك تطلع عليها عزة الأدوار دي كلها بتأثر ببناء عليها على البيوت الوراك والتربة والأساسات البيوت الوراك يدفعهم غرامات ما تخليهم معاتش حد يعمل تاني أدوار مخالفة يا إما يشوفوا المخالفات دي هياحصلوها إزاي يعني بورج طلع 15 دور جنب حيث جنب شرعة 8 متر إزاي يعني فيل الأحياء من الكلام ده؟ ما نعرفش ما حدش عارف حاجة ولا حد فهم حاجة إزاي ده يطلع كده وإزاي يتعمل كده بحصل كارات إزالة بس بنسبت مثلا واحد في المئة من التعديات اللي بتحصل يعني ما بيبقاش الإزالات والمحليات برضو ما بتقدرش السيطر على الموضوع كله بالصورة المطلوبة يعني طبعا المنطقة اللي احنا شايفين دي كلها تعبديات آه طبعا الأراضي الزراعية كلها بدأت تتحول لتأسيمات أراضي وبدأت تتحول لأمرات وأبراج وطبعا الصفة الزراعية انتزعت من الأراضي فبدأت الرقع الزراعية تقل وبدأت المباني تزيد فطبعا الأراضي الزراعية اللي بتتبنى ديه من أكفأ الأراضي الزراعية اللي موجودة وإحنا مضطرين إحنا نبدأ عن استصلح أراضي في أماكن تانية طب ما الأراضي الزراعية موجودة إحنا دلوقتي بنعدمها وبنعملها مباني وبنرجع عشان ندور على استصلح أراضي في مكان تاني طبعا ديم يعني مشاهد لو تجولنا معاكم في كل محافظات مصر هتشوفوا نفس المشاهد فساد مخالفات وحنشوف كمان بعد شوية البناء على الأرض الزراعية شوفوا ازاي تدمير الجمال في مصر وتقنين الفساد والأموال التي تضيع على الدولة حنائش كل ده مع ضيوفي داخل السوديو أقدمهم أولا المهندسة صمر شلبي نقيب المهندسين بالأسكندرية مهندسة صمر أهلا بيك أهلا بيك معي أيضا أستاذ مايكل نبيل عضو مجلس نقابة المهندسين بالأسكندرية أستاذ مايكل أهلا بيك أهلا بيك أستاذ كريم محب أمين صندوق نقابة المهندسين بالأسكندرية أهلا بيك مهندس كريم أهلا بيك أهلا بيك خلونا بس قبل ما نبدأ مناقشة الموضوع كمان في خناءة داخل مجلس النواب بين النائبين أحمد طنطاوي ومحمد الحناء ونشوفها أولا من خلال هذا المشأ ترجمة نانسي قبل ما نتحدث ترجمة نانسي قبل ما نتحدث ترجمة نانسي قبل ما نقوم بحاجة تتعبط انتصار بديك اشتركوا في القناة سنقفوا في القناة ما قاله السيد محمد الحناوي اولا يا سيد محمد يعني لماذا الخناء بهذا الشكل داخل مجلس النوال ليه التراشق بالالفاظ اللي يعني ربما هو حصل تشابك بالايدي ولا ما حصلش? ولا حصل اي حاجة يعني كل اللي فيها مشدة. اتفضل. سامو عليكم. عليكم السلام اطلاق وبركات. انا سامعك سامعك. يا استاذ محمد انا سامعك اتفضل. حضرتك اول حاجة دي مشدة حصلت على اختلاف اختلاف وجهات نظر في لقطة معينة. هو بيتكلم عن قضية فانت قلت له اه اه كتلة خمسة عشرين تلاتين بيزايدوا اه عايزين شو مش كده? لا لا ما كان شو وجهة نظري كده خالص وسادت ان هي بستعجل في الكلام. بس انا باحترم سادت ان هي بحمد طبطوي واحنا اخوات والوجهة بالنظر اه برضو مازالت فيها اختلاف. بس احنا خلاص المشكلة خلصت مجرد طلعنا برا اه برا العودة بصنا بعض ومفيش اي حاجة. ومستمرين اه في اه في شغلنا عادي يعني اختلاف وصل اه هو فهم كلمة غلط مني ايه هي الكلمة? ايه هي الكلمة يعني? يعني انا انا بقول هل ازا ما حاجة قلت كده لسه بتكلم بقول هو فاكرني ان انا بقول ان هو بخمسة عشرين تلاتين بالشو بازايد انا ما كانش قصدي كده خالص يعني. اه بس هو اتفاعل بكلمة انا اتفاعلت بكلمة حصل التفاعل اهم حاجة نقطة الموضوع المهم يا استاذ واهل. انا اه انا واحمد اخوات واحمد قيمة في المجلس وانا بحترمه جدا. والوضع انتهى لحد اه مطلعنا من باب القوضة يعني. بس عشان الصورة يعني وانتو بقى عندوكو حساسية يعني اعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس النواب. لا لا. اللي بيجيو جنبكو كله اللي بيلمسكو بتوضيهم احكامة او توصيلو برنامج. انا انا المهم يا استاذ واقل الاهم من المشكلة اللي حصلت دي 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 يسيبها على جنب دي اتنين نواب وتصلحوا هم اخوات تحت البرلمان. وفي الانوم الصبح نصبح على بعض وانتخش نشوف شغلنا لصالح الناس. انا بتكلم في النقطة الاهم انا بادعو من حضرتك من هنا استضافة اه رئيس مجلس ادارة اه جامعة الدلتة عند حيك عشان تسمع مشكلته وبشكر من خلال برنامج حضرتك وزير الاستثمار. هو كان بتكلم على انه اه اه جامعة الدلتة وهنا واقعة متعلقة بفساد المحليات. يا فندم يا فندم ما فيش فساد فيها خالص. خالص. انا عادت هكتسمع الكلام بالراجل. انا كنت انا 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 واقل به. انا انا رايح. انا رايح وانا متحمل ع الراجل على الكلام ما كنت سمع الاوت. الصراحة بعد ما شفت الاوراق و المساندات اللي قدمها الراجل وكلم اله اللي حصل فيه. لكن انت بتدفع عنه يا سيد محمد لانا افهم حينما يكشف نائب فسادا. يا فندم انا بقول لحضرتك ايه? انا بطلب حضرتك ان انت استضيفه. انت حضرتك حاجة. سيبك من نصيحتي بقى من نصيحتك بس انا بسألك. يا فندم. ايه اللي خليك تدافع? ايه اللي خليك تدافع عنه? احنا 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 اشوفنا ملقناش فساد. عادتوا في النعمين. يا فندم انا انا بقول لحضرتك حاجة واحدة بس انت عرفت منين ان هو فساد. لا انت انتو انا فهم انه لما نائب يعني يقول ان ده فساد سيب بقى ما نوجهت اليه التامات الفساد يدفع عن نفسه ليه انت اتدافع عنه? هو هو دافع عن نفسه احنا اتكلمنا بعد ما دافع عن نفسه والله. هو دافع عن نفسه. دافع عن نفسه. ايه دافع عن نفسه. انت بتخدم لانت هنا بتآ. يا فندم احنا احنا عايزين المستثمرين المصريين هو مش دورنا مش دورنا يا واقل بيه ان الانتصمار المصري يهو اللي جديد وقال ان استنى واحد من برة يجي اخد المتر بجنيه وما نحزبوش والستثمرنا هو اللي يتحارب. الراجل مش الراجل مظلوم من اول من اول الموضوع لحد اخره. وقام قال كلام حقيقة لابقول لحقيقة يستضيفه واسفع ساتك منه. لو لقيته فسادي بقى انا راجل رافع الفساد. لو لقيته صاحب حق. يبقى حاج فاهم وجهة نظر. ما انا ممكن استضيفه واستضيف ايضا لازين يتهمونه بالفساد يعني. طبعا يا فندم طبعا ومحقول كل حد انه يتكلم ونشوف نقطة الفساد تيه. طيب اه الاستاذ احمد التنطاوي عضو مجلس النواب اه يا استاذ احمد اهلا بيك. اهلا وسهلا بمحاضرتك وبمشاهديك المحترمين. اهلا بيك. اهلا بيك. استاذ احمد اه يعني المسألة اه ته تحولت الى خناءة داخل مجلس النواب. اه دافعك هل كان كشف الفساد? الاستاذ محمد الحناوي بيقول ان احنا اه اكتشفنا ان الراجل مظلوم فدفعت عنه يعني. خنيته مع بعض داخل المجلس. فضى. اه اسمح لي بس لانه مش مش بالتأكيد كل المشاهدين كانوا متابعين للتفاصيل وعارفين يعني القضية يعني خلفياتها ايه. وعلشان ننسب الفضل اه لاهله. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا في اجتماع في لجنة الادارة المحلية. لمناقشة خمس طلبات احاطة مقدمين من اه عدد اه من النواب منهم شقيقية اه اه النائب المحترم اه اه احمد الشرقاوي والنائب المحترم هيسم الحريري. وكان معهم النائبة المحترمة اه اه جواهر الشربيني دول ثلاث طلبات احاطة كانوا بيتبنوا وجهة النظر اللي بتقول انه حق الدولة يقدم على حق الافراد وحق المستثمرين. وكان في طلباء احاطة اخرين مقدمين من النائبين. النائب مكرم اه دكتور مكرم ردوان والنائبة امال طرابيا بيتبنوا وجهة النظر الاخرى ان المستثمر هو اللي صاحب حق. معنا وجهات النظر اه كاملة واسمعنا وده يعني في موقف يقدر ويحترم. اه. اه اللجنة اتاحت الفرصة كاملة. لوقت اطول كمان من المكان محتاج. اه اه. خلينا ادخل في لب الموضوع يعني انا يعني بنعيشها بسرعة كده يا سيد احمد. احنا وجهة نظرنا. لانه انا شايف ان اسوأ ما يمكن ان احنا نكون بنتخانق حوالين قضية حقيقية. فنحول المثالة اه الى امر شخص. انا ما عرفش رئيس الجامعة. ولا عايز اعرفه. ولا عرف المسؤولين المختلفين معاه. ولا عايز اعرفهم. انا بالنسبة لي اتكلمت بالمنطق الاتي. هو الراجل بنا دفاعه على انه مستثمر وانه جاد وانه بيقدم خدمة للوطن. فانا سألت مجموعة من الاسئلة. الراجل ده عنده اتناشر الف طالب في الجامعة بتاعه. لو قلنا ان متوسط الطالب بيدفع خمسين الف جنيه في السنة يبقى هو بياخد ستمائة مليون جنيه في السنة. ستمائة مليون جنيه في السنة. هو بيقول انا بعمل مساهمة مجتمعية بتلاتين الف في كزا. وبعمل منح براسية في كزا. وبخلي كزا. انا قلت له لا احنا يا سيدي متشكرين. احنا عايزين اللي عليه حاجة للدولة يدفعها. وبعدين لما نقول بيعاني والدولة عملت له ايه? الدولة دي. الدولة اللي هي المصرية. اه. اللي ولادها بيروحوا يتعلموا عنده في الجامعة الاتناشر الف اللي بيدخلو له الستمائة مليون. ازا اي تمن للارض احنا بنطلبه مبدئيا مش هيساوي ارباحه كسنة. سنة واحدة بس. فبلاش حد يصورنين انه مظلوم. هو هو ايه ما يعني ما دفعش تمن الارض? ماشي الارض ايه بقى عشان نوصل لجوهر القضية العقد شريعة المتعاقبين. الرجل ده حصل على الارض دي بوصفها حق انتفاع. كويس? نعم. عايز يحول حق الانتفاع ده ايه? لحق تملك. لحق تملك. احنا خايفين من ايه? خايفين من انه لو امتلك الارض دي ممكن يتصرف فيها اي تصرف اخر خارج الغرض المخصصة ليه? السوابق في ده كتير بالمنازل. الشركات اللي كانت قطاع اه عام لما تحاولت لقطاع اعمال واراضيها تباعي. وقعدت الدولة تشتكي ان الارض دي الدولة كانت مخصصة على بالمجان بالمنازل. بالمجان. المستثمرين لما قعدوا يقطعوها ويبيعوها على عينك يا تاجر والدولة بتتفرج عليهم احيانا او بترفع عليهم قضايا وتقترع احيانا المواطن ما استفدش حاجة. فاحنا بنقول الفلسفة السليمة للتصرف في اراضي الدولة هي حق انتفاع طويل الامد. احنا كنا بنقول يا اخوة حق انتفاع تسعة وتسعين سنة. لما هو الراجل قال ده انا بقى اعمل خدمة مجتمعية انا قلت له عظيم. لو المنطق هو الخدمة المجتمعية انا بدعوك لان انت اتحولها من جامعة خاصة الى جامعة اهلية. احنا عندنا اتنين وعشرين جامعة خاصة الهدف الاساسي ليهم محدش قل لخدمة المجتمع. طيب. قابل بس ما في نهاية كلامك كده. انت هنا يعني دافعك هو اه اه حماية اه اموال الدولة والشعب يعني. ازمتلي بس في النقطة دي. لو هو الراجل دافعه وطني بحث زي ما بيقول فعليه انه يقبل ان يحاولها الجامعة اهلية غير هدفة للربح على غرار جامعة النيم. لو هو راجل هدفه انه يخدم المجتمع وفي نفس الوقت يكسب فيبقى من باب اولى ان احنا ندافع عن حق الدولة. اللي انا بقى مش فاهمه في منطق عدد من الزملاء النواب ورأيهم يحترم وده حقهم. اه اه. واللي حاسبهم الناخبين. اللي انتخبوهم مش احنا اللي هنحاسبهم. لما يبقى لنا وجهة نظر احنا متمسكين بيها وبندافع عنها من غير ما 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 هو اللي عمل خناء انه انه قالك ده شوء اعلامي وانتو بتزايده? هل معقول هل معقول انه كل نائب يبقى له وجهة نظر بيحاول فيها انه يتمسك بحق الدولة. وحق المواطنة. انه يتهم بالمزايدة? هل ده كلام منطقي? وبعدين احنا قلنا ايه انا اه يعني انا والزملاء في تكاتل الخانسة وعشرين تلاتين بما ان احنا اتهمنا بالمزايدة. قلنا ايه? اصل اللي تقلنا يا سوز واي الغريب جدا. بيتقالش معنى هو ما الجامعة الفلانية خدت بجنيه والجامعة الاعلانية خدت باتنين جنيه والجامعة الترتانية خدت بتلاتة جنيه. فبنقول لهم يا جماعة وبص حضرتك المساواة في الظلم عادل. فقالنا لهم لا المساواة في الظلم ظلم. اذا كانت الجامعات دي خدت الارض دي هي كمان بالطريقة دي فاحنا من بكرة هنفتح الملف ده كله في اطار في اطار. ملف اراضي الدولة كلها اللي احنا مقتنعين. انا مش عايز حد يرفع شعارش معنى وفلان آآ نهب وما حدش كلمه يعني. يعني ده منطق. اللي اللي نهب نستعيد ما 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 نهبه يعني. يعني انا بعاتب احمد الشرقاوي وهيسم الحرير ان لما جي تحت ايديهم اوراقه مستندات تخص الجامعة دي واستخدموا حقهم اللائح وقدموا طلبات احاطة. اعتبوا ما قلوه مش معنى. طب احنا بندعو كل المصرين اي مواطن مصري. اه. عنده اي ملف متعلق بالفساد بصفة عامة. وفي اراضي الدولة بصفة خاصة. وفي الاراضي التي تم تخصصها للجامعات الخاصة على وجه الاخص. يتقدم بيها. لينا. طيب احنا. انا باش طيب اه اللي حاول مسألة التراشق بالآ بالآآ بالصايحات والصراخات بهذا الشكل كان يمكن انه يتحول لتشابك ايدي يعني. الا اوال امر لم يصل الى الى هذا الحد. بس انا عايز اقول لحضرتك احنا ما احنا احنا ما كناش بنتخانق على مسألة شكلية او فرعية. ممكن ان احنا نتطبط على واحدة فيها خلاص. ده قضية جوهرية. وقضية بالنسبة لنا احنا في سكاته الخمسة وعشرين تلاتين. هي قضية ذات اولوية قصوى. طيب. انا بشكركم يا احمد اه تعليق اخير استاذ محمد الحناوي. يعني ما 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 تسيب يعني الراجل ازا كان يعني اه نهب اموالا يعني ونهب اراضي يعني ما ما تسيب ده للسجال بينه وبين النواب يا استاذ محمد. هل مهمتك هي الدفاع عن مستثمر او الدفاع عن راجل اعمال. اه طبعا مهمتك يدفع على مستثمر طبعا. طب ما تدفع عن اموال الدولة واموال الشعب وسيب لو احمد التنطوي غلط. لو ايوة. الراجل يدفع عن نفسه يعني. قالتيني سيبني بقى يا جو. صح دي ده حاجة انت اديتو الفرصة يعني. انت اديتو الفرصة اوال بيه. ما هو تفضل ما انا بدأت بيه. انا عايز اتكلم. زي ما اديتو الفرصة يتكلم سينا اتكلم. طيب اتفضل اتفضل. اه. حضرتك زلاشي هو احمد دي قال كلام واضح. قال كلام واضح. الراجل الراجل ده لما 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 راح خد ما راح تسرع الدولة. راح وزير الاستثار ورئيس الوزراء اللي بيديه التطريح ده. يعني الحساب مع حساب لو احنا كده يبقى رئيس الوزراء بتاعنا بيدي قرار غلط. ايه طبعا هي مهمة مجلس النوابية هي محاسبة المسؤولين. يا استاذ واقل لسرع تبنا كمل لحاجة الاخر. طيب هتخانم معانا كمان يا سيد محمد يا. بس حقيقي ديني الفرصة زي ما ديتو الفرصة. انا مش معاك في المجلس اتفضل. لا انت حقيقي ديني الفرصة بعد ايه اصلا حضرتك. ما تقول ليش فساد وانا بدفع على فساد. عشان حقيقي كده بتوجي الموضوع لحسة تانية. طيب اتفضل. اه يعني انا انا حضرتك دلاشة لو حقيقي الماء تجي قدم طلب الاحاطة لجميع جميع الاراضي. اللي تبقى الطريقة دي للدولة. كلنا كنا هنعمل كده. وهنسكت. ما فيش اي مشكلة هون. بس بس لو هو هتقدم لحد بس المشكلة شخصية. او تصفيت حسابات شخصية بينهم. في المنصورة وجواهر والحاجات الشخصية اللي بتحصل في الاراضي هناك. لا اهلا برضو. ايه اللي يخليك يبقى تصفيت حسابات شخصية وتتاهم جملائك وزميلاتك بهذا الشهر. يا فندم اصل الجامعات كلها ما باينة كان طلع بكم. ده هو انت عارف حضرتك اوال بيه? انت عايف اوال بيه واحدة واحدة بس حقيقي اسمعني. طب حقيقي اسمعني. انا بقول له حقيقي ان اما كان استنادهم ان الراجل تقيم له الارض في مزاز كان في طميات الجديدة في تلتمية وخمسة جنيه. يعني طلع يعني طلع مزاز. طب ما هو يدافع عن نفسه هل مهمتك انك بتلعب اه دور اه يعني لو اكتشفنا انه الراجل ده سارع يعني او اخد او ناهي. محتاج استثمار يا استاذ وقال. بلدنا محتاج نسجع المستثمرين يجوا واشتغلوا. ما هو كم من الفساد يتم باسم الا استثمار. ايه. 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 في استثمار والناس بتشتغل. ايه. يا عام ما نستثمر نبني مصانع ونبني اه وحدات انتاجية. يا جامعة مصنع. ما هو ما هو بيكسب. ما هو الراجل قالك بيطلع له كم مليون يا جماعة على ستمائة مليون كم? ستمائة مليون. طب ما تسيبه هو يدفع عن نفسه. طب هو دفع عن نفسه واحنا عاديين بنحكم. ما البعض هيقول انت صاحب مصنع ما كمانش يدفع عنه. احنا عاديين بنحكم. زي ما انت زي ما انت بتتاهم زملائك بانهم بيعملوا كده تصفيل زملائك. الحوار الحوار اتاخذ ما دخلنات في جوهر الموضوع تاعت الخناع عشان نتخاني. انا بس اللي مندهش له انك يعني مش عايز اقول دايما تعبير كده انه ما ينفعش تتخاني الحساب حد يعني. لا يا خدم حضرتك انت انت حقيقي اللي بتوجه الاعلام بتاعك كده غلص. ما تسيبه هو هو الراجل يتوجه الي اتهمات بالخساب. انا بتوجه الاعلام بتاعك كده غلص. وحضرتك انا عمري ما دفعت على حد انا معرفوس اصلا لحد ما دخلت لكنا ورايح. انا رايح بس انا راجل بافهم وعايز مصلحة البلد. انت بقى ناس مش عايزة تفهم وعايزة تخرب البلد دي حاجة تانية. يعني احنا مش عايزين اللي يفهم يعني. انت انت بتفهم انت والمستثمر فقط يعني. انت بتفهم انت هو راجل الاعمال فقط واحنا كلنا بنفهمش. يا استيز محمد. عشان خاطر هو راجل محترم وشغل في البلد باحترام وشايفين في احترام ما تسيبه هو يدافع عن نفسه يا جماعة انتم مهمتكم مهمتكم مساءلة ومحاسبة المسؤولين. انا ما عنديش مشكلة هو يدافع عن نفسه. هو يدافع عن هل انت هل انت رايح مجلس النواب عشان كده? انا رايح مجلس النواب عشان ايه? بتلعب دور رقابة على السلطة التنفيذية يعني انت اللي تحاسب المسؤولين. وتقدم افطارا وتشريعات يعني. المسؤولين صح. المسؤولين. يا فندم المسؤولين صح. انا شايف المسؤولين عملوا واجبهم صح. انا شايف سابت رئيس. يا استيز احمد تنطوطة تنطوطة عليه اخير لانه بقول المسألة تصفيد حسابات يعني. فضل. انا اه اه يعني اه 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 بالجميع انه يصف نواب محترمين تحركهم الغيرة على اه اصول الدولة وعلى ارضها ان يصفوا بهذه الاوصاف. مرة تانية انا قلت كلام محدد. قلنا احنا لا نعرف صاحب الجامعة ولا عايزين نعرفه. وقلنا للمواطنين المصريين ان اي حد عنده اي ملف يتعلق بالفساد. سواء في ارض الدولة او في غيرها. فهذه الجامعة او في غيرها فعلي انه يتقدم بيها. انا برضو علشان ما تتقلش معلومات غير دقيقة وما نردش عليها. احنا استشهدنا بحالة بالمثل في الجامعة خاصة في المحافظة المجاورة. انا مش عايز اقول اسم الجامعة علشان ما بقاش اه بعمل لها دعاية. المحافظة ايه? المجاورة. اللي تخصص لها الارض بالتلتونية وخمسة جنيه اللي قال عنهم سيد النائب المحترم الزميل اه حالا. الارض دي لما تخصصت تخصصت من عشر سنين. كويس? انا بقى شكور بس هاخد تعليق اخير من استاذ جواهر الشربينيه انه الااا استاذ محمد الحناوي منذ قليل يعني التهمه بانه المسألة خلافات على الاراضي وتصفيت حسابات. استاذ جواهر اهلا بيك. اهلا مسابق. احنا اختلافنا انبارها وعلى الليل عيد بس انا النهاردة معاكه اهو. اه افندي ب. اقول Może الوقت الاسبد محمد الاحناوي بيقول انه انتو تقدمتم بزلك تصفيت حسابات وخلافات على الاراضي مع الرجل الاعمال يعني. والله يا سيد الفاضل انا لا بين وبين الراجل خلاف ولا بين وبين اي حد خلافات لا هي مصلحة عامة خاصة بحفظة الدقالية معامل عقد حق انتفاع وحق الانتفاع لصالح المحافظة واحنا بندافع على اللي اللي له حق ياخده. طب يعني هو الراجل ده يهدر على الدولة اموالا بكاميا. والله حسب اللي يعني حسب ما قالوا ان المتر في المحافظة المجورة بتماشر خمسمية واربعين نقول اه يعني اه مبلغ طائلة. لكن احنا محددناش وما نعرفش الاسعار بالحقيقي الا من خلال المحافظة وهو ما دفعش حاجة. هو دافع حق انتفاع يا فندم. اه. ما اني بخش الناس اشياءها. الراجل دافع اشياء اه اه حق الانتفاع خاص بالمحافظة. بناء على العقد لان عقد شريعة المتعقدين. طب وما العمل معاهز العقد يحاسب ايضا يعني. يا فندم الحساب لمكفول لصالح الطرفين. انكل صالح الراجل. طيب. حق ياخده. انكلة المحافظة لا حق تاخده. احنا بنتكلم في الصالح العام يا وائل بيه. ما بنتكلمش لحساب حد على ضد حد. طيب. انا بشكر حضرك بشكركم جميعا. استاذة مواندسة صمر. فساد المحلية المخالفات. ليه الاسكندرية تحديدا ونعايز بس في في نقاط واضحة. ليه الاسكندرية تحولت الى عاصمة الفساد المحليات وعاصمة المخالفات المباني. اه اللي حتى حولت عروس البحر الابيض المتوسط الى يعني كل هذا القبح يعني التي لا تستحق. يعني كل هذا القبح يعني التي لا تستحق الاسكندرية. الحقيقة هي نتيجة وجود احتياج شديد للمواطنين نتيجة زيادة العدد السكاني السكان. واستغلوا الفساد. وظهور سوق استثمار كبير قوي مالي يعني يقدر بحوالي مئات المليارات من الجمهات. وكمان ظهور سوق سوق عمل لشريحة معينة من الناس. اصبح ان رزقهم ومصدر رزقهم الحقيقي وجود المباني المخالفة. مثل الكواحيل وزي البلتجية اللي بيحمل مباني المخالفة وزي قاطني الادوار الاخيرة. فاصبح يعني ايه قاطني الادوار الاخيرة. هما بيدوا الادوار الاخيرة. اه. لفئات معينة. لفئات معينة اه. بالفساد يعني. اكيد طبعا. هل الفئات دي من المسؤولين يعني؟ فيه جزء بيبقى من المسؤولين وفيه جزء بيبقى من الناس الغلابة اللي بيجيبوها عشان ما ينفعش ان هم يهدوا الأدوار عشان فيه حد ساكن فيها يعزف على العمل الاجتماعي يعني فيه أسرة غالبانة فلو انت هديت هيروحوا فين هتشرد أو يدي لبعض المسؤولين مسؤولين في الحي مسؤولين لا في أي مسؤول كبير له سلطة يقولوا تعالى خد في الدور 16 أو 15 مثلا الدور الأخير عشان بس يبقى ضامن أنه هو مش هيعرف ياخد الجيلة لتحتي هدلك هدية من معايا أكيد مع أصلا حديثك كل المهن فيها جزء فاسد نحن لازم نحن نعترب طبعا لا وهو أصلا يعني مش يعني أنا شايف فساد يعني شايفه يعني بالزبط يعني فساد لا يمكن إخفاؤه يعني كل هذه الأبراج الشهيقة هي فساد وبنيت بالفساد الأبراج الشهيقة دي هي يعني نتيجة تعاون الفساد الحقيقة في كل حاجة بما فيها الناس اللي بيجوا يسكنوا يعني في الأدوار العالية تبدأ يعني ده يضيع على الدولة كام؟ يعني إحنا لو قلنا أن في اسكندرية الوحدة يقدر بحوالي الحجم الاستثمار المالي في سوق العقار بحوالي 400 مليار جنيه في حياتك لما نقول أن نصهم تقريبا دلوقتي مباني مخالفة فأنت عندك ناس يعني بتستهلك أو بتستعمل 200 مليار جنيه في طريقة خطئ أو في طريقة فاسد لازم أن نحن نلاقي البديل وفي نفس الوقت بيهاستغلوا احتياج احتياج الناس لأن الناس كلها عايزة تسكن ما أنت في الآخر هذا السوق بيع نفسه فبما أنه بيع نفسه فالناس محتاجة يبقى إحنا لازم نلاقي فالقانون فين؟ القانون حقيقة قانون 119 القانون البنى 119 مليء بالصغارات يعني اللي بتسمح بتواجد هذا أو بانتشار هذا الفساد منها على سبيل المثال أنه لما يبقى في حد مخالف فإحنا ممكن نتصلح معه وندخل المرافق وما تقدرش تزيل لو في حد ساكن فخلص مجرد ما تلاقي حد ساكن ودخلت له المرافق ما أنت مش هتقدر تيجي نحيده في حاجة وفي نفس الوقت الظهور الكوحيد طول ما ما فيش عقاب ما فيش عقاب ما حدش بيتعاقب هتفضل الظاهرة منتشرة وبقصه الكوحيد اللي هم الكوحيد اللي هو الأسامي اللي بتبقى مكتوبة على أنه مسؤولة أو أنه مالك العقار وهيدك تريد حد تدور عليه بعد كده تلاقي ملهوش وجود أو تلاقيها حد بسيط أو عامل بسيط وهرب أو لو عارفوا يمسكوه ده يعني حالات ندرة جدا وفي نفس الوقت برضو وجود قلة الإمكانيات للسلطات التنفيذية علشان تقدر أنها تراقب أو تنفذ قارة الإزالة وطبعا بطء الإجراءات يعني عبل ما تتعمل قارة الإزالة ويروح عشان يجي يتنفذ يعني قلة الإمكانيات وعشان الفترة الزمنية عشان يجي ينفذ يكون قارة سكن فما تقدرش تزيله خلاص هي الوقت المسموح به كم من الأدوار لا حسب كل منطقة هي مرة ونص عرض الشارع مرة ونص عرض الشارع عشان كده يعني بس كل الأبراج الشايقة اللي أنا شايفها دي كلها ثلاث مرات واربع وخمس وعشان مرات عرض الشارع وبالتالي مأثرة يعني ما خلفش في دور أو اتنين يعني لا أحيانا بيبقى كم توصل مخالفات أحيانا يعني أنا هقول لحالتك أنا أنا شخصيا قدام قدامي عمارة شارع شارع كله ستة متر طلعها سبعتاشر دور فالك أنت تخيل سبعتاشر دور وهي يجب تكون كام هي المفروض تبقى تلات دور تلات أدوار يعني يعني تلات أدوار في ستة بطمانتاشر يعني هنا ده ستة أضعاف إلا شوية يعني بالزبت كده يعني عمل حجم مخالفات ستة أضعاف عن المسموح له بها ده بيخلي إيه بقى حديثك أن اللي عايز يمشي صح أو اللي ماشي بالقانون يخسر لأن مش ممكن حديثك بقى اللي ساكن جنبه أو العمارة اللي جنبه لما يجي يبيع الشقة لو عمل تلات دوار المفروض يبيعها بنفس التمن اللي التاني بيع بيه الثمنتاشر دوار أو السبعتاشر دوار فهتلاقي الشقة عشر أضعاف ثمن الشقة اللي جنبك فمش هتبيعها بتخسر طيب موانس مايكل قولي هنا الفساد بالشكل ده طيب ليه القانون عاجز عن التعامل معاه وإيه الحل الحل يعني هل الإزالة تنفع مش هتنفع إيه الحل هو مبدئيا بس يعني أنا عايز أتكلم على يعني عوائد الاستثمار في النقطة دي النقطة مهمة أولا حدك ذكرتها حجم الفساد والاستثمار شكله الدين إحنا بحزبة بسيطة بس عشان ما يبقاش إحنا بنقول كلام مرسل أو كلام بدون سند إحنا تقريبا عندنا في اسكندرية حوالي 70 ألف عقار مخالف وخلمة مخالف دي بتنقسم بشقين يعني الشق الأول إنه واحد زي المواند الصمر كده بتتكلم إنه واحد أخذ تصريح بثلاث تدوار بيطلع 17-18 ومخالف إنه فيه عمارة طلعت بدون تأخيص أصل تقريبا يعني في مساحة أرض 300 متر يعني إحنا بنتكلم في 3000 متر مربع مخالف في العمارة الواحد سعر المتر الواحد بيتكلف حوالي 1500 جنيه لو إحنا تكلمنا في 70 ألف عقار يعني حوالي بحزبة بسيطة 315 مليار جنيه 315 مليار جنيه مليار جنيه ده مش سعر بيع ده سعر تكلفة اللي هو 1500 جنيه سعر البيع بيتروح من 4 لغاية 7 يعني إنت منموم إحنا بنتكلم في حوالي أسعار البيع تقريبا فوق 950 مليار جنيه العمارة دي طالعة إزاي يرجع كده أسطلح أشرف يعني ده يعني أنا من رصاص ده إيه قال إيه ده على الشمال يعني يسموها دلوقتي السروخ دي السروخ سروخ فساد أصبح مصطلح مصطلح مستخدم دلوقتي هو سروخ فساد وده طبعا مخالف يعني أه طبعا مصطلح حد ذاته أعجاز إنشائي بصراحة يعني من عايز يعجاز الإنشائي بس مش في الفساد يعني أعتقد المصممين يعجزوا يعني أنتو بيسموه فعلا سروخ ده أصبح مصطلح ومعروف خلاص السوق أنا نفسي اتفاجئت إنه هو أصبح ومنتشر عندنا مناطق السكنية كلها كده دلوقتي أنا بقى إحنا بنوصف الشخص السروخ ده اللي هو بيحقك نجاحا كبيرا يعني ما هو ده حقق نجاح في الفساد برا ومش حقق نجاح ده أو يبقى لعيب كده في عيونك بقى جون جاي بقون السروخ وبتاخد في حجم الاستثمارات يعني أنا نهارا نحن بكال خمسساشر ده 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 تكلفة الإنشاءات مش البيع البيع بتتكلم بقى يعني أنا حسبت على 1500 جنيه متر اللي احنا بنتكلم في بيع فاحنا بنتكلم تقريبا من 4 لغاية 6 على حسب المنطقة أو 7 كمان في بعض المناطق فاحنا بنتكلم في فوق 950 مليار لما أنا يعني النهارده الدولة فين بقى في الأرقام ديت حق الدولة فين يعني دي مبدئين بالنسبة لموضوع يعني دي نقطة مهمة قوي انقابة المهندسين ودورها في القصة دي النهارده قانون البناء بتاع 119 بيقولك ان انت لازم تجيب شهادة إشراف وده المفروض بيطلع في انخابة المهندسين والأغرب اني مع ان انت بتجيب شهادة إشراف ممكن القانون بيتحلك اللي هو 119 اني بعدها بشهرين المهندس اللي فيدي شهادة إشراف يعمل حاجة اسمها تحلل تحلل منها يقولك ان أنا خلاص اني مش هكمل مع المقاول دوت وتقريبا كل شهادات الإشراف اللي بتطلع مجسم من بعدها بتلات أربعة شهور الناس كلها بتعمل منها تحلل فإذا ما فيش مسؤولية بس أنا عايزة تواقف الأول عن درجة انت بتقول ده فعلا يضيع على الدولة يعني في في حدود 350 مليار انت 350 مليار ده تكلفة تكلفة إنشاءات تكلفة بيع انت بتكلم فوق 950 مليار انت بتخيل الجاف فرق قد دي يعني هو المعروف كده الجنيب 3 و4 يعني في المباني جنيب 3 و4 واخد بالسيادتك فطبعا أرقام عادي قوي أرقام عادي قوي بتروح الدولة طيب قبل بس ما اسمع الـ الـ طيب استاذ حسان من لوقصر بسرعة استاذ حسان تفضل سلام عليكم الزوال عليكم السلام وانطلوبك تفضل أنا حسان من الأقصر مقاول عن عملية ضراهب مجمع ضراهب طيبة بالأقصر تمام إفنديم تم التعاقد معي على 2.650.000 وكان فيه خلل في المجايسة الموضوعة والرسومات الإنشائية بدأت وجبولي أعمال إضافية ب7 مليون لاستكمال الهيكل الخرصالي بوجمع ضراهب طيبة إلا أن تعنت المسؤولين معاي رفضوا الصرف برغم أنا معاي وجود موافقة سلطة مختصة الوزير ما عليك يا أستاذ وائل والمستشار محمد قشطة النعب الأول لرئيس مجلس الدولة هو فضلي إلا أن تعنت المسؤولين بقيادة حالة محمد عبد عزيزي مجيرة الحكابات وللسا طلعت عبد ملعن مدير العلاقات العامة أنا بوصل صوتك وإن شاء الله يبقى مستجيب معاي المونة من الأسكندرية تفضلي محمود من الأسكندرية تفضل أهلا يا أستاذ وائل إزيك فضل أستاذ محمود تفضل إزيك يا أستاذ وائل أهلا بيك أهلا بيك تفضل يا رجل يا محترم يا الصوت الحر والصوت الجري الله يخليك أستاذ محمود الله يخليك الله يبريك فيك أنا من منطقة غرب الأسكندرية اه. فانا شوفكم اتكلموا على موضوع مخلفات البناء. اه. شعلا مخلفات البناء جريمة. بس ما هي الاسباب التي ادت الى ارتكاب هذه الجريمة. يا استاذ والا احنا في غرب اسكندرية عندنا خمس جهات يتنزع ملكية العرض. ام لك مستردة او اف بنك الناصر ام لك اميرية تمام. كلهم يعني ان رحت تشتريه من المحافظة يطلع لك بنك الناصر. اه. رحت البنك الناصر يعني عايزين توحيد جهت التعامل على اراضي الدولة في غرب الاسكندرية. تمام. الحاجة التانية يا استاذ والا. لابد من تفعيل قرار المحافظة رقم تلتمية اربعة وعشرين لسنة اربعة وتمانين. لهو بتسويت اوضاع الحائزين لاراضي الدولة قبل اربعة وعشرين واحد اتنين وتمانين. ده حيحصل. طيب. المحافظة حتحصل سبعة مليار جنيه من غرب اسكندرية فقط. فنرجو من سيادة كنت راجل جريء وراجل محترم وراجل صوت الحق تتبنى هذه المشكلة. ولازم نفرق بين اللي عايز ابني بيت يدرى فيه هو ولاده. ان شاء الله انا بشكرك نادية من الجيزة او استاذ نادية تفضلي. ايوان السلام عليكم. عليكم السلام اطلابك. اتفضلي افن. ازاي حطرتك. اهلا بيك اتفضلي. بص بص استاذ واقل انا اللي هي شقة في اسكندرية في شرع صديقات الكتاب المقدس. المفروض العمارات كلها المبنية تبقى على صف واحد على جاني الشقة دي تشوف البحر. فارض فضية جنبنا جاء طبعا اسكندرية فيها مقاولين حيتان. بيدوا المحليات بالملايين. اه. طلعت العمارة لنص الرصيف. انا ارملة. وكان عندي ولادي. وانا عيانة. كنت عايز اتعالج واجوز ولادي. كنت هديها الشقة بمبلغ. لما غطى لما طلع لنص الرصيف غطى على الشقة. طبعا نص ثمان هنزلي. لما جيت اتكلم معاه البوديجارد كتوع اللي واقفين. قالوا لي ده دافع ملايين لحية هتروحي فين يا حجة. ارجعها ارجعها خلاص مفيش فايدة. طبعا يعني انتو بتكلموا على حق الدولة. وحق المواطن الغالبان اللي ضايع في الدولة دي. مين يجيب لي حق? الشقة خلاص نصطها. لا ما وخلي بالك حق الدولة ده وحق الشعب يعني. يعني مش الدولة يعني في النهاية دي فلوس الناس فلوس الشعب بقى. لا لا بصراحة. اه يعني احنا. طبعا وانت لو لك حق ده. اه. خلاص. خلاص الشقة توقف حالها. وما حدش عايز يشتريها عايزين يشتروها بربع التمن. لانها خلاص وطلع نص وبانا وسكن. وطبعا استحالة حد حيقدر يخرجه. ولا استحالة حقدر اخد حقي. واصبحت الحقوق ضيعة. وانا مش بقول. لا بنوصل صوتكم ان شاء الله اه نتابع معاك نشوف اه ناجد حلا لده بقى. اه. اه. سيد سامير من دميات اتفضل. ايوو سيد 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 وقال. فضل. قلم بيه. زيتك العندي هنا مشكلة في القلب الحي. رقوة بات اتبنى. اه اعملوا عوامات البات. والسقف الرابع دايب. السقف الرابع دايب. اعملوا عوامات. وابنوا دور. وما حدش ايجا من من الحي. محدش بيجي من الحي. محدش بيجي من الحي. محدش بيجي من الحي. ولو واعتبر البلاغ دوت. بلاغ. طيب. على الهوى. ولو عاوز. بنوصل صوتك يا عمد. الف شكر. اه. طيب خلينا اسأل مهندس عبد اه 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 عبد المنعم صالح رئيس جازل تفتيش على المباني في الاسكان. اه مهندس عبد المنعم اهلا بيك. اهلا بيك اول بي. زي حضرتك الفاني. مصر عبد المنعم الوقت ان انسان ضيوفك بتحدثوا عن انه فيه مليارات بتضيع على الدولة بسبب اه مخالفات المباني فساد المحليات. المخالفات اللي احنا شايفينها اه امام اعيون بالاضافة الى يعني صناعة الكبح وصناعة التدمير المنظم اه في الدولة بهذا الشكل اللي انا شايفه يعني. اه طيب احنا نعمل ايه امام هذه المخالفات اه 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 مهندس عبد المنعم تفضل. حضرتك المخالفات البناء دي دي ظاهرة اسف اه سيئة جدا. وبالضور المجتمع المصري اه كافة اه اشكاله كافة معسساته. اه اه والمخالفات دي من زمان يعني مخالفات المباني دي من زمان يعني السبعينات والزمانينات بدأت من عديد نصر والااا ومنطقة الزمالك والمناطق اللي هي كانت في القاهرة بدأت المخالفات فيها والارتفاعات الزيادة عن القانون. اه طب ليه كل دول العالم عند دول قوانين توقفها? الظاهرة بتستمر ليه? التحليل بتاعنا والدراسات بتاعتنا اثبتت ان عدم تنفيذ قرار الازالة من اول ما المخالف يبتدي يخالف شجعت للأسف الناس او ضعاف النفوس على انه يكمل او يستمر في المخالف. لكن لو الجهة الادارية او المحليات او الاحياء مجرد ما المخالف يبتدي يشرع في انه يبني عقار مخالف بدون ترخيص او مخالف للترخيص او يعلي عقار بدون ترخيص مجرد ما يبدأ مجرد اه لو بسرعة نفس قرار الازالة ها اكيد اكيد ما حدش هشال لكن للأسف هذا. تب ما بنعملش ده ليه? الحي الحي ساعتك او الجهة الادارية بتعمل اجراءات ورقية. قرار اقاف وقرار ازالة ومحضر مخالفة. يعني بتعمل شقين شق اداري بالقرار الازالة ده وقرار الاقاف والشق جنائي بتعمل محضر مخالفة وبيروح النيابة وبيروح المحكمة. للأسف للأسف معزم الاحكام القضائية اللي بتصدر للأسف بتبقى غيابي نمر واحد بتدي براءة في بعض الاحيان بتدي عدم وجود المتهم نفسه بسبب ظاهرة الكحول اللي زي ما اللي قالوا عليها. اه اه فدي فيه قصور شديد في هذا التجاه. اه. فا اه. الكحول اللي هم يجيبوه يعني شخصا اه. الرخصة بتصدر باسم شخص ليس له علاقة بالعقار خاصة. هذا الشخص ممكن يكون متوفي. هذا الشخص ممكن يكون في الطعيد. ومطلع على الرخصة الدرية. وبالحضرتك. واتباعي الاجراءات تتعملت باسمه. وهذا شخص واهم ليس له اي حقيقة على الواقع. معقول ده معقول ده يا بشمونت ما. وده معناها انه انه المؤسسات هنا يعني عاجزة عن انها تعمل منظومة. منظومة ضبط ورب. اه تحرر الشرطة بتحرر. لكن ما بتوصلش ليه. اسم المخالف الحقيقي يا فاندي ما بتوصلش ليه الشرطة في بعض الاحياء. لانه شخص مجهول. عشان كده بنقول. فالالالالالالال. يعني هل هل القانون يعجز عن انه يعني يقضي على هذا التحايل؟ القانون 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 قو جدا. يعني مساعدت القانون مية وتسعتاشر سنة سالفين وتمانية. قانون هناك المؤهد. القانون قو جدا. ومش عاجز. لكن العاجز كله في التنفيذ. العاجز كله. يعني. انت عطارات اعزالة مسلا في اسكندرية سبعين الف عقار مطالفان. عندنا في مصر تقريبا يعني حوالي ستمائة الف عقار مطالف. ستمائة الف. تقريبا يعني. لليعما يبقى في اسكندرية بس سبعين الف يعني ده. سكندرية من اكبر المحافظات تأهلية من اكبر المحافظات المباني المفالفة. بحنا عشان كده صورنا في الدهازية وسكندرية. اه. يعني هنا المخالفات لها اسكاب ايه? وهناك دي عشان هناك قلة العمران بتاع المحافظة الرقعة الزراعية كبيرة فبتدي اتعدى عن الرقعة الزراعية. اسكندرية فيها كتيرة لان كل واحد في مصر عايزي بتاع عنده شقة اسكندرية. فسوق كبير للعقارات في اسكندرية. لانه يعني كل واحد عند نفسه. طب هنا وزارة الاسكان تعمل ايه يعني هنا. وزارة الاسكان ممثلة في جهاز بتفتيش حضرتك يا فانتم بيعمل تفتيش دوري. احنا ما نبطلش تفتيش على الاحياء والمحليات. منحول الناس كتل للنيابات والمحاكم بسبب مخالفات الاستقصال. وبنبعد تأرير يوميا. بيطلع من الجهاز تقارير لجميع المحافظين والمحافظات والسكتورة العامة. كده محلي يعني الوقت انت عايز حل استقصالي يعني هنا انا شايف فساد ينمو امام اعيننا وانت عايز استقصال كيف يمكن ان استقصاله. اللي حالك بتقول عليه ده? نجاهز. بنسمعه بقى لنا تلاتين سنة. اه احنا نجاهز نفسنا كأز 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 كأز. هلو? هاتفضل ان سمح حضرت. احنا نجاهز نفسنا ان اي نرصد المخالفة ونزلها فورا. حتى لو ما تقيتش باي اجراءات يعني مش لازم اعمل اجراءاته يعني في المخالفة. ممكن اروح كجهة ادريه ازلها ازلها. بلين ما اعمل اجراءات الاول يعني مرور ما. هل انا بعمل كده في الجديد? خلاص يعني ما ما نشأ نشأ. انا انا شايف دلوقتي يعني من السنة اللي فاتت تقريبا او يعني من السنة 2014 تقريبا. بدأنا فعلا ننشط في ان احنا اه اه نزيل مخالفات وبذات المخالفات على الاراضي الزراعية. يعني انا شايف دلوقتي بازالة المخالفات على الاراضي الزراعية وبذات اللي بنشأ منها جديد. بدأت تتصد لها بشكل كويس جدا. واحنا بنرصده يوميا من خلال تقاريرنا للمحافظين. بشكر اه حضرتك اه في تعليق اه اخير بقى يا مهندس كريم عشان نبقى نكمل ذا. طيب ايه ايه الحل يعني? الحل يا فندم هو اه تطبيق قانون مية وتسعتاشر التطبيق بتاعه محتاج اه عملية انضباط. عملية انضباط بمعنى ان انا اقفل تماما على اي شخصيات تكون اه زي الكحول او ما شابه ان هي تتدخل في المنظومة دي. انا عندي تلات اطراف. عندي مالك من العطار. احنا عندنا يا جماعة حياة لنبتدع يعني الكحول. ما هو ده. شخصا. يكون البحث عنه. بالزات. صعب جدا. تمام. عشان لو قاضيت تبقى انت تقاضي شبحا. بالزات. وتبقى كاينك تلاحق شبحا. فانا اقفل بند التوكيلات تماما. وابتدي اتعامل فيما يخص. انا عندي طرفين. الطرف الاول اللي هو مالك الارض او مالك العقار ده لابد ان هو يكون الرجل اللي معاه عقد مسجل. ومعتمد من الشهر العقاري. ده اللي اتعامل معاه. وعملية التنفيذ لابد انا افرقي ان انا اقصرها على المقاولين او شركات المقاولات اللي هي معتمدة من اتحاد المقاولين. ما يبقاش عندي المقاول اللي هو يعني نحن نسميه مقاول ابو اللي بدا اللي هو غير معلوم. ليه بنوصل المية والنور والمرافق للمخالف? هو يا فندم هي بتتوصل بشكل مبدئي في بداية تنفيذ الاعمال علشان خاطر الارض والدورين اللي هو بيبتدي تنفيذ العمال اللي بده ما بدخله مصدر مية ومية الكهرباء عشان يبتدي ينفذ. بعد كده ما يبقاش فيه سيطرة خلاص هو بيتحايل بقى مع مع الجهات الاشراف على اساس انه هو يوصل مية الكهرباء في الاخر لكامل العقار سبعتشر تمنتشر دول اللي هو خالف بيه. فهي الفكرة ان انا لابد. يعني احنا الوقتي لن نستطيع ان نفعل شيئا امام ما تم بنائه. اه مش كله. يعني فيه حاجات ممكن احنا نبدأ ناخد فيها اجراءات. اللي هو ايه? اللي هي الحاجات اللي اما ما سكنتش لسه نلحقها قبل ما تسكن. وممكن احنا كمان الحاجات. ده بيسكنوا فيها بيقعد لك فيها على طول بلطغية وناس على الفور. ما هي دول معظمهم فعلا كده. بس اللي ما سكنش لسه لازم يكون فيه سرعة في الاداء. يعني سرعة على سرعة متحرك فيها. لان حالتك مجرد ما بيعرف ان رايح له القوة على طول بيقوم. لكن الشاهر ده يعني مش هينفع تعملي حاجة. اصلا حالتك يا مسلا كان فيه محافظ اسكندرية السابق كان طلقار بعدم ادخال المرافق للمباني المخالفة تلع الاف من الاسر. الاف من الاسر فعلا. تظاهروا. تظاهروا طبعا لان هما هيشاردوا. هيروحوا فين. فانت هنا ده ده في اللي تعامل. ما بين العمل الاجتماعي وما بين تطبيق القانون. دي حقيقة. نقول طيب ما نوصل لهمش المرافق لتبدأ سرقة الكهرباء وسرقة الميا وفلوس الدولة. نرجع من طريق تاني. نحن بنطالب بفلوس الدولة بان نحن نوصل للمخالفة. طيب. اذا مبشركم بانه لا حل. لا. يعني هو هو. استحال. ممكن اقول. اه بسرعة. اه. يعني لابد ان انا برضو اللي بيشتري الوحدة اللي هي موجودة في عقار مخالف لابد ان هو يكون عنده نوع من الرضع. يعني لابد ان انا نحمله المسؤولية. ان انت ما يعني اللي بيشتري شايف انه لن تصل عن تفعل معه شيئا. لا هو هو هو. خلال ما قاعد. في حد يقدر اشتري عربية مسروقة. ما يقدرش. لابد ان انا اوصل برضو بصيغة قانونية. ان انا يبقى فيه جهة راضعة للناس. تجرب. يبقى فيه تجريم. في مباني. يعني يبقى فيه تجريم. وقانون يبقى جديد فيها في حتة دي. وفيه نقطة مهمة قوي. اه. حتة اني اني انا النهاردة كنخابة مهندسين. المفروضة عندي مكاتب استشارية معتمدة وبيوت خبرة. اه. المفروضة اللي مكاتب الشارية وبيوت الخبرة دي هي اللي تدي الرخصة والاشراف. ولو هو اللي رصد مشكلة عند المقاول يبلغ الجهات كلها. يبلغ يعني عندنا في اسكندرية المنطقة الشمالية. عندنا الحي. عندنا النقابة. يبلغ. لازم يبلغ. والتنفيذ يطلع. ما يطلع عليش مسلا النهاردة. انا بكلم في الدور الخامس. او السادس او السابع. عبد المجاة ينفز. ابقى في الدور السبعتاشر. يعني انا مفروض ازيل له دورين. فبدل مدينة الخامس والرابع. جميعا وهنبقى نفتح الملف معاكم ايضا في محافظات تانية كمان. اه. لانه الحياة يا جماعة لما تشوفوا ده. والله ده ده التدمير المنظم للدولة. وحبان الله جمالا لا نستحقه. اه يعني. انا وطلع مباني الاسارية. مباني الاسارية كلها. اصخار اسكندرية نصها تضمر. مش نصها. المباني الاسارية. مباني الاسارية كلها عشان ياخدوا الارض عشان يتباني عليه. ما يبع عندي يا الله ويضنع عليها. تتلع من الاسار وتتلع من الاسار. خمسمائة وستمائة وسبعمائة سنة. وانا ما عنديش قانون يعني. كل بلد. لان عندنا تحايل. عندنا قانون. عندنا قانون. عندنا قانون. ولكن التحايل دائم يعني. يبقى احنا في حلقة تانية نتكلم عن مباني الاسارية ونكمل اه معاكم فساد المحليات ان شاء الله. ان شاء الله. للاسف اللي احنا بنسمعه ده يا جماعة يعني. مليارات ضائعة على الدولة جمال بيضيع اه انه الدولة المنظمة يعني. انك تبص كده بيعنيك فتشعر بانه الشوارع منظمة اه في حالة اصطفاف يعني الصف هو صف. لكن اللي احنا شايفينه ده يعني حتى واحنا بنعلق ما تشوفه يعني اه بتنشأ اه او ينشأ الفساد بهذا الشكل. امام اعيننا يضيع على الدولة اموالا اه يحول كل محافظاتنا الى حالة من القبح بيدمر مقومات اه الدولة بالشكل ده. قانون عاجز واحيانا قانون اه يقنن هذا الفساد. اه بعد الفصل حنكمل معاكم القضية التي تناولناها اه بالامس وزي ما بقولكم موقفنا دائما هو اه مع اعمال العقل والعلم اه اه ومواجهة الدجل والشعوزة والاتجار بالدين. ما 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 خرجتش من الضريح بقالك اربعتاشر سنة? يا فن ما انا جيت اه هنا المكان كان عندي ستة وعشرين سنة كان الكلام ده الفين وثلاثة. لغاية دلوقتي ما بخرقش بره خاصة. العالم كله عارف الكلام ده مش مش انا بأس اللي بقول كده او اهل البلد. يعني الدنيا كلها عارف الكلام ده. بالالفين وثلاثة الحد دلوقتي دخلت الشخص من ايه? تبتيني فرصة تكلم. تبتيني فرصة تكلم. تبتيني فرصة تكلمين مش كده? اه. انا عندي العلتين مستراحين جدا يعني الحمدلله انا احنا فقرة ولا احنا فقرة. انا شفت اموار ربامية بعيني. شفت التجليات بعيني مع بابا. يعني مع الوالد. حاجة فوق العقل. كان المقدس ده في جميع تجليات الانبياء والمرسلين. من اول حضرة سيدنا محمد لغاية حضرة ستنا مريم عليها السلام. طب الكلام ده صعب. قدعم وغار. وغار صور. وغار صور يعني. اه. وعند سيادتك كمان ختم حضرة سيدنا محمد اللي كان بيختم دي على الناس. قلت انه رئيس السيسي ظهر في المكان. صورته ظهرت في المكان. اه يا فنزم صورة السيد الرئيس السيسي ظهر في المكان والمكان كمان تتحطى لأبضل كده. ده مش مجرد كلام. انه انه سيأتي مخلصا لمصر. لا لا لا. حفظ. لا 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 ما تقلش الكلام ده خالص ما تقلش غير إن صورة السادة الرئيس التدبيس هو وزير دفاع صورة حضرته ظهر في المكان في سر حيظهر للعالم كله يعني فيه أسرار ربانية من المكان هتظهر للعالم كله يعني الإمام يحيى ظهر للشخص ده وقال له أنا مدفون هنا وقال له أنا مدفون هنا تم الكشف على المكان اللي هو قال عليه بالضبط فكشفوا عليه لقوا المكان على يعني تحت على عمره خمسة متر لقوا موجود جثمان خليل الشهادة طلع من نجلس أعلى طرق الصوفية إن هذا الجثمان هو جثمان الإمام يحيى المطوق بالعروض الراجل قال الجثمان هنا وفعلاً حفروا لقوا الجثمان إنتما أنا ما صدقش إلى بعد كده ليه؟ إنتي شفت ده؟ إنه هو إيه ده؟ شفت معاه ده لما شفت الإمام يحيى هو بطلع له وبيقول له الجثمان هنا دايماً إنت بتعدي الخطة الآن أولاً الأستاذ سعيد زمزم معروف قرية الغار إنه كان بيعمل أعمال حضرتك بتقولي هو قال إنه كنعلي واحد وقال كذا وحضرتك عندك حجتك إنه هو اللي ذكر كذا إحنا أهل البلد بيقولوا إنه ده بتاع عمل هي بتقول ده ده بيزنس مشبوه وإنه الراجل كان الدليل يا فاندر ما هي هتقول؟ طب دليلك إيه حضرتك؟ أولاً أنا قالولي إن فيه سيراميك بتغير وإن الرخام عليه صور بتتغير صور الجديدة أنا بتكلم على الوالد هو راح شاف صورة الشعراوي وموجودة أنا شايفها بالجلبية البيضة والعباية السودة والعباية بتاعته ومسك المسحب أنا شايفها على الفيضة شايفها فين شايفها فين هناك على الفيضة سبق وحررنا ضدهم عدد كبير من المحاضر وقضايا النصف والاحتيال أخرهم المحضر رقم 2376 لسنة 2017 اللي بينصبوا على الناس وبياخدوا فلوس من الناس وبيوهموا الناس بحاجات غير حقيقة أنت بتأكدي وأنا بكذب أنا ليه رأيي اللي بيعمل العقل والعلم وسعادة الدين وأنت عندي لأ ما يعني أضايا من هذا النوع الحياد عندي هو أن أنا بجيب الأطلاق من الإتجار بالدين والدجل والشعوزة أنا شايفه كده أنت شايفان أنها معجزات تأتي من عند الله صفحة العالم ناسمي الشهادة أن هذا الموضوع خارج نطاق الشريعة ومن سما فهو باطل لا أساس لهم نصحة لأن الإسلام لم يقم على المعجزات الناسية هذا التخريق من أين أتوا به؟ هذا الدجل من أين أتوا به؟ هذا نوع من هذا الإلكان هذا نظر على الناس يعني أنا أدعو الأجهزة المختصة أنهم ينسكوا هؤلاء الناس ويقدموهم لمحاكمة عادلة لأن دول بيفسد العقول شهدين أن أحييكم من جديد نهتم بهذه القضايا لأننا لا يمكن أبدا أن نتقدم إلى الأمام وهناك من يجذبنا إلى الخلف بالدجل والشعوزة والإتجار في الدين تناولنا معكم هذه القضية بالأمس ونستمر في المناقشة اليوم لأنه كان فيه البعض يحاول أنه يعلق على المناقشة شخصيات كثيرة طلبت التعليق بالإضافة إلى أنه كمان أعداد كبيرة من المشاهدين طلبت الاتصال بنا للتعليق على هذه القضية سنستكملها معكم مزاعم حول ظهور صور الأنبياء في مقام وضريح الإمام يحيى شقيق السيدة نفيسة حفيدة الحسن بن علي بن أبي طالب سأقدم ضيوفي داخل السوديو الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية أستاذ الشريع الإسلامية دكتور محمد أهلا بيك أهلا بحضرتك أهلا بيك دكتور محمد مهدي رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأظهر أهلا بيك دكتور أهلا بيك دكتور أحمد شاهين الباحث في النبوءات وعلم الجفور دكتور أحمد أهلا بيك والإعلامية الأستاذ هند فرحات كانت معنا بالأمس وتستكمل اليوم أستاذ هند أهلا بيك وحنحاول يبقى معاناك تاني الأستاذ حسام اللي كان اللي هو ابن صاحب المقام والضريح اللي هو يقيم في المكان بقاله 14 سنة لم يخرج من المقام ومن الضريح يعني يقيم فيه بشكل دائم وإحنا سألنا عدة أسئلة متعلقة بذلك حيكون معانا أيضا بعد قليل تعالوا بس نشوف التقرير اللي سجلناه بالأمس وأزعناه عليكم أيضا بالأمس مقام مقام الإمام يحي المطاب بالأنار الأخ الأكبر للسيدة نفيسة هو بنتكلم باختصار للمقام بتاع حضرته ظهر فيه أكبر إعجاز في تاريخ الأرض والبشرية كلها طبعا مش أنا اللي هتكلم وأقوله هو المكان بيتكلم عن نفسه للعالم كله إيه اللي حصل في المكان بدأنا جبنا للمكان يتبني عادي تبني الرخام الرخام كان ركب أبيض زائر رخام في العالم كل إطالي أو تركي بعد كده الوالد بدأ يجيله إذن من حضرته من فيه إعجازة يحصل في المكان لا فتنظر العالم بس بعد كده بدأت تتبلغ الوالد من جميع حضرات الأنبياء كلهم المرسلين ظهرين في المكان هنا ليه لإن فيه حدث هيحصل من العالم كله ودي إشارته من ربنا كده من المكان إن شاء الله وطبعا الكلام صعب يعني الموضوع كان موضوع صعب على العالم كله نتكلم فيه يعني إيه رخام يظهر فيه أنبياء ورسل ما هو شيء شيء غريب وش حضرته كله اللي احنا بنعمل عليه دايرة كاملة دا بالأخمر العين، العين الفم، الطرحة الصمرة وكتفة حضرتها كله جنب حضرتها سيدنا زكريا زي ما احنا شايفينه كده يعني دا واجه ستنا ماريام عليها السلام والطرحة فوق رأس حضرتها بالكتف الشمال بالقم العباية كله فيه فاصل أصمر يفصل واجه حضرتها واجه حضرت سيدنا زكريا عليه السلام طبعا لابس اللبس العربي القديم العقال الشال عين حضرته بالحاجب بالفم بتاع حضرته اختلف عن كل المقامات لا فيه حد بيجمع فيه تبرعات ولا حد بيتبع اتجاه معين للسنة ولا الشيعة ولا اي حاجة انما هو مكان نوراني المتصلين بقال البيت ومحبين قال البيت والأولياء بيستشعروا فيه السكينة والأنوار واهل الله واهل القلوب بيستشعروا الصدق من الكتب فالكلام دا لو كان شعوازة او سحر ينطلع على السزك لكن بيرتد هذا المكان مسقفين وفنانين وقدباء واسد زد جامعات طبعا اللي عنده قلب سليم بيستطيع انه يدرك الكتب من الصدق لكن هذا المقام وانتشار وزيوعه ومحبة الناس وارتياد قلوبهم والأفئدة اللي بتاهوا الى هنا بيؤكد انه فيه حدث عظيم وفيه أنوار وفيه سكينة من ربنا وأنوار قال البيت موجودة في هذا المكان شفت صوت السيدة نفيسة على الحيطة شفت سيدنا يونس والحوت شفت صوت الكعبة شفت ستين عسية هتقول لي ميلة لك انه هي الناس اللي في المكان قالولي انه هي دي كده طب ايه اللي طلع الصوت دي على الحيطة انا معها ما عرفش مش يعني مش مش اكتناعة اعطيان بس هي هي روحة نفسية مش اكتب طمأنينة الواحد لما بيكون دينا يعني غياءة به بيجي زي الجامعة ممكن او حد جامعة مفيش مانا بأو حد جامعة وكل حاجة بس هنا بأوضوي يوم جمعة في ناس دا كاتفة أسادزة كل الفئات بتاعة الشعب بتيجي هنا وبتعامل معاهم حضر سيدنا سليمان عليه السلام وش حضراته كله ده بصص في التجاه المقام كده في التجاه القبلة دي عين حضر سيدنا سليمان والحاجب الشنب ووجه حضراته كله لابس تاج الملك فوق راس حضراته زي ما احنا شايفين ادي الكاتف الشمال باليد كلها ومعصة باليد مسك المنساء موسيقى 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 اللذين يختلفون ومن بينهم مقدم هذا البرنامج يعني هذه القضايا زي ما بقول لا يمكن ان نكون على الحياة فيها بنصف ما يحدث بانه دجل وشعوزة واتجار بالدين هنحاول بين وجتي النظر من يتحمس لها ويؤكدون ظهور صور الانبياء بالفعل في قبر ومقام الامام يحيى وبين من يعترضون دكتور محمد شحات الجين لما تسمع ده يعني مقام للامام يحيى وهو شقيق السيدة نفيسة يعني ويؤكدون انه بتظهر صور الانبياء فيه كل الانبياء وحتى يعني حيجيبوا مجموعة من الصور تاني للسيدة مريم وايضا للانبياء وزي ما شفت وبشرح انه ده العين وده يعني هل ده يعني يستند لأسانيد دينية ولا اتجار بالدين وده جال وشعوزة بسم الله الرحمن الرحيم قبل بس مع حضارك تكمل ده ايضا الصورة اللي بيقولوا انها ليه السيدة مريم العزراء وظهرت في الضريح ومين اللي معاها أستاذ هيند بتقول الملتصق بقولنا سيدنا زكريا وسيدنا زكريا بس في صور تانية كتير ممكن تتبص عليها يعني هو حضارك بس بداية كده انا يعني هذا الكلام الحقيقة في ان يقال في وسط الهموم اللي بيعيشها الاسلام والضربات الموجهة اليه من يعني من الغرب واننا مغيبون واننا نعيش العقل المسلم ده بيعيش في الماضي وبيعيش في ظل افكار هي خرافات في الواقع واساطير وبدع الحقيقة انا باعتبر ان هذا الكلام اغتيال للعقل اغتيال للعقل المسلم واضافة لتحديات اخرى يعني احنا تحديات عندنا داعش وعندنا انصار بيت المقدس وعندنا هذا تحدي اخر وتحدي قاصم لان حضارك كونك دلوقتي نلغي العقل واعمال العقل بحجة اننا والله اصانا شفت اه ده ممكن افسر دي عين وده رأس وده كذا وده كذا زي ما قال الاستاذ حسام يعني في شرحه الان اما حضارك بدأت الحلقة ده طبعا ده نوع من انا شايف تغييب العقل فعلا وده يخالف التغييب العقل ده ليه لانه هو دلوقتي هل هذه معجزة يعني عصر المعجزات انتهى واحنا عندنا من المقرر شرعا النظر شوف حضارك النظر العقلي لتحصيل الايمان النظر العقلي لتحصيل الايمان لانه الايات والاحاديث الشريفة بتؤكد على العقل وان اداة المعرفة الله سبحانه وتعالى والعلم باصول الاسلام ومعرفة تكاليف الاسلام ايضا والشرع معرفة تكاليف الشرع انما هو العقل ولذلك حتى اعتبر حتى وده ثابت جدا احتفاء الاسلام بالعقل في اكثر من موضع يعني افلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يعقلون افلا تتفكرون ان في ذلك الايات اللي قلوا انها كل كلام ده وتلك الناس اه وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العلمون عقلي ايضا وبعدين يجي الحديث يقول لي يرفع القلم عن سلاسة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ عن المجنون حتى يفيق طب وبعدين ما هو ده قاسمه المشتركية انا حضارك الناس دي ليه اعفيت من تكاليف لان العقل لا او العقل بتاعها الاقل اه يعني النائم لانه عقله خلاص هو رجل يعني ميت متصورة وانه ايضا بالنسبة للمجنون لانه لا عقل له وبالنسبة للصبي لانه لم يصل الى النمو العقلي اللي يقدر يدرك به الاشياء يعني فانا عندي كل هذه القواسم التي تؤكد على اعمال العقل والذي جعل فعلا من اصول الاسلام كما قررها العلماء العقيدة النظر العقلي لتحصيل الايمان هذا واجب المسلم على فكرة هذا واجب المسلم ليست مسألة طرفية وليس واذا كان البعض يقول نقلد الاسلام عاب على التقليد او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اما الناس واذا قالوا بلنا التبع من الفين عليها ابانا يعني كل كلام ده ازاي كيف يمكن وفي نصوص محكمة يعني احنا بنقول حضرتك من ينظر الى هذه النصوص بنجد انها نصوص قطعية الثبوت والدلال قطعية الثبوت لانها جاءت من لدون حكيم عليها انا عشان اخلى عددك تكمل بس لان احنا كمان اه بعد حلقة الامس يعني ذهبنا وسجلنا من جديد اه مع اه حسام اه زمزم ابن اه الشيخ سعيد زمزم اللي هو اه صاحب المكان وحسام بيعيش في المكان زي ما بقولوكم من اربعتاشر سنة اه لم لم يخرج منه ولا حتى علشان يعني انا قلت له حتى ولا عشان تجيب اي حاجة لا يعني هو يعيش بشكل دائم اه داخل اه هذا المكان طيب سجلنا معاهم وسجلنا اه داخل القبر اليوم في حاجة اسمها روحانيات روحانيات دي لها ناس معينة بتحس بالحاجات دي ريحة مسك كنا بنشمها من قبل ما المكان دوت ايام كان المكان دوت بالقوعد اللي هي ايه معمولة بطين احنا بنحس براحة نفسية لما بنخش الله وكيل احنا متربين هنا وبنحس براحة نفسية لما بنخش بحس براحة نفسية كبيرة جدا في المكان بصلي بتعبت بقرأ القرآن مكان بتحس نوع حتى من الجنة السور اللي عالحيطة بتندرك تحت نوع معين من العلم مش كل الناس هتقدر تدركه اللي هو العلم الباطني او العلم اللدني وده معناه انه مش مذكور في كتاب او ما ينفعش انت تقوليلي هو ده جمنين ده بيبقى علم ربنا بيفتح عليه على اولياءه والعارفين بيه واللي هو يختاره بيجيله في رؤية في مقام في جلسة علم في جاة حلقة ذكر في خلوة مع الله طبعا هنتكلم عن تجلي الامام علي بن ابي طالب عليه السلام واضح جدا قدامنا هنا الوجه وجه حضرة الامام علي بن ابي طالب كامل انا بحدده الدايرة كاملة بوصص في اتجاهنا علينا ادي العين اليسرى العين اليمنى الانف الشارج اللحية الصامرة واضحة جيدنا طبعا والعمامة كاملة كلها فوق راس حضرته واضحة جدا مش محتبى توضيح احنا قلنا ان في بعض حضرات الانبياء اللي زهرين في المكان زهرين باسماء حضرتهم البعض زهرين باسماء حضرتهم زي حضرة سيدنا محمد الاسم جنب حضرته سيدنا الخضر عليه السلام سيدنا داود عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام وكده دول حضراتهم زهرين باسمائهم مسيدنا الحسين عليه السلام. عن اتنقل جوة كده. طبعا هنشرح دلوقتي تجلي حضر سيدنا المسيح عليه السلام واضح بالاسم. باسم حضرته جنبه. هنتجه في اتجاه رخام. الاسم طبعا للتوضيح كله كامل كلمة عيسى. العين. واضحة جدا. العين. ننزل على ليه? على السين والدوران الليه والنقطتين. واضحين اسم حضرته كله كامل على الرخام. تاني. للمشاهدين. العين واضحة جدا. اهي. ننزل على تحت كده بليه? بالسين. بدوران ليه? النقطتين. واجه حضر سيدنا عيسى بروفيل. للخد من جهة اليسرى. بصص في الاتجاه ده كده. ادي عين حضرته كلها واضحة جدا. الشعر من فوق على الرأس. العين واضحة تحت. الانف. الشنب. الفم. واللاحية حضرته. على ايه السلام. واضحة جدا طبعا. طبعا نتكلم هنا عن تجلي طبعا من التجليات الواضحة جدا في المكان باسم حضرته سيدنا الحسين عليه السلام. واجه حضرته كله زي ما واضح قدامنا ده بعمل عليه علامة كاملة. العين. اليسرى. العين اليومنا. الانف. الشنب واضح جدا. اللحية كلها باينة. والعمامة فقراص حضرته. ومكتوب اسمه في نفس التجلي للتأكيد للعين كله. كلمة حسين. قدل ح. سين. يه. نون. تاني. الاسم واضح جانب التجلي ح. سين. يه. نون. كامل الوضوحة. اشتركوا في القناة طيب. اه دكتور محمد المادة عشان بقى بنكلم عن الجانب التجلي. لا بلاقي ناسها هو بتقول انا برتاح جدا في المكان. اه ده حتة من الجنة. اه راحة مسك بتنتشر. اه هل ده شايفوا يعني بيرتبط بال بالحالة النفسية ولا بيستند لأساني الدينية زي ما بيقولوا. اه هو في الحاجات اللي فيها روحانيات الناس ساعات بترتاح لي اه حاجات ممكن تكون حقيقية ممكن ما تكونش حقيقية. اه. بكونوا اه بيستريح مالمود من اه بياخد مخدرات بيستريح. وبقى مصود جدا وقسعي جدا المخدرات هل المخدرات بحاجة كويسة عشان هي بتريحه. اله في اه منظومة الخرافة اه بتمشي في عدة خطوات. اول حاجة صناعة الخرافة وبعدين تسويق الخرافة وبعدين شراء الخرافة. اللي هيشتركوا فيه المتصل ده صناعة الخرافة وتسويق الخرافة وشراء الخرافة عقليات معينة. يسموها العقليات البدائية. او الناس اللي عندهم نوع من التفكير اسمه التفكير السحري الخرافي. ودول بالمناسبة مش بالضرورة يكونوا ناس اه ضهم قطعة او ناس اه غلابة او حبشة. لا 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 ده بقى ساعات استاذ جامعة. ولابس بادلة بكرافطة وراكب عربية مرسيديس او شخصية مرموقة او حاجة بالشكل ده. ويصدق هذه الخرافة لانه عقله عقل بدائي. على الرغم من انه قد يبدو مستنير ويبدو اه تقدمي ويبدو اي حاجة. اه وهنا العقل البدائي له مواصفات. اه اللي اسمعناها كده من شوية. اه انه اتكلم كلام كبير او. ايه. في هذا المكان سيحدث اكبر حدث في العالم. سيحدث اكبر حدث على وجه الارض. هذه المبلغات وهذه الاشياء الدرامية في شخصية بنسميها الشخصية الهسترية. الشخصية الهسترية شخصية قابلة للإحاء. شخصية لديها المبلغات الكثيرة. شخصية قابلة للاستهواء والاستلاب. وهي تنقل ده لشخصيات برضو عندها نفس المواصفات. قابلة للإحاء للاستهواء للاستلاب. والشخصيات دي تقول كلام كبير جدا وما تجيبش عليه دليل. وتقفز قفزات خطيرة جدا من غير ما تقول هي جات ازاي. العقل العلمي او العقل الموضوعي عقل يقوم على الدليل. وهو عقل نقدي. يشوف الحاجة دي تبقى ايه. مثلا الصور اللي جايبانها هنا. طب ما انا في البتاع دي كده ارسم لحضرتك على الورقة دي عشر صور زي اللي جايبانهم. التشبيحات اللي في الرخام. يقول دي العين. دي تشبيحة في الرخام. بس هو عنده اضطراب في الإدراك والتراب في التفكير. اضطراب الإدراك يخليه يصدق ان الصورة اللي مرسومة دي دي صورة انبياء. هو كان شاف اه اه يحيا ولا شاف السيدة مريم ولا شاف سيدنا محمد. وبعدين يتم بقى المتاجرة بي في السياسة كمان بانه يحط الصور يتحد في وسط الصور دي للمتاجرة السياسية والترويج السياسي. فبرضه دي من الايه. من ضمن العقليات البداية انها تدخل الحاجات في بعضها عشان يسهل التسويق. لانه في ناس هيبقوا محبين مثلا لحد معين ارمز معين. يعني يسهل تسويق البضاعة لان انت بتحط له فيها حاجة هو عايزة. انا اقول بس حاجة شفتها بشكل شخصي. اه. كان في في احد البلدان وحضرتك بلدياتنا. انا اه يعني اه من المنصورة. اه. فكان في بلد جنب المنصورة لي بها يعني سبا قوية جدا. بس مش هقول طبعا اسم الشيخ ولا اسم البلد عشان ما نجرحش مشاعر الناس. اه. كان اه في اه دريح في مسجد بتاع اه شيخ معروف جدا. بيقال علينا هو والي من اولياء اله الصالحين. فجوم يجددوا المسجد هدوا المسجد. وهيوسعوا المسجد. فمكان الدريح هيجي فوسط المسجد. اه. فعزين ينقلوا رفات الولي علشان يبقى اه في طرف المسجد. فقعد يحفروا في المكان بتاع اه المقام. اه. اه. قعد يحفروا اوقات طويلة كام يوم كده وربعت ما يلاقوش حاجة خالص. هم كانوا متصورين زي ما بعض الناس بيدعو انه اه جسد الشيخ فلان ده الارض ما بتكلوش. وهيلقوه كامل كده زي ما هو زي يوم مات. اه. قعد يحفروا ملاقوش حاجة خالص. وطبعا اه الناس بقى ملمومة. اه. اه. وانا كنت من ضمن الناس اللي بوقفين يتفرجوا وشوفوا الشيخ هيطلع ازاي. حدث كبير جدا يعني. يوم وراء الثاني وراء الثالث. وبعدين ام جاي شيخ كان بيخدم الضريح ده شيخ ضريل. كان بيولع كده لمبة في الضريح. بقى له سنين طويل. اه. زي صاحبنا هنا كده. فا اه. حلم حلم قال لهم يا جماعة. الجثمان بتاع الجالي الشيخ فولندا في المنام. وقال انه الجثمان بتاعه اه اه جنب النخلة اللي كانت اه جنب المسجد. فراحوا وفرحوا بقى خلاص اليقين خلاص كده واصل. راحوا حفروا جنب النخلة. قاعدوا يحفروا برضو مدة طويلة. وبعدين في 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 وقت من الوقت كده. لقينا اه ناس بتكبر. وستات بتزغرت. وفي بقى يعني اه يعني حاجة احتفالية ضخمة جدا. و و و و و و و ريحة بقى مسك زي زي اللي بقول عليها دي. اه. وبعدين بلفوا حاجة كده في قماشة خضرة. وقاموا حطينها على عربية اه عربية نقل. لا حد شافها ولا حي. اه. حطوا حاجة كده ملفوف في 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 قماشة خضرة على العربية نقل. ولفوا كل شوارع البلد. والناس ترمي عليهم الورد. و وتكبروا. زغرت وش عارف ايه. اه. وبعدين اتبانى المسجد وخلاص و و انتهى الحدث ده. و و و و طبعا هذا المكان اخذ قدسية. والناس جات تزوروا كل اه انحاء الدنيا. اه. معجزة كبيرة. المهم المقاول بتاع اللي كان بيبني المسجد ليه اه اه صلة. فقعد معاه فيهم فبقوله اه 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 انتو عملتوا ايه لما لقيتوا الجثمان بتاع الشيخ اهلي جثمان مين. و قلت له الجثمان بتاع الشيخ اهلي جثمان مين يا دكتور. ده احنا اه احنا عادنا نحفر كام يوم مينشى ايه حاجة خالص. الاخر عشان نبني المسجد اضطرين اقومنا حطين اه اه بتاع قطع ال الامطة الحديد دي بتاع اللي بيعملوا بها الخشب. حطناها ولفناها في حاجة خضرة. و زفناها. عشان نخلص الموضوع. ده كان ماء. واحد بقى كان حي. اه برضو في احد البلدان اه اه كان بتعمل مولد هو حي. رحت انا ومجموعة من زملائنا عشان نشوف الراجل المعجزات بقى بتقال عليه كتير جدا. اه. فراحنا نشوف المعجزات باعنا. رحنا وقعدنا. مكانش لسه جاه. جاي داخل علينا. لينا واحد جاي لابس جلبية من غير اي ما لابس داخلية. رحته فقع من بعيد. وحشة جدا. اه. تنطبق عليه مواصفات الفصام المتدهور. اه. في الطب النفسي. الفصام المتدهور. اه. كلامه مقطع. اه. مهمل في نظافته الشخصية. و ده ايه معجزاته. اه. معجزاته بقى كانوا هم واحنا قاعدين. اه. في شوية كده حوالي. قاعدين دول. اه. بيسوقوا للخرافة بتاعته. قولك ايه. قبل هو ما يجي. قولنا. الراجل ده شيخ فلان كان عنده ضيوف. وبعدين كانوا مستعجلين. عايزين يروحوا يلحقوا معادل القطر. قال لهم لا قاعدوا تغدوا. والقطر هيستناكم. قاعدوا تغدوا. القطر عطل. واستناهم ساعة بعد المعادل بتاعه. مش عارف ايه. اه. اه. اي اه. واحدة ما بتحملش. مجرد ان هو يخدها في حضن وضمها. اه. الحمدلله بعد ان شاء الله. اه. كام يوم كده. ربنا بيكرمها وبتحملها. طي. طي. فقصص زي دي. وما زال على فكرة بتعمله. المولد حتى الان. طي. اه. اه. اكتور عمد شاهين. اه. هنا يعني يعني اللي سمعته من الضيفية هنا يبقى يعني انا امام اه دجل وشعوزة وخداع نفسي واتجار بالدين. اول بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. طبعا الاول انا بيحزنني اني الاقي اه استاذ ازهري. استاذ فالازهر. واقس مجمع بحوش اسلامية. نكتور محمد يقول امين عن مجمع البحوش الاسلامية ان هو يقول العقل فقط. وكأننا اه نؤمن بمذهب اه ديكرت اللي هو كورجيتو ايجو سام. انا اشكر اذا فانا موجود. اساس الاسلام من ضمن اصول الاسلام حتى موجودة في الاربعين النووية. قال ما الاحسان عندما سيدنا جبيل لما ايجا اه فازا رجل اشعص اربار دخل رسول صلى الله عليه وسلم. جبيل بيعلم رسول الاسلام. فعندما اتل الاحسان قال له ما الاحسان. قال الاحسان ان تعبد اللهك انك تراه. فإلا تكن تراه في النار يراك. هذا يعني هذا مظهر كبير من مظاهر الحسية. فالاساس الاسلام قائمة الحسية وليس العقل فقط. وإلا نتبع مذهب ديكرت وانسيب روحانيات الاسلام. النقطة التانية. اه. بس انا وانا بتكلم عن الموضوع عشان ما بعيدش عنه. اه. لا انا انا جاي في الموضوع. طبعا انا بعترض على نقطة الدكتور محمد المهدي بقول المخدرات وتشبهها بالروحانيات. دي بترايب ودي بترايب ابدا. الروحانيات لا ترايب الدين ولا يصح ابدا. تشبهها بالمخدرات اللي بترايب عقل المواطن. يعني في واحد بياخدها عشان استريح. ده معناه ان هو برضو الروحانيات الواحد بيحس بالمعجزة عشان يحس ان هو يعني ادر ان هو ياخد كرامة او ادر يعمل يحقق معجزة ويو ما حققهاش. فلا تشبيه خاطئ ولا يصح أساسا نشبه روحانيات بالمخدرات ده حتى احنا بقولك مثلا روحانيات رمضان حتى في المكشلتات كده روحانيات رمضان هو كده عمم يبقى اي روحانيات انا هكتسبها يبقى انها كالمخدرات اكتنها نشطات طبعا هم بيستنكروا المعجزات وانا هود ما اقولك يحزونني ما اقولك يحزونني ان دي صور الانبيان دي نقطة دي نقطة اللي داخل فيها دكتور محمد الشحات الجندي انت حضاك عالم ازهري انا دلوقتي هكيبقى مش عارف بيدي سعيف الازهر لان دلوقتي في حديث بسيط جدا من سورة الانبياء في حديث اسمه حديث دلاء للنبوة لابن كسير موجود وفي سورة الانبياء هل عبد على حضرتك ولا معداش حضرتك بتدي سعيف الازهر بقى بتاخد عيف الازهر ذكر الامام ابن كسير في تفسير سورة الاعراف الاية بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعنا رسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التواطر الانجيل الى اخر الاية ولا كهم المفلحون تفسير ابن كسير دلاء للنبوة قال الحاكم المصادق كذا 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 عندما رسول الله الرحيم بعث البعثات فيانا انا هتطرق الحديث لحد ماتي لصورة الانبياء فبعد طبعا ملوك الرسان وملوك الشام قبل ما يوح الهراك اللي هشام ابن امية ابن العاص اللي رسول الله الرحيم بعثه عدى على بان الرسان الاول فقال لهم دان معايا كذا 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 وايام مستطح الكاهن والشك والنزك والامن وايام فورس والكسرة عارفين ان في نبيه يروح عليه فالسان كان بيختبرهم فعرف فعدهم لان دول كان حدود الدولة الاسلامية قبل ما يعدوا الهراك وبعدين عدوا الشام وبعدين راحوا الهراكل فاذا بهراكل جاء لهم طبعا فيه تفاصيل كثيرة مش هقولها اللي هم يقولوا لا اله الا الله والله اكبر فالمكان يرتج فقال لهم هل هذا المكان يرتج اذا زكرتوه في دياركم قالوا لا فعرف انهم انهم ابياء فجبلوهم يبعى زهبية هراكل جبلوهم يبعى زهبية فيها بيوت هو هي الحالة عن التاريخ يعني من جاي في الكلام هو تبديئة واحدة فجبلوهم يبعى زهبية فيها بيوت وكل واحدة فيها وقع سوداء اللي هوت عن سوداء الحريرة في كتب الحديث الستة استخرجها فيها صوت انسان ضخم الالية ضخم الاليتين بدون لحية عظيم الضفراتين وعينه كبيرتين اسرائيلية هذا اذا ابو لك ابن كسير والحاكم الحديث ضيب وعنده جرير الطبرة انتش عايزة وانت بتدو سويا وكل حاجة السواليات مناخد ايات ما انت بتقول عفتو زي سواء الانبياء اكمل كلاما جماعة انا ما اعتعتكش اكمل كلاما فجبلو صوت ادم وبعدين سيدنا لا اواجل صلط الجبيه يعني انت عندك صورة الانبياء موجودة هي في الحديث ما بيقول ان في حديث مصف الانبياء اقول التفاصيل كل نبي صوته موجودة كل نبي صوته موجودة افسح لي الكلام الوقت عشان اقول صوته ايه انت ما تطلع لنا فين الصوت انا بقولك ازاي عرفتو سواء الانبياء اذا كنت ما بقولك حديث ما بنتالي لما تطلع على النقوش موجود في كتاب ايه من كتب الحديث ابن كسير ده مفسر احد المفسرين وابن جرير الطبري وهو عمدة المفسرين نفسه انا عمدة المفسرين اصولك مفيش اساس خالص عمدة المفسرين بيقولك اكمل الكلام طيب اكمل ادم ده ادم مسكو سيدنا محمد لو احنا عندنا صور الانبياء لماذا لا يعلق الناس في بويتها انت عندك صور الانبياء عن عمل التمسيح ومال عندك انت ايه ده كلام نبوات كلام ايه يعني كلام صورة صورة عايز افهم مش عاجز اسمه مش عاجز اسمه يعني وصف كلامي يعني مسلا استاذ وقل الاباشي زور شعوي مسلا هو عايز بيضي اللون شوف حضراك انت بتقول صور انت في اول قلت ابن كسير قلت عبدت مفسرين وفي الاخر قلت لي لا يعني انت اصمعه بس ايوه انت بتقول في صور في سؤال لي رقم واحد في اي كتب الاحاديث المعتمدة هذه الصور ايوه او اشارة حتى لكلام اللي بتقوله ابن كسير ده ده كتاب ده كتاب مش كتاب حديث ولا ابن كسير محدس ما بقولك تفسير الآية الذين يتبعون وصول نبيه الاميه مش تفسير ايوه دون نظر فيه اولب اهل الجماعة والسنة بيتتبعوا كتاب ابن كسير ارسي زوري الباشي تسعين في المئة من اهل مص والدول العابية عندهم في مكتبتهم خد ودي بس كلا ارجو اخ طيب ارجو تاخد ودي بس كلا انت بتاخد الكوان والسنة مش لحاجة اسمهم التابعين وتابع التابعين ده دلوقتي امام توليش عاوي لو ليه كتاب مفاسم باخد بكلامه انا عندي انا عندي بس كلا هو عشان تابع ولا عشان ما جاشف الكوان والسنة يبقى متاخدش بكلامه انت ليه تقصر رأي الاخر انت بتقصر رأي الاخر انا عايز اخده افسط حاجة انا بسألك سؤال بقول لك حضراتك دلوقتي انا عندي كتب الاحاديث الستة المعتمدة البخاري ومسلم وابو داود والترميزي وبني ماجا سنة النسائلة مش احمد احمد مش كتب السنة معنش بس عشان لصح ما فاهم كده اتنين ده لم يوجد في اي هزي الكتب واتحدى دلوقتي بقول لحضراتك هوا انه يعني ان يثبت ان هناك الانبياء ده رقم واحد اتنين انا عندي القرآن بيقول حضراتك بتقول فيه صور الانبياء انا بقول بسلم جدل تفسير الاية لان الاية تخص في الاخر بصورة محمد فعندما طلع الصور فاخر الانبياء باكو قال لهم ده نبينا محمد فهذا دليل على انه محمد فبالتالي الصياح جاب القصة من اولها بضعة بس معناها لها حقيقة في فاقه من حلال وحرام وموجودة ولا لا في حاجات موجودة ود وسواعن ويوص ويعوق ونصر التمثيل كانوا قوم صلحين فعبدوهم هل هذا يمنع انهم صلحين لكنهم عبدوهم هذا الان في الحقيقة والواقع تمثيل زي الانبياء يعني بتساوي بين التمثيل الانبياء انا بضطك مثال القياس او حليفة كان بيقيس امر اخر بس ادي فرصة طيب انت بتقول لي فيه صور او فيه ناس خانين انا عندك بقول القرآن الكريم بيقول انت بتقول للسؤاليات قل هاتو برهانكم يا اخينا قل هاتو برهانكم يا استاذ قل هاتو برهانكم ان كنتم صادقين انا عايزة افراج انت بتقول لي ما فيش اساس خالص انا بولك فيه اساس اهو انت بتقول للسؤاليات انت اللي تقول انا مفيش اساس انت منذكرتش حتى للسؤاليات دي الصور التي تزعمها هذه الصور لا دليل عليها من نص معتمد ولا يعني انت بتقول بقرآن وسنة بس ما بتؤمنش بأي كتب التابعين وتابعي التابعين يا جماعة الاولوية الاول ايه للقرآن السنو حتى الاولوية القرآن ما ذكرها اذا ما جاتش معها هال القرآن كل ما مش سكت عن حاجاته عيناء مفرقته كتاب لي شي هالقران زكر ديش زكر الدواجة والقرآن بيقول ايه مش القرآن بيقول ايه الحديث فصل حاجاتوا اولها يا دكتورигр حتى النبوءات القديمة انا بس عايز اعلق على حاجات اللوية انا عايز بس انا عايز بس ما ناقش عليه في العموم آآ هل توجد صور للانبياء ولا تبتقول. انا بوض عليه من الكوان. تبتقول كلام وصفيا. طب خلينا بس. ايه اللي يؤكد لي انه صور الانبياء بتظهر في هذا المكان. انا بقول لك ده دجل وشعوزة واتجار بالدين. ليه بقى? قل لي قل لي ليس دجل دين مفهوم. ليه بقى دجل وشعوزة بتقول عليه دجل وشعوزة. دجل. اتجار بالدين مفهوم ليه. لاني لا. لكن دجل وشعوزة. لا. اي حاجة انا بحجل مناشة. يا استاذ احمد بس. يا استاذ احمد يا استاذ احمد قل لي ايه? خلينا في المكان بس. انا مش عايز ابعد يا جماعة على الموضوع. ما انا هوفي. انا قلتي لي. ما تزعلش بس خدوا. حاجة تارفوا منين الصور مو انت تأخذ من كنان دا وترسمها على اله على الروفان? هولا حاطك حاجة. امثال اللي اتشافوه من المطايا مؤخرا. آه. قال لك امسيس وبعدين عيفه سنسيفتي. عيفه منين هو سنسيفتي. وهو موجود متى تلاف سنة ايام وعاصر يوسف وبهيم وكده. عايفه من يلوها سنوسيفت? ده جل وش عوزة. يعني عايفتي من اين? انت بتستقصر ان احنا نعم صور الانبياء وهم عايفين ده مصير. وده سنوسيفت وده امل حطب وده سلتي. امل حطب معروف ان ده امل حطب. انت تتكلم عن دين دلوقتي. انت تستقصر ان اصطعف الانبياء. حتى بالالهام يا سيلي قولك يا فوق المؤمنين. انت عابس انه سابت وبتستقصر انه محمد ولا انا واح ولا فت. لا مين فاعش. هلوش اساس. مش مسألة. الاساس ده انا خلصت منه وقلت لك حتى الاساس انت بتقول عليه. ده من نظرك اللي ملهاش اساس. خلينا بقى في الاساس. ايه 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 اللي بيؤكد لي انه هزي ان صور الانبياء بتظهر في في المكان. اولا اولا. على الروحان. انت عادك بتطلق عليها معجزات. انا عايز افقق بين الحاكتين. انا ما قلتش على معجزات خاصة. لا لا الناس. انا بقول عليه اي حاجة. ودجل وشعواز. لا لا لا. اتجار بالدين. لا لا اقول على دانه. بس دي اه واحدة هود عليها. اعيز كنه. هو دلوقتي بيقوله انا عايز فيها المفوضة الدكتور محمد هو اللي يقول. بس انا دلوقتي انا هود وقلم الدين وهقول الاساساسيدي وهقول كل حاجة الزيب. انا انا قل لي بس بالواقع. بس هقول لك حاجة. بس هتخطي ما هو الفرق بين المعجزة والقوامات يا هندخل تاني في النمار يا دكتور احمد انا الوقت بنايش دي كوامات لو سمع المعجزات للانبياء ما تبعدنيش عن المكان الموضوع عن ضريح الامام انا بقولك دي كوامات وليست معجزات المعجزات تثبت للانبياء فقط اما القوامات فهي الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي اضافة لا ايه اللي يؤكد انها صور الانبياء يعني انت شفت صورة سيدنا محمد انت بتشوفت بسلقة منحطو بتعفلوا يا منحطو منين ما منحطو بالتاريخ ما هي مرضى عشين في احاديث بتقول كده الابن كسير دلقل النبوة اه دكتور انا عايز بص عليه اه انا بس يعني ارجو بس عشان نصحح البصرة احنا هنتوه الطواء زكرت النبي المعزي محمد صلى الله عليه وسلم وزكر ان محمد جاي الطواء زكرت المحمد الذي يركب البولة الذي يركب الجمل زول عصايا فلما ايجي عرفوه ومن اهل الكتاب ومدني احنا بيحقوا بيه عدلون اتوازكت محمد بس ما عندكش نقطة من اول السطر انا بشوفي الناس بتتكلم عن جمل ثم تتوقف الجمل عندك كلها متصلة انا عايز عايز بس عشان انت الوقت بقت في العموم يعني انا عايز الوقت يا جماعة ما بعيدش عن طبيعة المكان اه دكتور هل ده صاحب بقولك دي اه كرامات شوف حضراتك هذا الكلام ولا كرامة ولا معجزة في هذا المكان ولا ينفع كرامة على مين كرامة انا تخيل وخداع وصور دون فرصة بقى بدون فرصة بقى انت قل يعني انت قلت ايجا عملنا له واحد واحد ادعم المعجزة تدخل جون ان شاء الله عليهم معجزة دي واحد اما بيجي سيد اهل البيت تنكوه علي القوامات والمعجزات ازاي ولو مستدخل جون مفيش دليل الطفل ده معجزة مفيش دليل يا دكتور احمد مفيش دليل يا دكتور احمد اهل البيت السقطوع علي المعجزات والمعجزات لا يوجد لما ينفعش كلام ده من الوقت القديمة بتقول لي اهل ممكن بس يا جمال نظم كده للمشاهد هيسمع ولا هنفهم اي حاجة انا الحاجة ببعد عن المكان خلي بس اسأل دكتور احمد انا بس ليه اعتراض ونقطة نظام انا معترض على لقب دكتور احمد لانه انا عايز اعرف دكتور احمد خد دكتوراه النبوءات انت خدت دكتوراه من اي جامعة لا في فاق بين الاثنين انا مع فاق الدكتوراه في علم الفلاك من بريطانيا من اين فين فين دي انا هقولك دلوقتي موضوعنا دي جامعة لاندر هروح تبريطانيا واندر موضوعنا 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 موضوع القديمة ما بتقولش ليه خلطتنا بقى الموضوع بس انا هود عليك لاندر الفاق بين الاثنين ده تدليس ده نفس الفكرة انا قلت بحيش في النبوءات وكلام الكبير اهكلم الكلام الوابية تاني انا زي ما الدكتوراه مفيش عليها دليل ده باكلم كل ما يقال كلام بلا دمين وبشار المحق القانوني محمي في المحكاة لا باكلمك عن دكتور ومعايا باكلمة ومعايا دكتورة وباحث في النبوءات وبس الخطورة في ايه باحث في النبوءات دكتورة في الفلك دي منين من لندن اف قدش مهتم بيانا داس ميتافيزيكس اللي هي منها الاسطولي خليه بقى في الموضوع بابا بيعترفوا بعد التفكير الخرافي على فكرة اللي بيبقى مغري جدا للعقل البشري وكتير يتورط العقل البشري في تفكير الخرافي اللي هون تفكير مريح وتفكير بيعطي للانسان حاجات كتير بيحتاجها زي ما المخدرات بتيعطي بالضبط اللي هو معطرد عليه رسول الله السلام كان فيه حدث مهم جدا حدث وده يمكن حدث دال انه لما ابن انا مش عايزة بعيد عن الموضوع زي ما قلت له انا مش عايز يعني مش حكايات انا بسمع ابراهيم ابن رسول صلى الله سلم مات فالشمس خسفت في هذا اليوم فالصحابة قالوا لخسفت الشمس لموت ابراهيم لو رسول الله السلام كان يرحب بهذا الفكر الخرافي كان فرح بهذا التقدير يا سيد وائل وقف الكلام اللي يقوله وقف الكلام اللي يقوله ده علمي دي ملعبنا خلين نحض الى استاذ حسام زمزم اتخادم المكان استاذ حسام اهلم بيك اهلم بيك استاذ حسام من اول استاذ ربنا خلي سيادتك الله يخلي استاذ حسام عشان بس يعني هنا بس هنكمل نقاش الامس يعني اه انا بقى عايزك يعني يعني الراجل خدم المكان وانت عايزة مش عايزان اسأله ما خليه معانا طيب هو مش هيفضل معانا ولا هي لا بس عايز اسأله بس في الاول عشان الظروف اه استاذ حسام يعني الحصيلة النهائية عندي حتى وجدت انه انه حتى مشايخ كتير منزعجين الشيخ خالد الجين دي النهاردة قال اه يعني حتى قال تصرحات هاجم ده بعنف شديد وقال ازاي ده يحصل في بلد الازر اكثر من شيخ يعني علقه على ما حدث بالامس يعني وشايفين انه ده اه دجل وشعوزة ونصب واتجار بالدين يعني تمام يا فندم تمام تمام اتكلم بعد ياسم سيارتك طيب ممكن فضل فضل مفهوم الدجل والشعوزة ايه بالنسبة للموضوع الموجزة اللي عندنا انا عايزة اشف افهم الاول ما معنى كلمة دجل وشعوزة اللي هزيه الخزعبلات اللي انا شايف الغرب من كده يا ستواء الغرب من كده ايه من الدجل والشعوزة هيكون ايه في المكان ايه نتام الغرب منه ايه بياخدوش تبرعات ولا بياخدوه احنا نعرف من ايه امال ده بيوتنا ازاي احنا قلنا مبارح يا اساس انت مش عايزنا تكلم انا اقول انا بس االه هو يا اساس مسامس ايه هو مش ميديني فرصة اتكلم تباعمل ايه ده ايوة انت بتقول لي تبرعات مبارح طب اتفأ خلاص بلاش نتكلم احنا في الحلقة يا جماعة اتفضل بس استفنك بعد جلس انتك بس ممكن ايه ايه عايز بس امام ضيفة ايه لي واكد لي تاني ان دي صور الانبياء وبعدها اقول لك اللي انتخل اتكلم في جزيه بسيطة الاول قدام الدكاترة المحرومين مع سيادتكم طبعا الناس عندهم تقبل الكلام وناس كويسة جدا انبان على وصول حضراتهم طبعا مع طبعا فرق ان هم مش معترفين بالمكان على اساس ان ده نوع من الدجا والشعوات طبعا نتكلم في جزيه بسيطة جدا هل هم حضرات الدكاترة اللي مع سيادتك مؤمنين ان في حاجة اسمها علم لادوني وعلم الشرعي ولا لا الاول قل لي قل لي انت بس ايه الفرق العلم اللادوني ده بيعافوش العلم اللادوني لا سمحت يا سيزاع ماذا بيعافوش ورق بين اتنين نسيبهم اتناشا حسيان بس اسألك سؤالك يا دكتور انت بس حركة الاول طب اسمح لي بس اسمح لي قل لي ايه الفرق بين العلم اللادوني والعلم الشرعي اول ساعة حد سؤال نفسك 事情 طبعية واضد سؤال بسؤال العلم اللادوني هو علم من عند الله سبحانه وقت على اللذي Pvعالله الذي مصدره الوحي العلم الشرعي العلم الحكام الشرعية الفرد والواجب والمندوب والمباح والحرام والمتبوش هدا علم الشريعة في علم نادوني في علم ط embark 나는 اللابن ان كلا يksenf الامان زي ما علمنا وزي ما هو مسطر في كتب العقيدة ادخل في الموضوع ايه المطلوب بعد كده لا انا عايز اقوله بس يا رجل الدكتور بس ممكن اشرح له حاجة غايبة عن سيادته كان فيه ربنا علمنا في القرآن في صورة الكاشف نقطة بسيطة جدا للعالم طوله عبارة عن ايه سيدنا موسى عليه السلام كان نازل بالديانة طلل اليهودية اللي هو الطوراء قابل سيدنا الخضر عبدو من عبادنا اعتناه رحمة الله وعلمناه مين اللي ظلنا علما ايه اللي تم في اللقاء من دون حضرات الاثنين في اول اللقاء سيدنا موسى كليمه قولي عزم شريعة ثوراء دخل على شخص غريب جدا اول ما دخل قال له ارجع انك لن تستطيع مع صبرا تبيل الكلام ده ازاي عشان قطر ربنا يعلم الناس كلها ان مش كليم ربنا سيدنا موسى عليه السلام اخذ العلم كله في الارض فشخص عادي ولا هو النبي ولا رسول غير نوع عبد من عبادنا اتناه رحمة الله وعلمناه مين لدن علما وقال له في الاخر ايه قال له كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا يعني هتصبر عليه ازاي في شيء انت ما عندهش خبر دي من عنده ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا عايزين نقوله يعني انتو خطو علم الادني انتو يعني انتو دلوقت الان ربنا ميديكوا ميدي هذا الضريح وخصوا من بين كل الاضرحة انه اداكم العلم الادني بحيث فيه صور الانبياء اللي ليس عليها دليل لا من القرآن ولا من اهل البيت اهلا وسهلا وفي حد روح الوحيد يا دكتور احمد انا بقولك يا دكتور احمد القرآن الكريم بيقولين واحد فقط الدين فرصة بس الدين فرصة المشاهد مش هيسمع سدقوني كده ما ليس هناك لأحد عصمة الا رسول عليه الصلاة والسلام قال للنبوة نعم على رأسنا وفي عينينا لكن القرآن الكريم قال والله يعصمك من الناس دخل لي بس انا يا سيد حسام في الموضوع لو سماح ايه تاني اللي يقول لي ان دي صور الانبياء لا اللي انا حابب بس اقول له اللي بعظم الدكاترة اللي مع سيادتك ان فيه اشياء خارقة للعادة زي اللي حصل مع حضر سيدنا موسى وحضر سيدنا الخضر عليه السلام طب احنا هجلوتي امام شيء خارق ليه بنتهم الشريق ده بان هو معجزة ليه بنقول عليه معجزة او ليه بنقول عليه مثلا خرافات او دجل وشعوزة لانه ولا دليل عليه لانه كلام ضد الشرع والعقل بس ببساطة انا اسمتك اكلم بس اكلم 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 انا اسمتك لقية الاخر ليه ما انشكلش لجنة على الهوى بقونات الاستاذ والي الابراسي من فريقين يجوا يتعاملوا مع الموضوع قدام عيون الناس بدل ما اتكلم من استوديو على الهوى احنا بعثنا الكاميرات ما شفناش يعني يعني فين اللي جان ما شفناش معجزات يعني مش احنا بعثنا لك الكاميرا يعني انت يعني عايز نعمل ايه يعني ناخد للستوديو ونعمل حلقة هناك يا استاذ والي حردك بعت موضين يعملوا بحلقة لحضرتك تقدمها بعت لي خبرة وعلمة انا مش بتكلم عليك بعت ايه؟ بعت موضين مش بعت خبرة 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 يجوا يشوفوا المكان عايز خبرة طيب ما ما تثبت لي هو اي حد يقول لنا سوء طيب ما انا اقول لك حاجة ما اي حد يطلع الوقت يقول لك سوء الانبياء بتطلع عندي في البيت يعني ايه دليل للبيت كما بس لو سمحتوا لو سمحتوا ايه اللي يمنع بقى واحد يقول لك انا من اه من السلالة يعني فضل انت سيادتك اهماك تصل للحق والباطل ولا لا ما هو احنا بالناقش ده تاني لايه؟ وكمان مهمتي لو في نصب نكشفه امام لو في اتجار بالدين نفضحه لو في خداع للناس بالدجل والشعوازة اه افتكر انا كلمت مع سيادتك مبالح كواس جدا قدام العالم كله وقلنا لو الكلام ده طلع دجل او شعوازة او من غير عند ربنا حسبوه اللي هو كلام ايه انا عايز افهم انت في رسومات على الرخان طيب طب ممكن نتكلم في نقطة تانية خالص بس يعني كل انت عامل كل هزي الضجة في انه في عين بتقول دي عين وانا مش شايفه عين ده شعر ده شعر نعم انت عندك حميم يقولك حميم وستنا اسيا وسيدنا ادريس والكعبة والغارفة لا انا هكتبلك انا هرسم وقت يرسم زي او ساز واقل انت هترسم زي روح حضرتك ارسم اتقول لنا يعني احنا عايزين حد يحلل لنا الرسم اللي عروحي انا عايز ارد على الكلام لا انا عايز ارد على الكلام لا حالات بدائية جدا معلش ادوني بقى عشان اتكلمت مبارح دلوقتي يا حضرتك بتقول ناخد حاجة حاجة الاتجار في الدين واحنا قلنا مبارح ان هما ما بياخدوش ولا تبرعات ولا نزور اين الاتجار وقالوا ان احنا يا جماعة المقام ده احنا مش عايزين ودلوقتي عايزين نسلموا تأمين القوات المسلحة انا بس بناقش معك حتة حتى يعني اذا هما ما هيشتغلوا عليه يلوقت اتمنى باقي اموال ده قلت لحضرتك معي بارح ان في بعض اه 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 ال البيت او المحبين ال اه ال البيت او المحبين للخير اه م ممكن حد يتبرع بخمسة مليون يحط اتنين مليون في جيبه واستاذ وال دي للديني فرصة اه احنا يعني يا جماعة هالداب يخضع لاشراف اي جهة ممكن افعدني لانت بتقطعني ما انت بتقول لي في تبرعات اكمل بس. هالنظومت استيقظ. اكمل حضرتك بتقطعني. احنا نبار احنا احنا احنا. احنا احنا مش عايزين كلام وصل. احنا مش عايزين. انها تحت دولة. سانية واحدة. ما انا بس ماسكا في حتة الاتجار دي. علشان المشاهدين تفهم. ما هو اتجار كده الرجل بيتجيله خمسة مليون. مين قال اللي. هتف عندي تليل. ما انت لسه بتقولي. انا بقول ان حضرتك. انا اقعدت مع ناس. مش فيه مبدأ انه بياخد تبرعات. لا ما بياخدش. الناس انا ما قلتش انه بياخد في ايديتها برعات. انا قلت ان الناس بتصرف على المكان من جلها. يعني اللي هيدفع بيجي يوعد قدام المكان. اه بيصرفوا ويجيبوا العمال. وانا اعرف. بص ازا ازا اطلقتي. ازا اطلقتي. استاذ واقل ديني فرصة تتفع. انه فيه فلوس بتتفع. مش مدينا فرصة نتكلب. حضرتك استمعت للدكتور. ما حضرت انا برد عليها. حيث بتقولي بياخد تبرعات. انا قلت ان اهل. انا انا بنفسي. قبل مكتب في الموضوع ده. واتكلمت عنه. لازم انا اكون متأكدة من الناس دي هال. فعلا انهم بيسرقوا. فيه نصب. فيه دجل. الناس اللي بني المقام بتبرعاتها الخاصة. مش بيدوروا فلوس. بيروحوا يجوبوا العمال. السباكة. الرخان. بتاع ما عرفش ايه. بتاع ايه. كل ده قالك انا ما باخدش. ومبارح حد تكلمك قالك. ما بياخدوش فلوس. ما بياخدوش. حياتك عندك دليل? طلعوه ليدورتي وداول المشاهدين. يبقى ازا موضوع الاتجار ده مش موجود. موضوع ده لسه شبهات. ثانية واحدة. ثانية واحدة. موضوع الموضوع بتاع اه المعجزات. لو ايه شبهات? لحد دلوقتي هم بياخدوه ما بياخدوه. حيات دلوقتي بيقول لك هو بيوب نبنينا. ما احنا بنطالب بايه? مش في واحد بيهب فلوس. الحاجة التالية المكسب عشان يعمله المكسب عشان يعمله شو بقى والعامة ييجي وكده. الكلام ده مش موجود لان الناس اساسا الحاجة سعيد نادى وخاطب اجزت الدولة كتير جدا يا جماعة تعالوا استلموا المكان. هو بيطالب كده. انا وابني. في واحد يسه فلوس بيقولي الدولة تعالي. خليها تحتاج. استنى يا دكتور احمد بعد. اهو خد كتير الحمد لله. خد كتير عامده ايه? انت من ناس من الشبهات. يعني الاسم ده عارفتهم. ليه انت كلماتة حسابات دقيقة يا واستس حسام عندك حسابات اي حد يقول مع دين. خليها مع بس يا جماعة عندك حسابات دقيقة انك خدت كام وانفقت كام والفي جهة من الدولة. ما اسألني بس هل في جهة اي اموال? اي اموال بتنفق? لابد عن تشرف عليها الدولة. في جهة من الدولة بتشرف على ده? يا سيدة هتكلم طبع بيزنك. اتكلم. تفضل. اللي بنى المكان ده كله اربعة موجودين احياء. قول اسمه بقى. المكان نفسه. وانت قلت انبارح اسم الحج خليل الخط. قول اسمه. قول اسمه. ويارد تجيبه على التليفون عشان الناس تستريح. واحد متابعة الان هو مش عايز اقول اسمه. اكلمني ان مارضة. ازا كان في ناس بتتبوع للنوادي. سأل يا دكتور احمد. اكلمني في التليفون. اهو ربما معروف جدا في مصر. اه كلموا مع بعض والمشاهد لا ياسم. لا لا. في ناس بالقبوة الانديم. كملوا. كملوا مع بعض. كملوا. نقطة نظام. كملوا والمشاهد لا ياسم. لا انا مش هتكلم كده الا ازا اعملنا نقطة نظام وهطلع فاصل. ازا 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 في مقاطعة اصوات بهذا الشكل. يا استاذ حسام نتكلم في الموضوع. وانت صاحب المكان انا مش فاهم. يعني انا بسألك. انت تجمع اموالا. مين قال ان هذه الاموال اللي انت بتجمعها بتنفقها كلها على المكان. مين قال? بتاخد خمسة مليون ممكن تكون بتحط اتنين مليون. في جيبك وبتنفق ثلاثة مليون. هل في جاءة من الدولة بتشرف عليك? تفضل. يا اسمع ان انت خلصت السوال بتاع ساتك? اه اتفضل. اللي بنى المقام ده اربعة احياء مدنوش منهم ولا جنيف جبنة. بنوا من نفسهم للمكان. مين اسمقهم موجودين احياء الاربعة? مين هما? الحج خليل الخلي من المنفرية صاحب مطحن دي ايه? الحج وامر الفاروق. مميسم ومعروف على مستوى مصر كلها. موجود في الكاهرة. معروف من مين هو الحج وامر الفاروق. اللي هو حتين كمال? اللي هو حاتم الشريخ. اربعة. اربعة بس ما خدتش فلوس ولا مليم من حد تاني? سؤال بس سؤال. سؤال عشان عندي هنا رسائل بتقول حاجة تاني. ما خدتش ولا مليم من اي حد تاني? ما انا بقول لك سؤالي واضح. اتسأل بالاربعة اسألهم بس. ما هو ما هو انت بتقول ما انا بسألك سؤال تاني. ما انا سؤالي هو واضح. الاربعة فقط ولا خدت من حد تاني كمان? يا باشا ازا كان في حد قال لك ايه بحسن زمزم جنيه انا تحاسب. انت تتكلم في ايه? لو سمحت. فيه تبرعات بتروح فين? اين التبرعات تذهب التبرعات. التبرعات دي بتروح فين? يعني مفيش تبرعات لهذا الضريح الضغط اللي فيه احسن اكتشافات في الدنيا. زي ما بتقولوا. يعني اي اي ضريح دلوقتي النهاردة ببا فيه تبرعات. خلينا بس خلي الجزء ده لانه السؤال الاولاني ما تسألاش عليك. ايه اللي يؤكد لي تاني? ان دي صور انبياء. نتكلم في اللي اسهل الروخام يعني الشيخ خالد الجندي النهاردة قالك ده انت ببص للسحاب. ممكن تميز صور وتقرأ كلاما فيه يعني. دي علم ادراب ادراب. يا استاذ هو اهل هتكلم كلمة مع اذنك? فضل. ان نفس الشيخ خالد الجندي اللي انت بتتكلم عنده يجي يثبت كلامه ونثبت الجنيع قراءه بافكاره بقوته بقراطه على الهوى من المكان من هنا. غير كده لأ. مش هقبل اي كلام غير كده خالف. مستحيل. مستحيل حد. يا جماعة النقوة المشاهد لا يسمع. اتفضل. استاذ وائل. استاذ وائل. فضل. لجميع مشايخ الازهر ومشايخ مصر كلهم بالكامل. احفرام كامل. وادب كامل. مستحيل. بيقبل اي بني ادم في الدنيا. النسيخ. يعني اللي بيظهر عندك دي صور الانبياء. انت عايز تقول كده? انا عايز اقول لك من اللي اسهل من كده واللي اوقع من كده. انت عندك صور هنعتبر ان احنا مش عارفين صحابها مين. عندك قاية حميم زهرة. اه مش عارفين صحابها مين ده عضية بقى. يبقى هنا عضية تانية. لو سمحتوا يا جماعة انا بنقشوا لو سمحتوا. يا قصد زوائل ممكن تديني فرصة كمل. يعني يعني الرجل هو اللي قاعد في المكان بقى لاربع تشار سنة. يعني انتو اكيد تعرفه من سنتين وانت اكيد من سنتين تلاتة يا هو قاعد. خلينا ناقشوا بس. انا عايز اتكلم من غير مواطعة بس عشان انا في كم. طي. ايه ايه انت بتقول يعني ممكن تكون دي صور لناس ما نعرفهاش مش كده? انت اللي بتقول مش انا اللي قول. انت لحرورك اللي بتقول. اديه بقى. ايه مين اللي يؤكد لك انت شفت الانبياء? يا استاذ هو طب انا ما ديني فرصة تكلم انت مش ما خلنا تكلم خالص. ما انا بسألك هو تفضل. انت اطرح السؤال وسيدنا تكلم بعد كده. شفت الانبياء عشان تقول دي صورة الرسول صلى الله عليه وسلم دي صورة سيدنا عيسى دي صورة سيدنا موسى صورة سيدنا زكريا صورة سيدنا لاود. اه. هل شوف? فضل. خلصت السؤال ولا لسه? اولا. خلصت السؤال تفضل. لما ربنا حب يعجز جميع اهل الارض سواء كان مشايخ او علم او اي حد من اصحاب العلوم في المكان ده بالذات ما جابش صور بس. عمل ايه ربنا? جاب تجليات اسماء مقدسة. زي لفظة جلالة الله. هل سيادتك ممكن تختلف في اللفظ ده او ايه من دكاتر اللي معك? مش ممكن. لفظ الجلالة موجود جنب الكعبة. يبقى عندنا حاجتين مسلم بيهم الكعبة ولفظ الجلالة. اسم حضر السيدنا محمد لما يقرر في المكان بالركعة خمس مرات. هل ممكن حد يختلف فيه? طبعا مش ممكن. ختم حضر السيدنا محمد مرة في القبلة. هل فيه اختلاف? لا يمكن. مستحيل. غار صور. فيه مختلاف? لا يمكن. طب الصور. ادخل لي في الصور. انا جاهل لك اهو. وانت هتاخده صور وتسيبه الحاجات التانية. فوقوله مع بعضه. لا ايه اللي ايه اللي عرفك ان دي صورة الرسول صلى الله عليه وسلم? صورة سيدنا عيسى صورة سيدنا موسى. احنا ما شفنا لهمش صور. ايه اللي قال مين قال لك ده? يا فندم طب ديني فرصة بس اشرح لسياتك طبعش خطأ كامل. لما قدمنا ان فيه اماكن مقدسة شفناها بيعنينا واسبتناها خلاص دي عارفينها. عارفين الكعبة. عارفين غر صور. عارفين لفظ الجلالة. اسم حضرت سيدنا محمد خمس مرات. ختم سيدنا محمد مرة في القبلة. كده تنمقى قررنا بطول. طبعا الشيخ الشعراوي لا يمكن حد يختلف فيه ابدا. هقول لك على واقع حصلت. انا الوقت بكلمك في صور الانبياء بقى يا استاذ حسام ما تتوينيش. انا ما تتوينيش. الشيخ الشعراوي له صورة معروفة. اه تمام. او انا قلت لك صورة الكابتن محمد ابو تريكا اللي ظهرت. ابو تريكي صورة معروفة. يعني انت هنا بتقول لي شير شعراوي واصلو معروف. من فضلك لما نيجي ندير حوار خاص بانبياء ورسل لهد من ان احنا نكون منتظمين الحوار نفسه. انت اه ازا كان انا بقول لك انه دي لا يمكن تكون صور انبياء ورسل. انت اللي هكون اكفر حرصا. طب انا انا انا. ده انت اللي الدكتور عبدالله النجار قال يا جماعة ده احنا امام تومة اصدراء اديان. اصدراء اديان. هتتهمنا ان احنا انا ما اتهمتكشي. طيب. قل لي ايه اللي يؤكد لي السؤال هفضل اسأله تاني لغاية ما تجاو. ايه اللي يؤكد لي ان دي صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل شاهدت صورة للرسول صلى الله عليه وسلم عشان تؤكد ان دي صورته? او دي صورة سيدنا عيسى? لا بس الكلام جاء تبليغ من المكان اللي تبليغ جاءت معنية. اثبت الاول ان فيه ظاهرة غريبة حصلة. بعد كده لما تلاقي الظاهرة غريبة دي انت اثبتوا في المكان. اسأل صاحب المسؤول عن المكان اللي هو محمد زمزم. مين صاحب الصورة اللي ظاهرة الغريبة دي الاول? يعني نحقق الاول اللي فيه ظاهرة غريبة. مش هنقول مين صاحب الصورة خالص الاول. شايفينه واجه قدامنا ولا مش شايفينه? كان قول اي نقول لا. طب شفنا الاول اللي فيه واجه كامل ظاهر. عايزين يرد عحياتك في مرسول دي. سمعني كويس? فبعد ما تأكدنا ان فيه ظاهرة غريبة مع امات المقدسة واسمها مقدسة. نتأل فقى المسؤول عن المكان محمد زمزم. جبت اسم صاحب الصورة دي من اين? اقول لك والله من فلان السر اللي بلغني من عند حاجة معينة. السر الخاصة دي. لا فلان مين بيبلغك? مش بيبلغنا انا انا بتكلم عن الوالد محمد حسن. نعل الصوت. الوالد هو والدك? اه يا فندم. مين بيبلغوا ان ده صورة سيدنا اه صورة سيدنا عيسى ودي صورة. والله دي اطرار يا فندم خاصة بيه مش لازم من الناس كلها تعرفها. دي حاجة خاصة بيه هو اتكلم في الموضوع ده. يا جماعة بس لو سمحتوا. يعني مين اللي بيبلغوا? خليني عشان نبقى المشاهد بيوصلوا الحقائق. تمام تمام هو الوالد اتكلم في النقطة دي وقال مش هيود لي باي كلمة غير قدام الجهات السيادية في الدولة. بس. لان الموضوع لا يعي اي حد تاني. يعني بيأتيه الوحي. لا وفي حاجة تكلمها الكلام ده. ده كلام كده مش نوع صاحب خالصه. ما من ما قل لي ما انت بتقولي الوقت لما بسألك. بتقول له ابو يا اخال مش هيتكلم اللي قدام امن الدولة والجهات السيادية? انا قلت له الجهات السيادية عليا. يتكلم قدامهم في جميع الاسرار اللي مقاش يكفي. يعني انت المشاهد لما يسألك منين جبت ان دي سؤرة السيدنا عيسى وسيدنا موسى? وضي سؤرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول لي ابويا مش هيتكلم الجهات السيادية? لا 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 لا. students قدام بتصريقة دي انا بقى الموضة جيت ازاي? متعامل ازاي? ما بيش حاجة يعني مين اللي بيقول لابوك? لا ما ده لا مش تازل تعرف ده حاجة مش خاصة بسيطة قال. انا ما عرف ايه جماعة احنا بنكلم عن عن سرح احنا بنكلم عن عن سوسو اتجوزت آآ علي. يا استاذ وقل انت حضرتك بس معين ان انت تبحث بالظاهرة اللي قدام عينك مش في اسرارها. مش لا يمكن. ده سيء مش خاصة. يعني انت عايز تخفي اسرارها? طبعا خفيها طبعا مش من بحقق بتعرفها ولا اي حد تاني. انت بحقق في الظاهرة بس يا استوائل بس. ما انا بحقق في الظاهرة عشان كده بقول لك ده نصب. فانت تقول لي لا ده مش نصب. ده حقيقة. نصب ليه? ليه بتقول نصب ليه? طب ممكن تقدر سيادتك تثبت ان هو نصب. ما انا بقول انت صاحب الامر انت انت اللي تثبت لي. انت سيادتك تقدر. ما انا بقول لك تثبت لي ان دي صور الانبياء. قبل ما انا اثبت لك تثبت ان ده نصب ودجل وانا همشي وراك في اي حد. لو اي واحد دلوقتي قال لصور الانبياء بتظهر. في مكان حاولهم تنصب. تسمح لك. رفع عليك انت كده تمام. انت بقى الاول ان ده نصب ودجل. وانا همشي وراك لوقت الاخر خالص. مهم. سيادتك تثبت ان ده نصب ودجل. لا البيانة على من ادعى. انا اللي اثبت. يعني اما واحد يجي يقول لنا شفت قسامة بن لادن ماشي على البوابة. يقول لي اثبت لي انه قسامة لادن مكانش ماشي. مهمين صاحب الادعاء ان ده نصب ودجل. انت البيانة على من ادعى. انت اللي بتقول. انت اللي بتقول صور الانبياء بتظهر وانا اللي قلت. لا انت بتعيت ان احنا بنعمل نصب ودجل وسعواز. هو 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 من اللي يثبت مش اللي بيقول ان انا شفت هتلر ماشي قدام للستوديو دلوقتي. فما يقول ليش تثبت لي ان مش هتلر اللي كان ماشي. انا اقول له لا انت اللي تثبت لي ان هتلر اللي كان ماشي. طبعا يا سيد واقل بصفة اخراج الاعلامي وانا رجل خديد كلها وجامعة وجميع العديدين ده كترة احنا محتاجين قدرات اعلى من لنا كلنا تثبت الكلام ده مش احنا. ايه القدرات بقى? اسأل لا القدرات نقدر نتكلم فيها مع المسؤولين في الدولة يا جماعة وخبرات علمية كبيرة تبحث الظاهرة الغريبة اللي حصلة في الكون. ايه الظاهرة انا ما شفت الظاهرة لغاية دلوقتي يا يعني انا شايف شوات لمبات انتوا قاعدين تنوروها وآآ رسومات انتوا رسمينها. ربنا ننور قلبك يا سيد واقل المعقولة مش افت الغزاء بس? ياه. لا مش ممكن. طبعا عملنا كيبا طب من كده تاني. لو انت عندك المعجزات دي ما تحللنا يا سيد حسام زي ما قلت لك مبارح. وليه علاقه والسكر والزيت. حرق لنا فلسطيني يا اخي. وهو ماله هيحرر دا لي يا سيد واقل. طيب. خليك معايا بس هسأل ضيفية وعرفته على كلامك. بس اعلق على حاجة. انه ملاحظ في اتراب في التفكير شديد جدا. في مراوغة وفي سرية وفي غموض وفي خلق الاشياء. وفي اه تهرب زي ما حضرتك شايف. هو بقول ابويا اه ما يتكلمش اللي قدام جادس يا دي. كل ما حركتيجي يعني تاخده في حتة محددة يراوغ ويهرب منك. وهي دي اه سمة التفكير البدائي والتفكير الخرافي والتفكير السحري. وده الحقيقة مشكلته يعني الحكاية مش مجرد ان هي حاجة كده بسيطة. وهو حد بيقول حاجة وخلاص. لا. ده ده بالضبط الحراكة زي الطعام الفاسد. والدول الفاسد. وزي المخدرات لما بتدخل. يعني لابد وان تعتبر جريمة. لانها تلويس للعقل. وخيانة لامانة العقل. وتدليس على الناس. وده للأسف الشديد. بيخلينا نرجع وراء كتير. وحنا عندنا مشاكل كتير. طبعا. فالدول دلوقتي بتعمل ساحات العلم. لما بجد انه عادة اعداد كبيرة من الناس. اه. ومحاضن للتكنولوجيا اه اسرائيل. اه. فعندها تاني اكبر قاعدة علمية. بتصدر بسبعين مليار دولار. اه هاي تيك كل سنة. طيب. عادين نتكلم في كلام خايب. على فكرة يا دور. على فكرة يا دور. على فكرة. على فكرة سانية واحدة. الحكام اليسرائي يوميا. ده علم بره. ده علم بره. ده علم بره. حضرات ده. كان في لوحة رسمها الدكتور السيد الخضري. اه 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 اه. قبل ما اطلع فاصل انت درت تعرفي وبقولي الوقتي ده سر. ما مش هيقدر ابويا يقوله قدام جات سيدي. هل انت درت تعرفي السر? انه انه. صور الانبياء. مين يقولك ان دي صور الانبياء? انا بس عايز اقول السؤال. اه سؤال ده عشان لازم اطلع فاس. اه. اطلع فاصل انا ما هي ده الموضوع. الوقتي. الوقتي. ما ينفعش ناخد. ما ينفعش ناخد. ما انا مش هادر اتكلم. انا مش هادر اخد حتة من الجزء. بتستقطعوا على اهل البيت. لا لا اوه مش دار. ان يحصل فيه كزا. يا فندم. صور حضرتك ايه? حضرتك حاتلنا الحبر. ايه زي ايه. انا عايز اقول حضرتك حاتلنا الحبر يا فندم. وروح. حضرتك روح تشوف. طب اي حد اي حد ترسل صورة. طب انا عايز اقول حاجة قبل. اطلع بس. فضل. سويا. انت في البقى بتقول. المناشة دي مناشة غريبة انا شايفة ان خطراتكو احنا. احنا مش بيش مؤفعة. طي يا جماعة بس عشان اصوات متتداخل. عايز قبل الفصل. سرعة. ساز احمد بس لو سماء. مش بسرعة حياتك لازم. ما انا يا جماعة انا مش لاري مجيب لسؤال. مين يقول اني صورة الانبياء. مين يقول اني صورة الانبياء. بس سؤال. لا اتعمل الحلقة مين يقول صورة الانبياء. اه طبعا ما هي الحلقة عن كده. سانية. الادعاء ايه. خليها تكلم. خليها تكلم. انا مش هكمل اتشوار على فكرة. انا مش هخش في الحوارات دي. لا لا لا. انا مش هتكلم كده. ما هي ابدا. لا يمكن ادخل في مجال زي دا. انا دلوقتي برضو السؤال حالتك عايز تجيبني ايه اللي يثبت. ما ينفعش اتكلم من نص الموضوع يا اساس واقل. دلوقتي انا عندي ظاهرة حصلت في مكان ما في مقام. عندي معجزة ظاهرة جسمان اللي انت وبردو انا مش عارفة هم مقتنعين ولا ان هذا الجثمان وحتك مش مقتنع بيه. جثمان الامام يحيا. عرفنا من يعني ان الجثمان امام يحيا بداية الخيط ان الامام يحيا اللي حضراتك مش مقتنعين به كان بيظهر له الحج سعيد وقال له احفر هنا على عمر خمسة متر. ايه دليلك على كده? الحج سعيد? لا. في لجنة دليل دليل مجلس الاعلى لطرق ه warfare قال ان ده القبر قال ان ده القبر. قال пятьان ده الاعلى للطورة الصفية. انا ما تخبر من لقطة تدخل في لقطة. يعني ايه? انا بسأل. اثبات الجسمان وبعدين المعطيزات. من كلام? هبياخد من كلامنا? انا مهمتي لما تجاء لما 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 تقول كلام لازم اسأل. لما تقول المجلس الاعلى يا جماعة شوفونا المجلس الاعلى للطورة الصفية. لا لا حضرتك في الاول قلت. هل قال. انت قلت بتتشكك مبارح ان مين قال لي ده جسماني. ما عارفش مين قال الدي ان ايه? دي ان ايه ايه? هو جسمان ما انا لازم اتجيب الخط من اول. شفتي جسمان? لا انا ما شفتش. بس انا وصف. يعني المجلس اعلى طورة الصفية ده اي كلام يعني في البلد يعني. كله كله من غير غليل. يعني ايه كل كلام? حضرتك بتتكلم على قرصي ما شفتش مبارح ازريتك. المجلس اعلى طورة الصفية قال خلاص ان ده مبغي الامام يا حسن. لا فيه بقى مجلس. قال ان صور الانبياء بتزهر. هو حضرتك بتتكلم يا جماعة. انا قلت. انا اتكلم على صور الانبياء. ده انتو عايزين تثبتوا ده نصب خلاص تثبتوا نو نصب. روح ايفلوا المكان. لا لا احنا ننهي الحوار ده روح ايفلوا المكان. انتوش عايزين تسمعوا. روح انا ايفلو ايفلو. انا بقى نادي باجلس الدولة اهو. انا نصب ودجل وش عواز ايفلوا المكان بتاع. والله يا والحياة ازا جهز الدولة اللي بنتخذ موقفا فالحياة. والله سايبين وليل غد دلوقتي. سيد حسام خليك معي بعد الفاصل. عشان بس تجاوب لنا على السؤال. لا انا مش براك. التاني بقى. مش ميديه لي فرصة اتكلم ده مش براك. نجاوب على السؤال التاني المتعلق بيه اه هل بقى ده دجل وشعوازة ولا اتجار بالديني انت قلت. يعني ما ما قلت ليش لغاية دلوقتي انه انه ايه دليلك على اني دي صور الانبياء. تبارد والله. ما بتدريش فرصة تكلم. برضو الدليل. دلوقتي انا عندي معجزة. ليه? انت مش ماسك اول الخط. في معجزات تانية حد. دلوقتي احنا بنتكلم. يا دكتور. انا عايزة اسأل الدكتور محمد. احنا بنتكلم في الشريعة ولا خارج برا نطاق الشريعة? اللي هو ايه ده. بنتكلم في الشريعة طب. لا انا ما بتكلمش. الموضوع ده خارج نطاق الشريعة. اللي هو ايه بقى. الموضوع اي ايه بتحصل. ايه. فوق ادراك العقل. ما تقوليش اصلي هو. لا ده تديهي الشريعة. انا ما بتكلمش بالشريعة. ادراك عقل ايه? الامان. هو حضرتك بتقول اصلي زمن المعجزات الانتهى. الهدف ايه? هو مين الان السعب كام زمن المعجزات الانتهى? ازا كان عمام بالخطاب. عندك دليلك. عندك دليلك القرآن. انا بس. احضرت انا بس. الحديثة الشريعة لما قال يا جبل. اه سبسارية الجبل. ودي معجزة العمام بالخطاب بعد ما وصول مات. ازا المعجزات موجودة. اما بقول لك اللي دي. اعترفت ان في كرامات. دي كرامات. دكتور احمد سواء. انا هسيم حضرتك تتكلم. هل في مشاهد ممكن اسمعكم? ملوطة متعديش. حضرتك دلواتي. ما انت بتتكلمه وهو تلاتة بتكلمه. حضرتك دلواتي. المشاهد اللي هيصل. سواء يا دكتور احمد. سواء يا دكتور احمد. حضرتك دلواتي. حضرتك دلواتي. عشان لازم اطلع فاصل. طيب هطلع فاصل يا جماعة. اساس حسام خليك معايا. آآ نكمل معاك المناقشة بعد الفاصل. ونشوف. يا جماعة لو ده دجل وشعوزة واتجار بالدين لا يجب استماح بذلك. آآ لانه الحقيقة الادعاء بانه صور الانبياء تظهر في مكان آآ هذا الادعاء ممكن. هذا الادعاء. هذا الادعاء ممكن ممكن يؤدي الى آآ تغييب العقل آآ جذب الناس الى الخزعبلات والدجل والشعوزة. بالاضافة الى الاتجار بالدين. مش عارفين ان الناس بتتكسب كام آآ من هذا الكلام. واضح جدا. قدامنا هنا الوجه. وجه حضرت الامام علي بن ابي طالب كامل. انا بحدده الدائرة كاملة بوصص في اتجاهنا. علينا. ادي العين اليسرى. العين اليمنى. الانف. الشارج. اللحية. الصمرة واضحة جدا طبعا. والعمامة كاملة كلها فوق آآ راس حضرتها. واضحة جدا. مش محتاجة توضيح. احنا قلنا ان في بعض حضرات الانبئة اللي زهرين في المكان زهرين بأسماء حضرتهم. البعض زهرين بأسماء حضرتهم زي حضرت سيدنا محمد الاسم جنب حضرته. سيدنا الحضر عليه السلام. سيدنا داود عليه السلام. آآ سيدنا عيسى عليه السلام. وكده هدول حضرتهم زهرين بأسم وسيدنا الحسين عليه السلام. عن التنية لجوة كده. طبعا هنشرح دلوقتي تجلي حضر سيدنا المسيح عليه السلام واضح بالاسم. باسم حضرته جنبه. هنتجه في اتجاه رخام. الاسم طبعا للتوضيح كله كامل كلمة عيسى. العين. واضحة جدا. العين. ننزل على ليه? على السين والدوران الليه والنقطتين. واضحين اسم حضرته كله كامل على الرخام. تاني للمشاهدين. العين واضحة جدا. اهي. ننزل على تحت كده باليه? بالسين. بدوران الليه? النقطتين. واجه حضر سيدنا عيسى بروفيل. للخد من الجهة اليسرى. بصس في الاتجاه ده كده. قد عين حضرته كلها واضحة جدا. الشعر من فوق على الرأس. العين واضحة تحت. الانف. الشنب. الفم. واللحية حضرته. عليه السلام. وضحة جدا. طبعا نتكلم هنا عن تجلي طبعا من التجاليته الواضحة جدا في المكان باسم حضرته سيدنا الحسين عليه السلام. واجه حضرته كله زي ما واضح قدامنا ده بعمل عليه علامة كاملة. العين. اليسرى. العين اليومنا. الانف. الشنب واضح جدا. اللحية كلها بينا. والعمامة فقراص حضرته. ومكتوب اسمه في نفس التجلي. للتأكيد للعالم كله. كلمة حسين قد الحا. سين يه نون. تاني. الاسم واضح جانب التجليحة. سين يه نون. كامل الوضوح. شهدين احييكم من جديد. هنكمل معاكم في مزاعم متعلقة بظهور صور الانبياء. اه في مقام وضريح الامام يحيى. اه هل نحن امام دجل وشعوزة ونصبه ادبار بالدين? ولا ده يستند الى اسانية دينية كما يسوق اه الذين اه يسيطرون على المكان. اه هاخد الشيخ محمد عبدالسلام عضو المجلس الاعلى للطرق الصوفية. شيخ محمد اهلا بيك. شيخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام واتلا وبركاته. الله. شيخ محمد اتفضل اتفضل. والله يعني انا صاحب جدا ب is عجب صابعا جدا مناشرة الموضوع الانتر تناشل. اه ولكن المشكلة ان احنا انحنا نحول التصوف في لاخذ عبالات. و يعني وامور لا يعني لا يعني لا تتقصر من التصوف بآي حال من الاحوال. تصوف الخلاق واداب وسلوك لا يمكن بآي حال السلوط يا جمام. اه يعني الناس في التصوف بهذه الصورة. ما عليك التصوف بزهور يعني هذه الخزعبالات على الجدران او غير الجدران. يا سيدي التصوف علوم ورصناها عن ساداتنا الاكابل مولانا الشيخ الشعراء ورحمه الله. النموذة بالصوفة الذي نتمنى ان احنا نشوفه في كل بيض. هم هم الوقتي بيتشبثوا بانه اه في شهادة من المجلس الاعلى بطرق الصوفية بانه ده فعلا مقام الامام يحيى. يا فندم بعد اذن حضرتك. اه الشهادة انه انه في مقام الشيخ يحيى او غيره. اه هذه يعني معلش اه لحفظ املاك لوجود للإقرار بوجود مكان مقام هنا. لا مشكلة. لكن ليس هذا التصوف اي حال من الاحوال. هذه الصور وهذا الهراء وهذا التخلف لا علاقة للتصوف. دي اطلاقا حضرتك. مولانا الشيخ الشعراء ولم يعطلت بمثل هذه الامور وهذه الخزعبالات. ويعني بعد اذن حضرتك. يعني ان احنا نضيع يعني زي انا شيخ الاسلام يعني ابن فايمين اللي هو كان عدو لدول التصور في رسالته الماتعة والرائعة الصوفية والفقراء. اثبت فيها ان الصوفية هم صديق الامة. المقامات التوبة والصبر. طب انا اتمنى ان المجلس الاعلى للطور الصوفية يتخذ موقفا يعني لانه يتم الزج باسمه. يتم الزج باسمه. يعني هل في صور انبياء بتظهر ولا دي اكذيب ونصب. اه هذا هذا يعني محض الخيالات واوهام لا علاقة لها اطلاقا لا بالاسلام ولا بالتصور ولا بالكلام انصاب تماما يا سلوائن. اه اسألوا بالسلوائن. يعني جاهلوا بالسلوائن لا يعني في جسمان هناك. هما الدكتور حسن الشيناوي. انا ما بكلمش على صور انبياء. انا بتكلم على المقام. المقام. واعترفوا. بتكلم عن المقام الجسمان اللي هناك. كل نلام كده. يعني حتى كمان كله كده. دكتور حسن الشيناوي يا فندم حياتك معي على التليفون. لما قد درهم الدكتور حسن الشيناوي اللي هو الله يرحمه اللي هو كان رئيس المجلس اعلى طرق الصوفية. ودرهم شهادة مختومة انا بتكلمش على الصور. بتكلم على ظهور الجسمان. المقام. ده ده اي كلام. ما قادش صور انبياء. انا نسا بقول له ما بقولش على صورة. بكلم على الجسمان. ايه? بعد اذن حضرتك فيه فيه املاك للأوقاف. وهناك املاك فيه المجلس الاعلى للطرق الصوفية. المقام ده تابعا للمجلس لا مشكلة. المقام? مستمع حاجة. لكن حضرتك ليس هذا تطوف في اي حال من احوال. اين مقام التوبة والصبر والخوف والرجاع. يا استاذنا لو سمحت. لو سمحت. حكيموك تفسر كلامه. لو سمحت. كلامه انه بيقولك انه 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 المجلس قال ده مقام بس ما قالش. طب يعني احنا متفققين. لصور انبياء ولا معجزات. اه اه. طب هو حضرتك تعلم كيف اكتشف الجسمان يا فندم. خلينا بس نتكلم حاجة حاجة. حياتك بتقول هو المجلس الاعلى قاية ده ده مقام والجسمان هناك. حضرتك تعلم كيف اكتشف الجسمان الامام يحيى? يا شت يا شت الكل بعد اذن حضرتك. قال الله سبحانه وتعالى منها خلقناكم. وفيها نعيدكم. ومنها نخرجكم طالة الاخرى. انا اتحدى اي واحد سيد دولي اكلها. ليقول لي ان فيه جسد موجود. والاهم عرفوا منين يا فندم الجسمان كان ماتفون عرفوا من يا فندم. عرفوا من حضرتك. بعد اذن حضرتك. اكتشفوه ازاي بس ده سوالي. يا استاذ عندنا مية اربعة وعشرين الف نبي. اين اجساد هذه الانبياء وغيرها من الصالحين? هتكسبك من سؤال الانبياء انا بتكلم على جسمان كيف اكتشف الحاج سعيد زمزم جسمان الامام يحيى? هذه الامور يوجد الجسد ولا يوجد الجسد كلها طراب. لا علاقة للتصوف هذه تماما. لو سمحت بس يا لو سمحت اسأل حضرك سؤال بس. حضرك دلوقتي احنا لا انكر للصوفية. الصوفية ده على عيننا وعلى رصنا. ولا احد يتكلم عن الصوفية والستاذة الصوفية كان لهم وزن ايه في الاسلام. ولهم دور في مراش الاسلام. لكن السؤال تحديدا. تحديدا حضرك. بس حضرك انا بسأل سؤال لان برضو الاستاذة هند هنا اللي كانت بتسعى لحضرك دلوقتي بتقول دلوقتي والدكتور احمد ايضا اللي هو في الجانب الاخر. بيقولوا والله احنا دلوقتي هذه المعجزات بلاش المعجزات. قالوا الكرامات. ده مش بعيدة ولا حاجة. وان صور الانبياء دي ده من الكرامات اللي موجودة في هذا الضريح. وان واجب ان احنا نؤمن بذلك. وانا اعتقد في وجود هذا. وانه ده ازاي. وبيقارن. دكتور احمد. بيقارن. بيقول لك ازاي احنا بامنهم حطب وسنست فلان وفلان. طب الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها موجودة طبقا للتاريخ. لكن هذا الادعاء اللي ادعاه الدكتور احمد والاستاذة هند. ده من ثلاثة اربع ايام ان مسألة فيه ادي عين فلان ودي النبي. هل صدر شهادة من المجلس الاعلى للطرق الصوفية فعلا تثبت ان صور الانبياء الموجودة على جدران. على جدران الضريح. ده فعلا صور الانبياء. هل في شهادة من المجلس الاعلى. احنا ما قلناش ان في شهادة. انا قلت انا قلت ليه الجسمان. انا احنا عاملين الحلقة بنقول هل ده الجسمان ولا مش الجسمان. ما ما انتو ربين فكرة اكتشاف الجسمان. يعني انا مش فهمة. هو الجسمان ده اكتشف. اش مانا انا مسدق المعجزة الاوانية. او الاي الاوانية واش مسدق الباقي. حاجة غريبة. موضف غريب. يعني ايه مش فهمة. ازاي دكتور محمد اتشفت. الامام يحكي. كلنا بالتكلم. انا مسأل سؤال ازاي دكتشفين. انا عايز بس عشان ما هاخد بس سليفونين بسرعة اه اه اطاعتو على اللي كنا عايزين نسم. استاذ احمد احمد كمال استاذ احمد فضل. ايه احمد. فضل. استاذ واي الرخام اللي انت شايفه عندك ده. ده نوع من الرخام اسمه اربسكاتو. نوع من الرخام اسمه ايه? اربسكاتو. اربستاتو? اربسكاتو. رخام ده موجود في شهر التعبان تقدر حدودك تروح تشوفه. احمد سؤال انت شوال اعمد. خلينا بس هي يعني مش هنقمع. هو هيقول وبعد كده هيبقى معانا وتسأله. مش يقول. عشان يكمل معلمته بقى. نوع معلومته. نوع من الرخام اسمه اربستاتو. اربستاتو. ده ماله بيعمل ايه? الرخام ده يا فندم عليه هتبص عليها هو هو طبيعته كده. طبيعته فاته شريحات. مم. وتبص عليها بتشوف انت جميع رسمات اللي انت عايزها. وزي ما قال الشيخ خلي بالدم ده كده بالضبط. انت حتى لو بصص في الفضاء عادي. في الصحاب عادي هتشوف الاشكال اللي انت عايزها. الرخام ده لو نزلت اتعبان حضرتك هتلاقي اسماء مكتوبة اه واشكال طور معمولة. وتخيل انت زي ما انت عايد. مم. اللي احنا فيه دواهم الناس دي بتأخرنا محت سنة لمورة بناس دي شوائد جهلة. ايه يا لو سبعت بدون 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 ايل لي تعد? انت يا هاي متقولしょ جهل! متقولش ماتل decisions. بتقولش جهلة. لا مش هسمح لك لو انت طي童. طييد. طي 100 تولط فيها لو كفتلك لا. الرجل بقولك انا بشتغل في رشعت. طيود شوائي جهلة. احنا بتحفظ على النفذ ده. طي ومعانا بكليوسات واللسانسات. وانت لا يا عيبك. بس انت اقلل في التعليم. لا لا محاجدش هكلم. لا اقلم التعليم. يباعد يقول جهلة. يبيحتهم نفسه مقولش جاهل. خلينا بس. اه رجل الشرف الرخام بقولك النوع ده انا عارفه. بيشتمش يقول جهلة. يقول اكلمته ويتكل على الله. انت انت اخصايا رخام. ما بقول جهلة. هو ما اتكلمش في الدين ولا في العلم. هو انا اتكلم في الدين ولا في العلم. لو شدمك انت مش هتزكت. انت رديت على موضوع. انا مش جهلة. انا مش جهلة. خلاص. طيب. هو اللي معلومة مش جهلة. انت رديت. معانا الشيخ احمد بلا. محمد بلال ولا احمد شيخ اه محمد بلال تفضل. شيخ محمد. يعني هذه الاشاءات المنصوبة للتصوف الاسلامي يعني زيفا وزورا هي تسيق تماما للمجلس اعلى للطرق الصوفية. المجلس الاعلى منها براء تماما وكذلك جميع المخالفات الشرعية التي تسيق يعني. انت انت حدك عضو في المجلس الاعلى للطرق الصوفية? لا انا نائب نائب الطريقة القصبية عن السيد عبدالهاد القصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية. اه وشيخ ورئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية. اه. فضل. معتب. معتب. اه اه. هل 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 يمكن ان تظهر صور الانبياء كما يكونون? اه دي خرافات وخزعبلات وجهل المطبق واوهام لا يمكن ان تستقر في قلب انسان باي شكل من الاشكال. انسان عاقل مسلم يعني يدين بدين الاسلام. اه لا يمكن باي حال من الاحوال ان هو يعني يستجد لهذا الغرق. انت طريقتك ايه? الطريقة بتاعته قال ايه? نائب طريقة ايه? الطريقة الصوفية بتاعتك اسمها ايه? انا انا الطريقة القصبية. الطوائل ايه? القصبية. القصبية. دكتور عبد الهدر عبد الهدر القصبي. اه ايوان. مشيخ الطرق الصوفية نعم. تمام. بقالكم كم سنة في الطريقة دي? بقالها كم سنة? بقالها العمر كله حضرتك. بقالها كم سنة? بقالها العمر كله حضرتك. عم كله ايه? الف سنة يعني? والد سيد عبد الهدر قصبي كان شيخ مشيخ الطرق الصوفية. اذا كان في اختلافات ما بين الطرق الصوفية وكله بيكفر في بعض. في اختلافات انا مش عايز اقول لك الطريق الاصابيق مش هتكلم عنها. في ناس كتير خرجتها خلص. من الطوع. انتم بتكفوه بعضكم اساسا. بتقولش بقى كواماتكم مش كوامات. لا ما وصلوش للتكفير بيختلفوا مع بعضنا. لا لا ازا كان المزاهب يكفوه بعضنا. المزاهب يختلف. يعني اه 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 استاذ هالة تفضلي. ايدي قدير. استاذ اه استاذ خالد اتفضل. بسينا بخير يا استاذ زوائل. اتفضل استاذ خالد. انا بحييكوا بحييك المرابوزين مع حضرتك. بيحييوك جميعا اتفضل. ببنا اخليكوا انت اقول لك نفس اللي قال الاخ السابع قبل مين بدوت امزل ايه بعد قمر شاء التهبان. واخبالك فيه نوع من الرخام اسمه على بصر ونوع عبيد اسباني. عليهم اشكال بكنا فيها اسمها يا استاذ وائل. اروه في الرخام. من صنع الله سبحانه تعالى. يعني الكعبة نفس الشكل. واية الاية الكرآنية حميم. مستوهوش الا سعيد زمزم. يعني انا مش ادرى صدق. موجود. مفيش حد اشتغاء. موجودة. هيات كرآنية. وحميم. مفيش حد اشتغاء له. والكعبة. يا انا مش ادرى صدق والله. ما كانت الناس اشتغيته وزاو صدق. يا دكتور احتي بيكمل الكلام دفت واقوة. لا 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 فعلا ده تهريج. يا استاذ انا عايز انا عايز افهم حاجة. اه مش انتوا بتقولوا انه 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 ده بيزار. خليك معايا يا يا سابت. انا بس سآل سؤال بس. آه اه واضح. دالة في البلد. يا اه. هند هند. بلعقل. بس العقل يا دكتور. يا جماعة بس لو سمحتوا. انا بس سأل سؤال. انت بشتقول لي انه هزي الصور تظهر? يعني اكيد بتختفي. صم تازع. اللا وانحنا اقابنا قدامها. سابتة. سابتة يبقى مين قال انها مش معمولة. هو حيث اتجبت الدليل معمولة الزهات للحبر. ما تجبيني الدليل. انا دلوقتي طالبي البيينة على من. بص يا اساس. على من يدعي بالشايد. احنا عندنا ظاهرة دلوقتي بس هتكلم كلمتين. تعال فهي لو انا روحت مثلا. احنا. وبعدين لقيت اختفت. وبعدين عادنا قدامها كده. وبعدين لقيت لقيت قدامها كده. فظهرت امامي فجأة. هنا. ايه ده? ما بيحصلش كم الحاجة. يعني هي سبتة. هي مبتختفيش وبترجع تاني. هي مبتختفيش قرآنية? ما تقدمني الدليل. مرسومة. في ناس فروسيا بقولك. في ناس فروسيا زهروا على جسمهم ايات قرآنية. اللي بيقول ان دي. هل هزا بس? هو المطلوب. حضرتك اللي بتكذبه. انا بكذبه لان ايات قرآنية. لو سمحت يا استيزاء ايه بقى? لو انا قلت لك. اللي سوى. الدكتور عمالي سورة. طب اقول لك. تعرف العشرة مساء اللي هنا اللي طلع دي? خليني بس لو سمحت. لو سمحت استيزاء ايه بقى? ما تقاملش سورة. هو اللي عندك ده من استيزاء. لا مش استيزاء. هو اللي عندك قباسك. اقولك قباسك. اقولك كلام. ده بقولك نبوء من الالف ومساة. الاعداد عندك. يجيب لنا صورة الكعبة والصور الكرآنية. عزيزة. هو ايه الاستيزاء? مكتوبة اللي على الكعبة. مكتوبة. حيتك جايب منين نهمة. يا اتزا ايه اسماعيني مرسوما منين. العكامة مكتوبة. ازاي؟ فين الحبر? مكتوبة بخيوط الذهب على الكسوة بتاعة الكعبة. يا ايه اسا ايه؟ مكتوبة مصنع بعملها. محدش آلي ده ده سؤالي. انا مقولك ده ايه awareness. انا مقولك ده اكتولي ده مرسوم على الارف. انا بس عشان يا بتاع اساس خالد عايز تقولي ده اكتولي ده مرسوم على الرخام. طيب معايا سرعا انا بقول لك ده اكتمر شيخ مرسوم ازاي. شيخ مظهر تفضل طب وستاذ هالة من البحيرة بسرعة وبعدها الشيخ مظهر شهين استاذ هالة تفضلي ايوة تفضلي فا من فضل حضرتك بس مش عالت حد يقصعني دية واحد تفضلي فا رحت الضريح ده من اكتر من عشر سنين وشفت وضعه قبل كده وشفت وضعه السور دي والرخان ده كانوا بيتكلموا على انه بتزهر صورة الشيخ احمد استفعي الشيخ مش عالت صراحة بخليل في الاول بالوقت اتطور الموضوع ان الشيخ ان الانبياء والرسل كما ايه يارو يعني يعني انت من عشر سنين كانوا بيقولوا انه بتزهر كنت بروح وشفت روحتك اكتر من مرة المكان ده وكان فيه صندوق على ايدك الشمال من المقام كانوا بياخدوا فيه تبرعات ما كانش فيه لعالم مصر ولا الكلام ده كله ولا ولا الذكرات اللي هي الجامدة دي ولا الوضع الحالي الحاجة الثانية اللي انا عايز اقولها ان فيه مقامين في اسكندرية مقام سيدي ماكين او سيدي يقوت العرش نفس الرسومات الرخام ده نفس مرة الرخام معمور دي المقامات دي وتشوفه هتلاقي فيه صور اللي انت عاوزها وقوله يعني كما تتخيل الحاجة الثانية لو روحنا مقامتي ده علي نفس القصة فهو كل الكلام ده كله عبارة عن وهم وف نفس الوقت مش وهم و بس ان فيه فيه نية تانية ان انا استغل الموقف لشيء مادي غير كده لأ ما لهش علاقة بالتصور انت شايفانه ان التجارة يعني اه ان الاول ما كانش الوضع كده على فكرة وكان الاول والشخص اللي بقولك يعني انت ما شوف لما روحتي ما كانش المكان بالفخام اللي احنا شايفين ده بيخرج وبيطلع وانا شايفة في ايدي السجاير وبيروح وبييجي من اكثر من سنة 2008 الثمانية. اللي هو اللي ستسح سائم. ما شاء الله. ستسح سائم. راحت وشافت وعملت. وانت اللي كان بيخليك تروح هناك ايه? على اساس ان انا سمعت لنفس الماضي يعني فيه مقام وظهر. انا مش معترضة على المقام نفسه. انا انا معترضة على الصور. انا على النفس اللي ما ببص للسماء زي ما سيخنا قال بشوف اسم سيدنا رسولي لأ. بص الانسان لما بيحب بحد جامد بيشوف اسمه على كل حال. ايه اللي يسمت كلامك? ايه اللي يسمت كلامك? ايه اللي يسمت كلامك? وده عيب. وابنا فتح لهم والساعة لأهل البيت. هو ده عيب. انت بيتعيبيهم. بيتعيبيهم على العلم مصر. ما كانش في العلم مصر حط على مصر. ما اللي حط على مصر. ما كلمناش في الموضوع ده مديها السماء. حاجة في المستقبل. يعني كله نتكلم في الماضي. في صورة ايه اللي هيحصل في المستقبل. في صورة انا اديتها السماء وطلعها طلعيها معرفش سماء في الاعداد عندك. طلعيها يا سيسا. اه. انا جايبها انا طلع من اطلس خريطة استراليا. المفروض ان بيقال ان فيه كوكب هيدرب الارض. دي الحاجة الوحيدة اللي جاية. كويكب هيدرب الارض. اه اه. في المبؤات. اخلي حاجة تشرح. تشرح. الكوكب ده من النتيجة بتاعته او النتائج بتاعته جايبين قارة استراليا. وانا دتهالها عشان تلاحها. كيف مكتب المكان بالضريح ده? عالجدران. ظهرت صورة استراليا مقسمة. دي من زمان. دي بقالها فترة. موجودة على الارخام. دي بقالها فترة. مش ظهرت مبارح. اتحققت في الصورة اللي ظهرت. مش صورة انبياء بس. ودي معجزة برطة. طي. انا لسه احنا لسه ما تكلمناش. ما ايش. هي مش نبوقة. هي مش نبوقة. طيب ما نشوف الصورة ونوريها للمشاهدين يا استاذ واقل. يا جماعة بس. يا مسبت العقل. عباسي. طيب. انا لسه ما تكلمتش. لسه ما قلتش. الصورة ايه? عباسي. طب ما نلغي يعني يعني استراليا هتتنقسم لايه? انا عايزة تطلع الصورة للمشاهدين. فين يا جماعة الصورة? انا مديها لها قبل ما ادخل الهواء. صورة ايه بتبين ايه? كأنها كأنها طلعة من اطلس. انا مديها لها الصورة اطلس اهي. وهاتي بتاعة اطلس يا سامة برضو ده لمديها لك الزرقة. دي صورة استراليا في اطلس. كارة استراليا. حلو. ونيوزلندا تحت. اهي الصورة واضحة. هاتي بقى الصورة. في مقام زارة استراليا ايه? اهي. الصورة الكارة منقسمة الى تلت اجزاء. اهي. منقسمة مكتوب عليها جزر. لان هو عنده حاجة تانية. وبهم انتو ما صورتوهاش. ودي صالعة من فترة ان فيه كوكب مرسوم ان فيه كوكب هيدرب الارض. وان الكوكب. هيدرب الارض امتى? لا مش قايلين بصراحة التاريخ والساعة. يعني هم قايلين يدرب الارض. انا تحكي وانا هقولك النبوات. ما انا مدهزة مش عايفة اتكلم. انا بكلم على ايه? ايه? دي النبوة والسوء صلى الله السلام بيقولك يا اهل مصر. جاءتكم البشارة. لما نصوتم قلل البيت واقضوا. وانتو. دكتور مساحنا. انا هاخد الشيخ اهل البيت. هاخد الشيخ مظهر شاهين. شايخ مظهر تفضت. الشيخ مظهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلامة الله وبركاته. تفضت. انا رأيي في هذا الموضوع انه محض كذب وافتراء وانها ليست ليست الا يعني حالة من الشعوزة وحالة من الدجل وحالة من النصب وحالة من الافتراء على الانبياء والمرسلين. اولا من حيث المكان هل هذا المكان اقدس عند الله عز وجل من الكعبة الشريفة? هل هذا المكان اقدس عند الله عز وجل من روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم? لماذا لم تظهر صور الانبياء والمرسلين حول امام الانبياء والمرسلين في الروضة الشريف? ولماذا ظهرت في هذا المكان تحديدا? هل هذا الشخص الذي دفن في هذا المكان اكرم على الله عز وجل من حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يكتمح حول الأنبياء والمرسلين بمن فيهم حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا المكان أظهر عند الله عز وجل من الكعبة الشريفة أو من روضة رسول الله أو من المسجد الأقصى حتى تظهر فيها صور الأنبياء والمرسلين أعتقد لا وبالتالي هذا افتراء على الله ومن أكد لنا أن هذه الصور هي صور الأنبياء والمرسلين هقول لحضرتك على حاجة زمان لما كان واحد يحب ينصب على حد ويكتب عقد أرض علشان يثبت ملكيته للأرض كان يوقع الشهود على هذا العقد الأموات يقوم يجيب أسماء ناس ميتين ويوقع مكانهم شهود على هذا العقد علشان لما واحد يجي يقول له الله العادي ده مزور انت مين شاهد عليك يقول للمرحوم فلا مش مصدقني بقى اروح اسأله في القبر بتاعه اهو صاحبنا لنا عمل زي كده مش مصدق ان ده سيدنا إبراهيم طب يظبت ان انت مش مصدق طب يظبت ان ده مش سيدنا محمد طب يظبت ان ده مش سيدنا عيسى عليه السلام طب هذبت ازاي اذا كنت انا ما شفت سيدنا عيسى ولا سيدنا محمد ولا حد من الانبياء والمرسلين فمن حيث المكان هذا كذب ومن حيث الشقف ونحن لا ننكر يبقى من اولياء الله الصالحين يبقى من عباد الله الصالحين اهلا وسهلا لكنه مهما كانت درجة صلاحه لن يصل الى نصف درجة صلاح النبي صلى الله عليه وسلم علشان ينال كل هذه الضجة وكل هذه الصور تلتف حوله الحل يا أستاذ وائل وانا عايز اقول لحضرتك حاجة احنا كان فيه مسجد عايز اسألك سؤال يا دكتور مظهر عايز اسألك سؤال معلش ممكن استضالي هو حضرتك بتقول هو ليه ما ظهرش في مكة او ما ظهرش عند الرسول او في روضة الرسول هو احنا القاهرة دي اولا هو دي مش ارض الانبياء يعني منطقة الشرقية ثانية واحدة هو احنا ما فيش عندنا في الاسلام مكان مقدس ثانية واحدة بس عندنا احنا معروفين من آلاف السنين نحن أرض الانبياء سيدنا موسى وسيدنا يوسف وكلهم كانوا هنا حتى اهل البيت نزلوا هنا يعني بعد موضوع يزيد بن معاوية كل معظم اهل البيت نزلوا هنا هو ليه دايما انا حتى ان كل المعجزات لازم تحصل في مكان واحد وقالوا هو الكعبة الكعبة او عند روضة الرسول على السلام هو دمه هدون اساسا اماكن مقدسة مش محتاجة تقديس تاني او مش محتاجة ان احنا نقول فيها ايات تانينية قريدي فيها زي ما بتقول اطهر مكان اللي هو مكان مكة وليه دايما بنقول من مستقطرين لا اصداهم مش الدقة دي كلها حوالين هذا الشخص اولا انت بتقول هذا الشخص هو هذا الشخص حتى تتكلم عليه ده انا مقدرش اقول هذا الشخص انا بقول سيدنا الامام يحيا اخو سيدنا نفيسة يعني انا فوجيت ان انت بتقول هذا الشخص زي ما يكون هو يعني حاجة مبهمة او حاجة مش يعني مش معترف بيها ما هو برضو يعني احنا ليه مستقطرين اللي هو استشهد الزمخشاري فيه معجز اكمل يا فندم حضرتك في التاب الزمخشاري هذا هذا الامام استشهد فيه موقع في منطقة الشرقية وهم لما كشفوا عليه الجسمان برضو لقول انه يعني مفروض ان الشهداء الارض يعني احنا انت سألتيه خلينا نسمعه اتفضل انتوا قاعدين في الحلقة اتناقشوا كرامة هذا الشخص برضو وماذا كرامة هذا الشخص والاقاعدين تناقشوا صور الانبياء والمحل لا انا 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 بكشف دجلا وشعوزة ونصبا واتجار بالدين يعني خليني بقى خليني اتكلم الكلام اللي المفروض نيتكلمه وكان المفروض السؤال اللي يوجه للاستاذة هند عكس السؤال اللي هي سألته هل هذا الشخص دا انت شخص مين بتقولي ان هذا الشخص يありがとうございました يا سيدة الكريمة انت اقول اللي انت عاوزها وانا اقول اللي انا عاوزه انت يومي صلى على رقعتين cinnamon انت حرة انما ما تفرداش علي اقول ايه وما اقولش ايه اللي هو ايه مين هزا انا بسألك بتقول لي هذا الشخص بقول لك مين هزا شخص يیا كان هو مين اي من كان ان شاء الله ماله بقى. ماله يعني هذا الشخص ماله. هذا الشخص اكرم على الله من رسول الله. هو ليه حتىك بتقارن? هو اولياء الله صليحين. انتزم اكرنهم بالرسول. مش في اولياء الله صليحين. هو ايه الا اكرم? انت ليه بحطة الرسول في جملة مفيدة? يا استاذ وايل انا بتكلم في مداخلة تلفونية. فل عندك يا اسمعوني. يا اما يتكلموا هم ونسكوا تحنة. مش بتسألني سؤال بتقولي انا بسأل الاساس اهند. ما امرض عليك. يخلص بس مداخلته ونكال. انا مش عاوز اخش في جدال مع حد. انا داخل اقول المعلومة اللي عندي. انتو مقتنعين بان انتو مقتنعين بانتو حرين. اذا كنت حضرتك عاوزة تثبيتي ان دي صور الانبياء والمرسلين لمجرد. لا يا فندم هي من صور الانبياء. حد بقى من علماء حضراتكم بدلا ما بتتكلموا في التليفونات تروحوا وتعملوا لجنة وتقولوا ان المكان ده بكان باطل والصور دي من صور الانبياء وتقفلوه. ده اللي انا بطالب. ده اللي انا بطالب بيه. لكن نوع نتكلم في التليفونات من بعيد وعندنا ظاهرة. تستحق البحث? لا. اه شيخ مازر انا عايزك بس تلاقش الاستاذ حسام زمزم لانه هو خادم المكان ما بيخوكش منه. اربعتاشر سنة. ما بطلعش حتى ايه. طب اتفضل. هدى كده حضرتك اناقش اللي انا عايزه. ازا كنا هنحاول نثبت ان هذه الصور للانبياء والمرسلين. لمجرد انها ظهرت في مكان او في قبر احد من ينتسبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا بقول اولا اذا كنا هنثبتها نثبتها للرسول نفسه. اذا كان فيه كراه اذا كانت ده معجزة تبقى تبقى معجزة للرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. الانبياء والمرسلين ملتفوش حول الرسول. وصورهم ما ظهرتش في حور قبل الرسول ورايحة شرقية عشان تلتفح اولا واحد من نفس الرسول ايا كان هو مين ان شاء الله يكون سيدنا عثمان او سيدنا علي هذا امر الحل يا استاذ وقال في ايه حضراتكم زيلوا الرخام اللي موجود في المأسورة او في المقام زيلوا مش صاحبنا سيدنا مولانا اللي مدفون في هذا المقام مش هو صاحب كرامات ولا هي كرامة واحدة وبتعدي اذا كان صاحب كرامات احنا هنزل الصور دي وهنزل الرخام ده ولو شلت يدك يبقى انت هتعمله زي داعش ما بيتقصه الاضرحة يصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم شروا فقهاء تحت ظل السماء فقهاء نهاية الزمان منهم تخلق الفتنة ولا هم تعود زيه زي داعش ما بيهدم الاضرحة داعش داعش مش عجبه اهل البيت داعش مش عجبه اهل البيت بيقصه حينما يتحول البيت عمل لكو عشر انا اكيد بقول لك حتى لو الامام عالي وانت مش موسو زينا مش موسو زينا مش موسو زينا مش شبيعي الهوى مناش جعل الام بس هتقول لي داعش من داعش انت طالع تقول لي صور الام بيهدم بس انت بتقول حتى لو الامام عالي داعش 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 خلينا نسمع بس طب يا دكتور مازر هي من الصور الام بيه ماشي ممكن تعملوا لابناء يا دكتور وتروح تشوف الموضوع دا يا جماعة احنا التلاتة بنكاعد هيخلص سليفونه مش ماعش اقعد ساكت خليك في اللي انت فيه دا صور ايه وزفت ايه وابنزرق ايه روح وزلوا الصور بيه وابنزرق على مسئولياتي دا وقت دا دا اسلوب انت ملقيتش حفظة بانت او بيه لو روح تتزلها وشوفت يدك تقول لي داعش داعش ايه وبتاعي انت اتخوفني بداعش لا ما اخوفكش يا سيز مزهر اقولك حالا السيدة هاجر السيدة هاجر ومنين اود عليه افحمه السيدة هاجر السيدة هاجر كان الملك اليكسوس من العملائك من قوية ام العاب في ام كامل دي وقت بوسعيد خلينا الام اسمعيل شوف مزهر استنى شوية عده هي من بوسعيد من مصر اوض الانبياء اوضي طرفه سيدة هاجر من العملاء من بوسعيد ام العاب سيدنا موسى لما ربنا كلمه سيدنا ابن علوان ملك العملاء اليكسوس اهداس هادنا ابن باهيق وهي معوفة ابن لوهيعة والاسيوتي وعلماء المسلمين قالوا انها من ملعاب من الفاما. بمسعيد. بالمصر. بسألك سؤال بس. يبقى. ده واسوس الله سبحان عليك دامي المسلم اطعم عندما وامدس من الكعبة. اه كعبة تتهدي. بس دامي المسلم لا. دون البيت اهل البيت امدس من الكعبة اه. الامبياء صلوا في ضريح الامام يحية. عشان الصور دي تكون موجودة هناك. انت من ساعة ما عدت ما قلتش حاجة. انت بتدخلي في مواضيع وتسكت وتعبت. قال لover. لين سخول. انا بكلم في موطة. انا بقول. بن Technologies founder quote. اهل اهل البيت اهل اهل واساس العاب. اساس العاب من الفاما. طيין يا جماعة بس عشان اقفل مع الشيخ يا جماعة لو سمحتة يا ساز احمد لو سمحت. طب يا اهل اätta ساخن في مصر. طب يا قابل يا اة znas اللعب. لو سمحت. مش اهل الذي بقول بالعلماء عليك. طب لو سمحتو ساز احمد لو سمع. اه الشيخ ماظر انت بتقول الحل هو ان احنا. الرخام اللي على الحيطة ده هو. طب ليه الازية? بتحليه كمل بس. كمل انه نفهم. لان في انواع من الرخام. انا كان عندي مسجد في طنطة. لما كنت اخش الحمام علشان قاطر قابل الوضوء. كنت لقي على الارض. اه رسومات في الرخام اللي على الارض قدامي. سبحان الله صور لبناء اذنين. كلمات مركبة تدي جملة مفيدة او تدي كلمة او كلمتين. الرخام ده هو اللي عمل المشكلة دية. لو ازيل هذا الرخام انا بتحدى دلوقتي على دريم. لو ازيل هذا الرخام انا اتحدى. انا هاخد منك الاستاذ حسان معانا يا جماعة. يا استاذ حسان. لو هي معجزة كما تقول هي مش معجزة رخام بالتأكيد. شيخ ماظر بيقول لك طيب نشيل الرخام كده. وطلع لنا المعجزة خلفا الرخام يعني. فضل فضل. وحياة رب العزة والله العظيم والعظيم السبت الاسمها هالة. انا سامع بتوع الاعداد عندك في التليفون اللي بتطلب الناس. راجل بتكلم بيت. قال لها السبت الاسم. يعني استنى بس استنى يا استاذ حسام لو سمع. احنا في عندنا نوعين لو سمحت عايز اوضح لك بس لو سمع. طب ما ما تأمنا. طب ما انا. طب ما انا. معجزاتك وصلت لهنا. يعني معجزاتك معجزاتك وصلت لهنا. والله العظيم هذا حصل. وما شايف الترفي الصوفية برضي. يا 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 استاذ حسام لو سمع. احنا عندنا نوعين من الاتفصلات. عندنا ناس بتبعت رسائل. موجودة على الشاشة هو. وعندنا ناس بيكتاصل. احني راجل عام ده كلم واحنا ستة الاهد. خليها اللى تقول. اني كن سτη تندوق على المين خسر. خليها تقول يعني. هو اللى خليها تقول. فمين اللى اللى الاهد. بعد dort ولا هم خدوا فلوس والعاجة. مشايخ الطرق مداخلية. يا جماعة خليني في الموضوع. يا 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 استاذ حسيام احنا مش محتاجين يعني بكل هذه الاتصالات مش محتاجين يجيب حد يهجمك يعني. لان انت 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 كلامك كفيل بكشفك وفتحك. مش محتاج اجيب حد يعني. قل يا استاذ حسامن. استاذ الشيخ مازهر بيقول. لا 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 كان في راجل عندك في الاعداد سمع صوته في التليفون في بيكلم البنت. طب خلاص يا سيدي انت يا سيدي انت انت كشفتنا. نكلم. نكلم من فضلك. لا لا دخل ليه هالك. انت الحياة كشفتنا. انت كشفتنا. تعال الشيخ مازهر بيقول لك حطم الرخام. وتعالى نشوف الصور. لا 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 انا اقول لك اكتر من كده. هات استيخ مازهر بخالي الجندي بكل اللي عندك يعملوا اللي هم عايزينه في المكان. واحنا مستنينهم. مع السلام. طب يعني يعني. يعني او ده يعني انا او ده بالطقى باسم الدين. لا لا لا. هات دول وتعالوا مع السلامة. يعني يتعامل الناس حتى على المصوبيان يعني. يجو يشوفو. طيب. اه للأسف يا جماعة يعني ده اه دكتور محمد. بس حاجة بسيطة. الدكتورة سيد الخضري كان استاذي. استاذ فرماكولوجي. كان كاتب لوحة اه لا اله الا الله محمد رسول الله. اه بالشجر. اه. اه. يمكن حرك شفتها او يمكن حد شافها. الصورة دي اه اه سافرت انا بعد كده في في بعض. الصورة دي انتشرت فالد. انتشرت جدا. انتشرت جدا. دي دي اسم الله. لا اله الله ورسول الله. وطبع انها لوحة تشكيلية. لوحة تشكيلية. وهو اهداني حتى واحدة منهم رسمها بال بالزيت. اه اصلية. مكت عندي. اه كنت سافر في بلاد كتير على ايه محطنها على ان دي معجزة. من المعجزات. وانه اله هذه الصورة لقوها في احد الغابات. وبتدل على اه مش عارف صدق ايه وعمل ايه ودليل على ايه وكلام من ده. الحاجة تانية كانوا الف اه من من كام سنة كده انه وجه الرسول صلى الله عليه وسلم اه ظهر. هو اسمه على شجرة عند المطار. اه. رحت خدت المشوار زي ما الاستاذة هند بتقول. بروح وشوفه. فقمت رايح. بسيت على الشجرة. لقيت لا صورة ولا اسم. ده هي برضو. من على جزع الشجرة. الاضطراب في في الادراك والتوهمات. دي مواقمة سياسية. لا لا مش مش هلاوس. هم قصدين مواقمة سياسية عشان يثبتوا حكمهم. خلاصة. هلاو السياسية ايه هم قصدين. خلاصة الامر ايه? انه انه الموضوع جريمة نصب واحتيال وتدليس واهنة. حضاف محامي. وزبح للاسلام. واحنا مش نقصين. ومش نقصين تضيع وقت. انا بصفة محامي بقى نصب واحتيالي او كان. وتعاقب بسبب وقصد. لو طلع محامي. ايه او كان. ممكن يعطبك بسبب وقصد. انت محامي. انا بانضمي اليوم بقولك. لا ايه او كان. انا كمحامي بقولك ايه او كان. ممكن يجعلك بسبب وقصد. اسمح لي بس. فب. مدام وصلنا الى هنا. شوف حضرتك. اذا كان ولا بدي يعني. على الفرد الجدلي. والجدل غير الحقيقة. ان الانبياء حيزهروا. يبقى اولى ما كان بالظهور هو بيت المقدس. لان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالانبياء في بيت المقدس. ده نمرة واحد. يعني لا. الامام يحيى على عينه على رصنه. وضريحه برضو. احنا لا نمكن. ممكن يا دكتور محمد يكون في سر من الاسرار. الامام يحيى. الامام يحيى. من امتى في المكان ده. اه. ليه ما ظهرتش صور الانبياء. الا اليومين دون. طب انا عايزة اسأل حاجة. ليه. لا تزيف للعقل. انت بتقول كان ظهر في حتة تانية. انا معرفش ايه سر انه هو ظهر. ما جايز ظهر وانت متعرف. ثواني يا دكتور محمد. احنا مش عارفين ايه السر لو افترضنا جدلا اجتماحهم او ليه ظهروا عند الامام يحيى. احتمال يكون فيه سر احنا مش عارفينه. فيه سر. مش ام يظهروا. ام يظهروا. طيب. لما يظهروا. طب ممكن حضراتكم انا بطالب. انا بتشكيل. سانية واحدة. انتو بتقولوا الرخام ده. نكمل كلام. انا بس سانية واحدة بس اعايز اقول اول حاجة هتريحنا كلنا. انتو بتقولوا ان الرخام ده بترسم عليه والحاجات دي. ليه ما نكونش لجنة ها? من بقى اه علماء النحت واللي بيرسموا على الرخام يروح يقولونا ده بيترسم ازاي ويجيبونا الحجر. وشي بقى لو ما فيش عالم. لا والعالم. انا ملاحظة. انا ملاحظة ان ما فيش ولا تليفون. انا ملاحظة ان انا ملاحظة ان ما فيش ولا تليفون. يعني ان ملاحظة. انا ملاحظة. يجماع الاسواد بتتداخل بس. طيب دكتور عشان اعرف. انا برضو بقول لهم ان الكلام ده هو احداء ده بتلاء اللي بيحصل ده والله الاسلام مبتالة من أهله وللأسف هذه الصورة والله الصورة اللي بتكلموا بها دي أكمل يا دكتور رحمل الصورة الهزلية والعباسية اللي انتوا بتكلموا بها دي فعلا بتأخذ الإسلام وتشوه الإسلام ومش كده بس أنا أخشى دلوقتي أن فعلا بقول في منتهى البساطة ده تربح الغرض من هذا الكلام تربح على حساب هذا الكلام إذا كان هم عايزين يسلموا المكان إذا كان هم عايزين يسلموا المكان تربح من إيه المنتين باقي حتى تسود لأنتم هم تغذين يسلموا يا دكتور محمد هم عايزين يسلموا المكان تربح إزاي إذا كنت حتقولي إيمان الإيمان ما وقر في القلب هل هي حكم إنهائي فيه رأي بقى بيقولك لو رأيت إنسانا يطير على الماء وكلامه غير مطابق لحقائق الإيمان والإسلام تعلم أنه شيطان كلامك كلام شياطين الإنس إن الله لا ينزل إلى أسلامكم ولأشكالكم ولكن ينزل إلى كلبكم إحنا بنقولك في صورة حيث أكروح اكتشافها شياطين الإنس إن الله لا ينزل إلى أشكالكم وشياطين الإنس إنت المفروض العديد أنت وإن الأحدث إنت أعمل أقولك الأحدث إنت مش عارف الحديث أنا بقولك إن الله لا ينزل إلى أشكالكم ولكن ينزل إلى كلبكم لأنه بيأخذ الدين سطار للتربح على حساب الدين هو عايز يسلم المكان ما يسلمه يعني هو عايز يسلم المكان طب ما يسلمه هو دلوقتي أنا عايز أقولك يا ساسواني يا دكتور أحمد ممكن أقول حاجة بس عشان في الختام بس أقول حاجة هم طلباتهم دلوقتي الحاج سعيد زمزب إن حد يسلم منه المكان ده عشان بس ردنا نقولك التربح هو عايز يسيب المكان أتحداك إنه عايز يسلم المكان لحد ده هو أنا بعتلها هذا المكان هو الدجاجة التي يطبيد ذهبا له أتحداك أنا جايب السماء أنت مش عايز تسمعي بعت خطابات للرياسة قال لهم تعالوا استلموا والشيخ الأصدر و هو رياسة هتستلم منه مكان رياسة فضية رياسة فضية للتأمين طب انت بتقول تربح ريسة عايزة تحمي الدولة فيه جهات في الدولة مهتمية بعلوم أخي الزمن مش هقول إيه جهات عليا وجهات سهلية مهتمية بالموضوع ده كلها وبطور وفيه شيخ جليل كان مفتي صابق وصحوا فيه مسؤول كبير في الدولة الناس وحشوف الأمان قلنا بالكلام لو سمحتوا أنا مسؤول عن كلامي سمحت وجهي سهدية مهتمية بالموضوع بس مش هتستلم من شتاء سازوائي لو سمحتوا يا معا ده هوس و هلوس أنا مسؤول عن كلامي ده هوس و هلوس اللي بيحصل ده من هؤلاء الناس وحول ادعاء إن مقام الإمام أو ضرح الإمام يحية إن عليه صور الأنبياء هوس طيب وهلوسة وهم بيكسبوا من وراء الهوس والهلوسة ده وادعاءهم اليومين دولت بالذات مع أن مقام الإمام يحية ده من عشرات السنين له الناس اللي انتو انتو الناس دي ربنا ات دهو الكرام شاول الناس منهم خاجة الفتنة ولا ها يمتعون إنتهت لو وصلوا لن لزم لازم يحابوا أهل البيت لو سمحتوا يا جماعة لو سمحتوا يا جماعة انت شيعي يتهمني بالشيع شفت الفوبيا بتاعت أهل البيت أنا لازم شيع أنا سني طيب لو سمحتوا الفوبيا بتاعت أهل البيت assني بس لو سمحت يا دكتور بس لو سمحت يا رماليك. الكاتب الكبير لستاذ وحيد حامد. استاذ وحيد اتفضل. مساء الخير. مساء الخير اهلا بيك استاذ وحيد اتفضل. تحياتي الى سادة ضيوف الكرام. بيحيوك جميعا اتفضل. اه طبعا الموضوع اللي انتم تكلموا في ده اه مبدعيا انا متفق تماما مع رأي الاستاذين الفضلين اه اسدس الدمعة الكرام وكل المكالمات التي وردت عليكم. ورأيي الشخصي اني ان هذه عملية نصر وعملية عدوان على الدين بشكل عام. لكن انا عندي اه عدة اسئلة اوجهها ارجو منها يا سبيل الاستاذة اللي بتناضل لاثباتها هذه الخرافة. اسألها بس وتجاوبني بهدوء شديد وعلى قدر السؤال. فضل. اه هذا ضريح. لا نعلم يعني ما هي الفائدة التي تعود علينا جميعا او على الناس منه على الاطلال. لماذا الاصرار ان يتم تسليمه. الى الدولة. وهسلم الدولة ايه? هسلم الدولة خرافة. يعني عندين اقرار للدولة ترعى الخرافة. طيب. والاستاذ المحامل فاضل اطلقكم بلا دلوقتي. يقول ان في جهات عليا وشخصيات مسؤولة بترحب بهذا. وجهات سيادية نعم. وجهات سيادية. جهات سيادية يعني الرئيس على صوبه. فاذا كان الرئيس بتاعنا. هو جهات سيادية هو ايس بس? هيقبل بهذا الامر. اه. هيقبل يقبل ان شاء الله. هيقبل رئيس الدولة. انا مسؤول عن كلام. هيقبل بهذا انا كمواطن مصري ما تنقشيش انا بتكلم. فضل. رئيس الدولة بتاعنا هيقبل بهذا الكلام المارخ فيقب على الدولة السلام. ده كويس? وممكن اقول كلام اكتر من كده. لا هو يعني معك. لا مش هاجد. لا هو هو بالتأكيد. بالتأكيد يعني ده يعني يعني. اه ده لك دي معلومة. بتاعل ان هذا الكلام. لا دي مش خرافة. يعني انت عايز. ما تسمي هزي الاجهزة. هو جهاز السيادية وايس بس? سمي. ايه وايس عند دولة. لا لا لا. وجهات سيادية عنده عين. وجهات فعالة في الدولة عندها علم بس سرا. ومفتي صابق في الدولة. هي سرا. مش كل حاجة هزي منشتات. مش عايزة تيت. لحد ما يزهر. مش عايزة تيت. لحد ما يزهر. عشان بس الاستاذ وحيد على. طيب. دي معلومة. في جزء متعلق بانه على الجهات سيادية انها تشوف كيف تستخدم اسمها بهذا الشكل. يعني انت بتستخدم اسماء الجهات السيادية كده عمال على بطاق. طيب. استاذ وحيد. على كل جهة اللي هي تسألني. يا اكمل 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 كلام يعني. فضل. وانا قلت حاجة تهمة. انا بقول لي يعلمه بكمال البيت. وانا قلت حاجة تهمة. هنسمع بس. سيادية بتعمل حاجة نسمع بس. حاجة حرام حاجة عيب. ايه جات سيادية بتاعلم بقوامات اهل البيت. ايه الحام في كده? المبلة. هنقولت بتعمل حاجة عيب. مش عايزة تعمل فتنة الناس في البلد حيض. طيب. عشان فتنة بتعمل. الناس في البلد حيض. امش حيض كتبه. نسمع يا جماعة بس عشان خخة. من الاسف الكلمة الجاية. يا جماعة لو سمحتوا بس اللي هتعمل الا العقل. طيب. نسمع له استاذ وحيد وبعد كده انا نعقب بس. اتفضل استاذ وحيد. اتفضل. هزيه الجريمة شارك فيها المجلس الاعلى للطرق الصفية. الذي قال ان كما تقول السيدة الفاضلة اللي مع حضرتك. اللي قال ان دي اه ان هذا جسد اه الامام يحيى رحمة الله عزيز. السؤال اللي هو ربنا دعانا الاعمال العقل. المجلس الاعلى للطرق الصفية. ليس من حقه. وليس في امكانه ان يحدد دي جسد 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 يحيى او عالي او محمد. دي مسالة عاوزة كبراء طب شرعي. وعلماء وكانوا مفروض. لكن احنا لا يعرف اني اه اني اه الذين يتاجرون بالدين. لياخدوا اصلاف اتباه. لا لا يعني. والكلام ده يا جماعة. اه القول الفصل في هذا. ان دي عملية نصف كبيرة جدا. لا نعلم المقصود منها. والمسالة بسيطة جدا يا استاذ واحد. انت عاوزين تتلم الطريق. حضرتك لا تعلم حققه يا فانت في الموضوع. طريح كده والناس ترعاب. يعني الدولة هتعمل له ايه? هتعمل له احراسة. والراجل اللي قاعد من غير شغل بقاله تسعة سنين ده. ما ينزل يسعى الاكل عيشه. ويسعى في عربعتاشر سنة ولا بتاعه. ما ينزل يعني يرتزق. ما يرتزق قطاع. بيأكل من ايه? الاستاذ ايه? بيأكل من ايه? مالوش عيلة يعني مالوش اهلا. بابابا يسرف عليه. بالتلس على الستقاء. والاستاذ اللي كان بها نفس الشيء محامي وزراعة. انا اسم الدكتور رحمد شهين. وانا الاستاذ اند فرحات يا استاذ وحيد. بس اساس دراستي لسان صحوق بكالوزراعة. ودرس علم الفلك وعلم الروحانيات وبحث في النبوات. ده وافلاطون والرازي والفرابي. ما كانش معهم دكتورة ومن الكسفورة والحاجة. بس ما تدلسوش عن ناسي. طيب. كانوا بالمواهبة. دي مواهب عندي. رببنا عطيني مواهب. ما تدلسوش عن ناسي. ربنا عطيني مواهب. لا ما بدلس. الكلام ده تحسب عليك. انا بس. انا باتكلم من مواقع محامي على نقطة معينة هو صحة. اما ما ييجي النبوات فتكلم في النبوات. طيب. خلي بس. طيب الان وسائل. اه. خليه استاذ وحيد يكمل. طيب طيب. طيب. استاذ احمد لو سمعت. لو سمعت. اتفضل. اتفضل استاذ وحيد. استاذ وائل انا تعلمت بالحلقة دي كتير جدا. الله كويس حتى بمثالبة. اه. اتعلمت كيف يكون الثوار الغوغاي. الله. او الله. شكرا لك. كيف يكون. الثوار الغوغاي. هو ليه حضرتك انا مش فاهمه. انت ليه عايز تهين يعني انت احنا مختلفين معك في الرأي انت بتهين ليه? يعني انا مش قادرة سدق يعني. انت ليك موقف. انت مقتنع بحاجة. ليه موقف من الديانات. من جماعات الاسمية. فمشي بقى له مقفل. هو انت مقتنع بحاجة. خلاص انا انت دي وجهة نظر. خلاص انا وجهة نظري مختلف. استاذ وحيد حامد بس يا جماعة هو اتكلم عن. وعنا فكرة حضرتك يعني الناس. خلاص يا جماعة. لان هو ده الحاجة تانية. هو 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 استاذ وحيد حامد من الناس اللي بعملوا العقل. معروفة. وضد الجماعات اذا ماشي. فاذا كان ضد الجماعات المتطرفة. هو لازم لازم اقتنع براي انت تقتنع. هو من الناس. لو سمع من العقل. من الناس. بس نسمع وعيدها. ده مبدأ. طيب. يا جماعة نفس المبدأ. انا باخضى نكون الناس يعني مفيش حد من الاسماء معانا خلاص. يا استاذ احمد. لا انا مش قادرة مش استاذ وحيد. اتفضل انا 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 مليش. انا هو هو بيخلص لو سمع. لا مش يخلص ويهين ضيوف. لا معلش. استاذ وحيد تفضل. يا استاذ وائل. تفضل. يا استاذ وائل. تفضل. انا مش قادرة يا سادة. احنا مش مقتنعين خلاص. خلينا بس لو سمحتي. هيخلص. هو على تليفون. السيدة. السيدة دي كاتبة وإعلامية وليه برامج وليه فكر. طيب. حضرتك مش مقتنع معايا بالفكر خلاص براختك. طيب. نسمع بقى. لكن ما توجهناش بقى غوغاء ومش غوغاء. لا مش هستحني يا الحوار دا. طيب. 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 اتفضل. خلعتك? استاذ وحيد فضل. لا انا مش هسكت. لو حضرتك برضو كلامك مش عاجبني مش هسكت. يا يا انت مش هينفع احنا احنا في حوار يا جماعة. ادوا الفرصة. مش هينفع. لا ما يغلطش. ما يهم مش لا وياجب ياجب ان احنا نحفظ للناس. لا ووردو تحفظ لديوفك مكانتهم. طيب. طيب. استاذ وحيد فضل فضل. يا استاذ وحيد بصروض ان الحوار دا دائر في الناس. عندها قدر كبير جدا من الثقافة. يا سيد احنا ما عندنا صقافة. لا وسمحة لا وسمحتي يا استاذ هيندي. خلص كلامه وتوعقابي. انت بتشوفي كل حاجة تمسك. ده عضيتك. لا معلش. لا لا معلش. لا لا معلش. عايزوا الرأي لو سمحتي. لو سمحتي. مش هينفع كده. هو يخلص مكالمته وتعقبي. تفضل يا استاذ وحيد. تفضل. اللي ما تكون دا عفريق. تفضل. لو سمحت بقى نسمع ومعد كده عقب يا سيد. تفضل يا استاذ وحيد تفضل. يا استاذ وحيد. تفضل. انا من حقي اقول حوار دا عجبني ولا بتعجبني. صح من حقك تماما. حوائي لم قلني في الاشخاص. ولا من من حقك تماما انك تقول حوار غوغائي يعني من حقك. فضل. انا بقول ما بقولش الاشخاص. بقول الفعل بتاع الاشخاص. هذا فعل مواعي. لكن الاشخاص لهم احترام. فاربوا من درجة الواعي توصل للناس دي. الناس اتدفع القضية باطلة. قضية لفصة. لشارعة لعقل والدينة. وبعدين انا عاوزين ياخد الكتامع بتاعنا تعز عزمته للتعبلات والفرطات. لابد ان الجانب الاخر يقص الظهر. ولا يقص الظهر. طبعا طبعا. بزرع الوعي. وزرع العلم الصحيح. والحقيقة. يعني كل اللي اتكلموا بالاسد الكبار اللي عادي مع حضرتك. ليه مبتنعوش? ايه المصلحة? ايه الهدف? والدولة مالها? الدولة مالها? قولوا لنا ايه سر? السيسي يجي يستلم? الجيش يجي يستلم? هاتوا لابنع? لابنع ايه? ده العمال البسطاء. هتكلموا الاتنين بتوع رخام? حساموشه القضية. طيب تاني قال بابنع شيء. شير الرخام ده وحط رخام كراره من الابيض. شوف هاتوا عليه صور اتنين. الله. وهو المبنى ده كان كده? وهو كان بيت بالطيق باللبن. الله. دايما غيرتوا. وعملتوا كهربا. وبدأ غيرتها. شيلوا ده يا زبا مقدمة خيائية. لكيبه ورخام تاني. تشوف اللي هي. ولجنة اه اللي انت بتطالبه فيه ايه? فيه ايه مستخدمة? قلوننا. شكرا يا استاذ واحد. شكرا يا استاذ واحد. الف اه شكر الكاتب الكبير الاستاذ وحيد. طيب. في في البعد. مين? طيب. اه قبل بس اما اطلع الفصل الاخير. شيخ مظهر شاهين لو عندك تعليق اخير اتفضل. شيخ مظهر. اه. شيخ مظهر اتفضل. يا استاذ واحد معي? اه معاك اتفضل. اولا شوف الانتحاب الاخ اللي كان بيتكلم بالطريقة دية يدل على ضعف موقفه ان هو الزنق وما عندهش اجابة. انت اللي ضعيف الموقف مش انا. بتكلمش عنك انت تخليك على جنب. وبتكلم عن عن حسام زمزم اللي اغلق التليفون في وجل المشاهد يعني. عسان رضيت عليه بودا. يميز قول انت توسط لين. لان انا رضيت عليك على جنب. انت اللي خليك على جنبي. مش انت اللي قولت ا على فلكيات رقاصات. مشничاو مش ده شوفيالستات. الفلكيات رقاصات مش انت اللي قولت كده? ومتخينيش افتح كتير. متخينيش افتح. متخينيش افتح. انت اللي خليك على جنبي مش انا. انا مقول لك السلام اصلافكم بانكم شاوي فقهاء. فقهاء نهاية الزمان شاوي فقهاء. منهم تخجوا فتنة ولا يمتعود. وانت منهم. والت ايام التحرير. وانت لخليك على جمع. فانت لخليك على جمع. انت لخليك على جمع. فانت لخليك على جمع. محدد مين? احمد والاحسام. بس. لان انا رضيت عليك بوده. مش معنا وخام ما زهرش الان. يا جماعة هل حيينفعدة? يا اقول لك يا وصفك بايه? ان خلينا ات وصفك لانا مش عايز الوش لساني ان وصفك بايه وقت. انا مش سمع منك حاجة. خليك على جمع خاص ما تتكلمش معايا. ايه ده ايه ده طيب ايه? طيب ايه ده? ايه ده? ايه وبتاع انت. شيخ مزر واق واق يعني خلي كلامك معايا يا شيخ مزر. فضل. عالم الزمان وعمل سلطة زمانك وانت ما تفهمش حاجة في اي حاجة خليك على جمع كيف? طيب. شيخ مزر شيخ مزر خلي خلي كلامك معايا. فضل. يقعد على جنبهم يفتحش بقه. طيب ما هو قاعد على جنب ما هو انت عارف هو مش قاعد في نص التربيزة يعني خلينا في طيب. فضل. فضل. الحاجة اه انسحاب الاخ اللي كان بتكلم معاك صاحب المقام ده 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 اللي اعضاف موقفه. وبعدين كل ما واحد يقول لي جهة سيادية انا بطالب كل الجهات السيادية في مصر ترد بيان صريح. هل الجهات السيادية بتؤيد هذا العمس ولا ما بتؤيدوش? هل الجهات السيادية بتؤمن بان دي صور الانبياء والمرسلين بجد? ولا بترى هذا الكلام. انت عشان بتتأذاش. بلاش انت خليك انت على جنب. يعني ما تتأذى. لا يتأذى من شوحانيا هو فاهم هو فاهم اللقصه دي. هيتأذى من مين? هيتأذى وخلاص. خليه على جنب ما يتكلمش. ما يتكلمش. بيقول على الفلكيات واقصات. بياخد في شعف ستات. قال على الفلكيات اللي بيطلع يقولوا علمات الابجة واقصات. ده وجه اتنظر هم يردوا عليه. ما ده شعف. هو انت انت فلكية? انت فلكي. هم يردوا عليه. شيخ اقول لك الوصول صلى الله عليه وسلم زمه. قال لك الفقهاء من منه. طيب. هو بيعمل فتنة. طيب. وخلص. اشمعت وخلصت عبيده ما ظهرش لها دلوقتي. يا استاذ احمد. ايه انما التلويح بالازر هتبلغ في مين يعني? مش هبلغ احد اهو. مش هبلغ. بيقول عليها. طيب بقول الموضوع دك بيه. هو مش هبل الموضوع. هو مش موضيك ابعده. يا شيخ مزهر. خليهم يعمله. طيب. خلي بالك عشان لا 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 يلحق بك الازر. فضل. انا مبعدتش حد بس انشاءه. فضل. بص يا اتاذ وائل. لهو ولا ادخن منه ولا ادخن تخن منه رياس اتكلم على قدك. طيب. خلينا في حوار علمي بقى حوار مشايخ يا شيخ مزهر. انا اقسف من اللقب واحد. اقسف. فضل. انت يا ابن انت انت تيزيني. اه من احمد شيهين في الدولة اه. ايو GI اسأل على احمد شيهين مينة اسأل ليا احمد شيهين. احمد شيهين احمد شيهين انا احمد ش machst ومش عايزها فتحك. عوازTalk. عويزه معروفك و ايسأل béды. طيب ماشي ماشي ماشي. ماشي. بشي انت موضوع اللي تقول. شيخ مزهر شيخ مزهر خلينا خليه خلalnya في مضمون العضية خليه يعمل علي جنب ولاdoc لها دخل السجن طيب خلي بيك خلينا في مضمون العضية ولا تستطيع انا ولا يوسف اللي اللقب ازيك. يوسفي. اللي اللقبك مين? شاهين. احمد شاهين. احمد شاهين ومزر شاهين. احمد شاهين ومزر شاهين. من بوكة ياوه. من بوكة. وهنا كان لك واحد يقول لي مزر شاهين. اخدت في عفض النساء. شيخ مزر هو اه حسام زمزم اه بيدعوك انت والشيخ خليج ان انتو تيجوا المكان وهو مستعد انه اه يواجهكم بالااا بالاسطورة التي تحدث يعني. بالمعجزة. ما ننزل من بيتنا لتوجه لهذا المكان خطوة واحدة. يبقى احنا الناس ما عندناش كرامة وما عندناش دم. وبنناقض انفسنا. لاننا هنبقى بنعترف بهذه الخرافة. ورايحين علشان خطر نديه حجم. اه تكشفه. هتعترف ليه? طب ما تروح تكشفه اه دكتور مازل. رقم اتنين. انا بتحدى على الهوى. زيلوا هذا الرخام وحطه رخام بلون تاني. وعاودين نشوف كراماتك. هو حل حل كويس جدا بجد يعني. انتو مش هيحجي. يشيل الرخام. واذا. ولو طلع. لانه المعجزة تتحدى. ولو تكاويت. نعمل في ايه? لو ايه تكاويت. لو المعجزة تكاويت. الكوامة تكاويت تاني والصور وظهر التاني. من ايه ما حد ايه جنبها? براسة مع الرخام. هاعد قدامها. هعين حد قدامها كده. والله دا سيدي. عشان ما حدش يرسل. ده وصول صلى الله سلم قالك. اهل البيت اعمدة مصر. اعمدة مصر. اعمدة مصر. اعمدة مصر بس. بتسرقوش العقول يا جماعة. اعمدة مصر. والله بتسرقو عقل مصر. ليه الفوبيا من اهل البيت? انا سنة ومسأل البيت. يا دكتور احمد اربوك انا عايز انهي الحلقة دي. يا 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 شيخ مازر اتفضل. الشيخ مازر اتفضل. الحاجة الثالثة. اه. ان كان فيه كرامة فالكرامة صاحب مطنع الرخام. ان كان فيه كرامة وانت عودين تتباركوا قوي روحوا تباركوا وشوفوا مطنع الرخام. والله فيه ناس قاعدة تبعط لي صور رخام عندها اه مكتوب عليه اسماءهم وصورهم. طبعا. وصور ناس يعني. يعني فيه ناس قاعدة تبعط لي نمازج في بيوتهم. واضح الناس تفعلت مع الحلقة وقاعدت تصور الرخام في بيوتها يعني. يا استاذ تاني بقى بقول. على الجهات السيادية. اتخاذ موقف حاسم وازدار بيان بخصوص هذا الامر وانا يبقوا هما لدينا على الكلام ده. وانا عاوز اشوف انا عاوزك ازاي من اي جهة سيادية. لو فيه ادخن تخن في مصر يقدر يزيني وانا اش هتاخده دلوقتي. وانا مكان معروف وبطل في جبن معروف. كلامك ده بيدول اضافك. انت مهزوز. طيب. انا ات عبعيد يا ابن. مهزوز يا ابن انت عبعيد. كلامك بيدولي انت مهزوز. شيخ ماظر. شيخ ماظر الف شكرة هطلع الفاصل الاخير واختمل معاكم. يا جماعة يعني ضحكون كالبكاء والله. زي ما قال المتنبي اه كمزة بمصر من المضحكات ولكنه ضحكون ولكنه ضحكون كالبكاء. لكن العضية يا جماعة في منتها الامية والله. يعني لا يجب ابدا على جهات الدولة السماح اه بان احنا نشوف ده. الدجل والشعوزة والنصب والاتجار بالدين. ولو في معجزة. طب ما ناخد يا جماعة هزي المعجزات ونحل بيها مشاكلنا. طيب ما 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 نشوف ازاي انه انه ده بيؤدي في النهاية للناس انها بتسيب الواقع وتهرب الى الدجل والشعوزة والخرافات. هنكمل معاكم بعد الفاصل هناخد تعليقات اخيرة من ضيوفي. مشاهدينا نحييكم من جديد في الجزء الاخير من الحلقة. اه نهتم بهذه القضايا كما اكدنا لان اه الدجل والشعوزة والاتجار بالدين اه بياخد المواطنين من اعمال العقل والعلم والطب وصحيح الدين. اه في النهاية الناس بترتمي في احضان الخرافة. هل تظهر صور الانبياء اه في مقام او ضريح? نقشنا معاكم كل التفاصيل والملبسات. بس الجزء ده حيبقى متعلق حتى باللي قاله الاستاذ وحيد حامد هو المستخبي في الموضوع يعني. لماذا التصميم على ان المكان ده يكتسب قضاستان يعني. لماذا التصميم? على ان هذا المكان اه تحاط به المعجزات. ليه التصميم على كده? ليه التصميم على كده يا استاذ احمد عشان اسأل ضيوفي. ليه التصميم على كده? التصميم على كده. اه ايه الهدف? لا الهدف احنا لو قلنا كل حاجة واقع هدف يبقى احنا كده مش هنخلص. يبقى كل حاجة واقع راية. لا احنا بنصلي ونصوم ونعمل ضبنا ليه. نفس الحكاية. اللي لما بنتقرب لأهل البيت. او بالقول ان دي قامات او دي معجزات. فنحن هنا. تخدم الاسلام بامور كثيرة يعني الراجل اللي قادة 14 سنة ده 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 دافن نفسه في المكان. ده حالة استثناء. يعني يمكن ان يخدم الانسانية ويخدم البلد ويخدم. يعني مش هو اللي يعني المجتمع يعني مثال المجتمع واقع يبقى حسام هو اللي هي اه هو عادته في البيت هو اللي واقف في المجتمع. لا انا بكلم 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 بكل مواطن لو فعل زالك. شو واطن? يعني انه موزك سيء. ما ما فيش حد فعل زلهم. عايز اقول لك ان النموزك سيء. لا مش سيء. لا نموزك سيء. مش في حاجة اسمها التبتل ولا هبنى. انه لا يفعل شيء. التبتل ايه. التبتل والله هبنى في المساحية. اطلع بقى او متجوزي. ما اطلب لك مثال. ما يطلع يشتغل. بتداش تقول كده. بتداش تقول له الواهب ولا المتبتلة ولا المتبتل اطلع تجوز ووطلع بقى الكنيسة. هم المساعدة. قريب من الله فيه سير اخلوه. ف trabajo woke Oscar نيسا ابدا متدريش تقول. مانيا دا اللي هتجوا عليه. هل درست وقزت الصلاة فätzenتشروا في العرض. من تتكلموش على الاهل البيت. لان عميدة مصر ايما في اهل البيت. رسول الله والسلام يقول يا اهل مصر جاءتكم البشراء لما نصرتكم اهل البيت احنا عايشين باقيات اهل البيت. انت من من الانبياء ارض اهل البيت. طيح انا فнизنا الامام الحسين. موجودين هنا. عايزين نقدسك يعني. عشان خاطر. عايزين نقدسك يعني. يعني مش عايز اقول الآزية عشان بتقولوش ده يعني بيدها علينا روحانيا او حاجة. انا بقول الموضوع الخطر ان احنا بنقومنش بحاجات دي وان اتقرب البيت. ما بقولش داجة لوش عوازها. لكن الكرامات موجودة لأهل البيت. وحصل حاجات كتير قوي. وكرامات بيه. انا مضبطيك مثال عمر بن الخطاب. ام قال يا سرية يا جبل السرية يا جبل. ما بعدش الصورة من الصور الانبياء اللي. بين عمر بن الخ جهله الصحابي كان بينهم خمسين ستين كيلو. ما بعدش. ما لوش لك اللي هزيه كرامة للصحابي. ما بعدش. ما نستكسرها على الامام يحيا. اخو الاخ الاكبر للسيدة نفسك. يجب سلال اهل البيت. يجيب الانبياء. يجيب الانبياء. يجيب الانبياء? يجيب الانبياء؟ ابدا انت عندكم فوبيا. بيجي لكم ان شاء الله لو عارش بركنسون زي ما بيساموها ما عرفش بيساموها ايه? لما بيجي سيد اهل البيت. انت دي وقلت لين انت شاعي. انت كان مس سمسوني. بيجي لكم فوبيا. هي دي الفوبيا. لو كنت اكلمت عن اي حاجة تانية يا رياضة. عن طيب. عن حاجة زهوت بتاع. طيب. يا جماعة لحلت فوق. خلينا يا جماعة بس. آآ آآ مشان بس يبقى عندي السؤال واقدر يا جماعة. هاخد بس لفن آآ مادام مي قرأيم مادام مي اهلا بيك. مساء خير يا استاذ واقل وصباح الخير اكتر يعني. صباح صباح ومساء الخير ومتش مشكلة. اتفضل يا فن. اهلا بحضرتك. آآ طب ومثال محترم للمثقف والانسان الوطني. والانسان الواعي. الله يخبر. الحقيقة ليه يعتاب عليك. قال ان احنا نقض حلقتين يومين متواليين. يعني ساعتين وثلاث ساعات بنسمع انا اسف هذا الهراء. يعني وصل آآ الحوار يعني للأسف انحضر الى مستوى انا اسف الكلمة هانجوفر. ده فيلم هانجوفر في آآ بارت فور اللي انا بتفرج عليه ده. ده ايه ده هزيان. يعني سر ايه سره ايه وهو ما يقولش ايه. معلش انا اسفة يعني لما حاجة. ده لا لا من حاجة تماما بس آآ آآ سدقيني يا مدام مي القضية في. يعني ده اولا. الله يخليك. بس انا هقولك بس ملاحظة القضية في غاية الامية والخطورة. المجتمع. صح. مجدود للخلف بالدجل والخزعبلات والخرفة. انت عارفة في ناس ما بتروحش للأطباء دلوقتي وتذهب الى الدجال والمشعوز. موافقة مع حضرتك. اللي عندها مشاكل في الحمل. اللي عندها مشاكل في الحمل. ما بتروحش الطبيب في الكرة. ما وتزهب الى وفي المدن حتى. وتزهب الى مشعوز ودجار. دي مش بتوعي النفس ضد حاجة. الافجار بتدين بهذا الشكل. انا انا شايف ان انا امام عملية نصب واتجار. انا ده اللي عايز اقوله. وبعند ده حاجة تانية فان. بالنسبة للاخ الزمزم ده ولا معرفش ايه اللي قاعد في الضريح. هذا الرجل كل ما تسأله سؤال يقول له لا اصلي ده سر بابا بابا مش عاوز يقول له هو حر بقى. طب حريك لما هو سر بابا وإحنا يعني يلعن ابونا كمجتمع مش عايز تقول لنا سر بابا ولا بابا عايز يقول لنا. حضرتك وفقت ليه اساسا ان يورد هذا السر على الاعلام ويطرح على الرأي العام. ما هو ما يطرح على الرأي العام وبابا يقول لنا يا اما ما يطرحش ونخلص بقى من الولو بتاعة عبدالحليم حافظي. ما ينفعش خالص. سميا. هديك معك علماء اه في الدين اجلاء. ومجموعة من المثقفين اتصلوا. وحديك انسان مسقف وواعي وفوق الواعي. فانا قاعدة عمل اشبه على الاستاذ بقالي تلات اربع ساعات. لحد ما عرفت ان الاستاذ احمد سيين بتاع ابصر مين هيموت? والفنان معرف شينين هيتعلق من رجله? ويتنبق بمين هيعي وبين هيموت? كأنه نصب نفسه ربنا عارف كل حاجة هتحصل. ده الايه? ده ربنا سبحانه وتالي ما فيش حد غير ربنا عارف الاقدار. عيفتين يعني? طب الحمد لله. الحمد لله. حمد لله. كويس. وصلت. لانا لانا عاشت. يعني انت عدتت حقيقة فيها لان احنا تشاهد. وهراء. بس انت خد طبعة ساعات. ام خزيجة المغربية. فرقة ايه? فرقة ايه? ده حاجة تنصر الجامعة. طيب. مادام ميا دي معجزة. انها قاعدة طبعة ساعات تشبه فيها. واستعيدة الاعلامية الفاضلة. يعني لما حتى تحب تطلع محرك في برنامج وتكلم مادام ميا عشان بس انت كان عندك تجربة شخصية. استاذ متخصص في عالم الميتافيزيقة. يتكلم بشكل علمي. انا ما حتوقت تقول لي اصل الصورة. هو واحد فينا اشتاف الانباية يا جماعة. انباية ايه? زي كان صورة سدنة يسوع عليه السلام في كل دولة وفي كل ثقافة بشكل مختلف. انزلي كده اسيوبيا. هتراقي صورة سدنة يسوع حاجة تانية خالص. تماما. غير ايه سود وشعر اقرب حاجة تانية خالص. غير في اوروبا غير في مصر. طيب مادام ميا عشان دخل في نفس الموضوع لانك نويت على انك انت عايش فيه. والاستاذ احمد شهين والاستاذ الفاضل الكبير الجليل المفكر الازيب. واستاذ وحيد حامد هو بيتكلم. عمال يمتعد ويفعل حاجة يبوينزل التانية. ايه قلة الزوء دي? ان لم يكن هذا علم مخترم وراجل مفكر تحترمه. يا سيدي انت مش مقتنع به. احترم سنه. ده اد والتك عام. انت استاذ وحيد حامد اللي بعتك. انا 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 لا 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 لو سمحت لو سمحت. اشمع انا يعني بس اتجالين ايه بتاع امريكا ده عبارة عن ايه اساسا دارس ايه? انت مش مؤمنة بالنباقات والله او حالي اساسا. انا زي ايلته كلام. ده 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 شيء يعني المجتمع للاسف وصل لمستوى. مدام مية عايز اسألك بس. والله العظيم. عايز عايز اسألك بس لانك يعني حتى الان يعني يعني ما قدم انت كان عندك تجربة شخصية مؤلمة مع. انا حرم الفنان خلد الصوي. مع مع حكاية النبوءات اه يعني. ايوة انا هارم الفنان خلد الصوي. هي هي زوجة الفنان خلد الصوي وانت عشان كده بقى. وانت عشان كده. عشان كده بتشبه عليها. عز وجل ولكن. لا بقى بقى. بقى بقى سألية تعقب على مطلية. يا سمعك. لي تعقب. يسروا ولا تعفروا. عشان كده عشان كده محتد عليها. والتكسير كده في وشة الناس ايه ده ما هذا. طب انا اعرض عليك. خليت والدته السيد الكبيرة كده قادر مقبوض. انا انا عايز اسألك بس يا مدام مي ايه ده شوية ايه. لو سمحت لو سمحت لو سمحت. لو سمحت. لو انت محتد عليها. عايز اسألك بس. انا محتد عليك ليه يا انا و ده مش جهل مش تخلف مثلا. ماشي يا سيد. عايز اسألك لما 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 تنبأ. ده ايه ده? يا مدام مي لو سمحت. عايز اسألك بس بالتأكيد انت لما لما تنبأ احمد شهين بموت عدد من الفنانين وكان من بينهم الاستاذ خالد الصوي بالتأكيد ده يعني سبب لك الاما كبيرة يعني. طبعا ازا نفس كبير جيد. ليه ليه. اسمعها بس. خايف معها. دمه خفيف. انت راجل مؤمن ابا سي. من دمه خفيف حتى احنا في ثقافتنا. عز بالله اخي. تف من بؤك ده المرافز ساعد. ده ايه ده? ماشي خلاص. يعني ده ده يحطم عائلات لان انا كمان يعني انا فاكر في نفس الموضوع بنات فنانة وكان كانتكلم عن حتى الفنانة بوسي. احنا خاجنا عن سياك الموضوع. اه. انا اولا انا اولا انا بعترف معكي. انا بعتذر. لا 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 اقولك حاجة. انا ما بجعش هم توقعي. بسنة بالفعل. وقالولي اسلوبك دوا التوقع صح. لكن الاسلوب اللي انت بتعمل به ده فيه قصوة وعدم انا انا بعتذر دلوقتي وبعتذر لأي واحد. لأي واحد ما خلاص بقى. ان الله فون محمد. ما انا بعتذر. ما انا بعتذر اهو. انا بعتذر لجمال فنانين او اي حد قلته يموت. وبعتاف ان الاسلوب ده كان قصوة مني. وعدم فيه اعواح. خلينا اسمعها بس. وكلام ده اسمعها. تحب اطلو لك سورة ابن كالسوم من على الارض. ايه لها بلدة? لا لا لا. انا بعتذر فعلا لان كان اسلوبي اوفر شوية. انا بعتذر. انا بعتذر. ان الله فون محمد اعترفت بخطأ. الوضوع للحق فضيلة. انا مع انتش بقول. خلي بقى يا مدام مي. انا بعتذر. انا بعتذر. بصرف النظر عن هذا الموضوع. معلش. انا بعتذر. يعني على هذا الجهل الذي تبسف وقاله وقاله. معلش. معلش. يعني هو هو بيعتبس. خلي بقى يقدر وضعك لانه تنبأ بموتي ايضا بس ما موتش. الا ازا يعني. تنبأ بموتي في عالفين وستاشر بس يعني. بعد الشعر بعد الشعر. الف بعد الشعر. يعني بس بس انت بالتأكيد مريتي بتجربة. يعني هذي تسأل على الجهل يا فندم ليس اكثر. ليس اكثر. مش اكثر من كده. يعني يتفضل هو والاستاذ يدور. كل محد يسألهم ما هو اصل الصورة اللي علماء. ويقول صورة اللي مش عارف الناس. ويقضوا يلفوا ويدوروا. صورة ايه? ما هو انت بغاية حالان ممكن اجيبلك صورة من عندي على الارض في وخير. كلب بوش بارة. ايه يعني الموضوع? ده في حاجة في علم النفس اسمها البرسيبشن. كل شخص. دي حتقعد ان. دي حاجة الاكتف برسيبشن. وحارك واي. فهم يا استاذ واي. كل انسان هيسمع كلمة في برنامك. حيفسترها عقله. حسب حسب مرجعيته. طبيعي جدا. حسب حالته النفسية. كل واحد بتفرج على فيلم. بيفصر انها اشتحاسها بحاجة. الله. انا ممكن اشوف صورة اشوفها. ده ده اختبار علم نفس على فكرة. اختبار في علم النفس. حطولك صور كده. انت شايفها ايه? في واحد يشوفها سمكة. في واحد يشوفها قطة. في واحد يشوفها فراشة. ايه ده? ما الرخام? الرخام في الدنيا كلها مشاعر. هي عادي ده طبيعي يعني. ما هذا? هو رخام ايه وصورة مين? وصورة ايه? هو ربنا سبحانه وتعالى. يعني خلاص يعني العلم كله كفر جايز بتلينا دلوقتي مواجزات وهنا بشوية رخام. ايات ربنا ما بتتجلش كده. ربنا سبحانه وتعالى ازهر مواجزات زمان ايام الانبياء. لانه كان الانبياء عبارة عن ناس بشريين بيزهروا في المجتلع. كان طبيعي ان المجتلع ما يسدعشي الناس دي انها تقودها. ولا يصبح ان الناس دي انها تقودها ولا تعدل لما صارها. فكان لازم طبيعي ربنا سبحانه وتعالى يبقى فيه مواجزات على الناس البشر مقدروش يعملوها. فتبقى آية لهم. فيؤمنوا. انما خلاص الناس امنت ومرت العصور. دلوقتي اللي مؤمن مؤمن والمش مؤمن مش مؤمن لنفسه. لا يستوي الامة والبصير وانتهى. كل واحد حسابه عند ربنا. انما يعني ربنا يعني محزوز يعني بيسبت لنا ان هو موجود مثلا ايه ده? ايه ده? ربنا سبحانه وتعالى حد على التفكير. وعلى علم. وعلى القراءة. احنا دينا دينا علم. مش كده ابدا. مش كده ابدا. نجيب علماء. نجيب ناس متخصصة في علمه وراء الطبيعة. تعمل ابحاث تعمل ريسات. ثم دولة ايه اللي انتو بعتلها جواب. ما اللي عايز هيروح وزارة الاوقاف يسجل ضريح. ما كل الاضيحة متسجلة. جات عليكم يعني متهضين. انا مش فهم. اه 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 دي بقى يا مدام ما يطمينين على القصص خالد الصور. بدأ يصور? اه الحمد لله بيصور. ان شاء الله هي هيبدع وربنا يدي له الصحة دائما لانه بيمتعنا. بازن الله فهم. دائما. وانا سعيد بوجهة نظرك حتى بما فيها الانتقادات التي وجهت الينا عندك حق يعني لكن اه انا بشكرك بشكر حددك الف شوق. اه اه طيب اه دكتور اه محمد المهدي في تعليق اخي. هيبقى ايه الهدف? ما هو يعني. هو ده اللي انا عايز احطه ايدي بس عليه في التعليق الاخير. حتى الان تعتقد ايه الهدف من تسويق اه معجزات مزعومة بهذا الشكل? اساطير وهمية اه بهذا الشكل. ايه الهدف? اه اولا هما اه نجحوا ان هما يبعونا الوهم رغم ادعاء لابن احنا ناس اه اه علماء او مثقفين او اي حاجة من دي. لكن هما بعونا الوهم سرقوا اه خمس ساعات من برنامج محترم جدا وبرنامج قيم جدا بناقش قضايا مهمة. سرقوا من حراك خمس ساعات. وسرقوا من يوم للدكتور محمد ساعات طويلة كنه ممكن نعمل لا بس سداني سداني يعني. فهم نجحوا فعلا واحمد. مبسوط جدا شوفهم تسمي ازاي مبسوط قال. صلى الله عليه وسلم. في يوم هتقول انه ده ده يعني اه هي دعوة ايضا لمواجهة الدجل والشعوذة والاتجار بالدين والنصب باسم الدين. وفي يوم من الايام هتكتشف انه هذا المكان كان دجاجة تبريد زهبا للكثيرين. واحنا احبطنا ده يعني. ده صحيح. فدي يمكن الجانب الايجابي انه فعلا اه ده فيروس في العقل المصري والعقل العربي والعقل الاسلامي. واحنا ازا كان فيه فايدة من الصهرة دي النهاردة ان احنا بنحاول ان احنا نمحو هذه الفيروسات. والحمد لله يعني يمكن التعليقات والمدخلات كلها. بتعكس اه وعيه عالي جدا اه عند الناس. لكن اه ويبدو برده ان في اه اه رغبة في الهاء الناس عن مشاكلهم الحقيقية. اه وعن اوجعهم وعن امومهم وابعدهم عن ال ال اسلوب العلمي بيبني الدول والشعوب على افراد. اه الناس يا سيد وائل اه اه انا بسافر وشوف العلم بيعمل ايه في البلاد العلم نقل ناس من الحديد إلى القمة في خمس لعشر سنوات وإحنا للأسف الشديد تعصرنا ودورنا في دوائر مغلقة كل منقوم نقع كل منقوم نقع كل منقوم نقع لأن إحنا بعيد عن العلم وفي ناس بتسوق وهم وبرد يقول لك إيه أسلحنا إحنا متخلفين عشان إحنا بعيد عن ربنا إحنا مش بعيد عن ربنا إحنا ناس بتصلي وبتصوم وناس يعني عارفة ربنا كويس ويمكن أكتر درجة تدين تشوفها في العالم إحنا جالس بعيد عن العلم والتقدم العلمي بالذب الغرب اللي إحنا قاعدين نتهمه كل يوم نظموا حياتهم وأصلحوا حياتهم بالعلم فإحنا شوفوا كل اللي بيحصل ده في العالم والناس قاعدة تتقدم وإحنا لسه قاعدين نناقش أضايا يعني خرافية وسحرية وخمس ساعات ضيعين من عمرنا ومن عمر ملايين قاعدين يتفرجوا علينا عشان تنقش هذا الهراء وهذه التخريف والأستاذ أحمد طالع مبسوط جدا منتصر لأنه هو فعلا كسب هو هو الوحيد الكسبان ليه لا 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 كسبان أنا أنا الكسبان يعني بالعكس أنا بعتاه في اللي أنا انت صارت في هذه المناظرات بس أنا بتحك عايزنا عايزة ليه لاحظ الفقاء حاجقت العلماء فغلبتهم وحاجقت الجهلاء فغلبوني فإحنا طيب أنا عشان بس أنا حتى الناس يا جماعة قاعدة بتبعات لو تجيب كده قاعدة تصور رخام في بيوتا وبيقول لك قادي العين وادا الانف وادا الفم الصورة واضحة ولا تقدر تجيبها لي يعني الناس يعني قاعدة بتبعات لي رسائل عن الرخام هو جماعة في بيوتها يعني إنه مرسومة هو ده عين طب قولك حاجة اسمه عشان اجيبه في بيتي اسمه سبيستوس ودي فم اسبيستوس ولا اسمه اهو 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 اجيبه في بيتي ابعت اجيبه اهو ابعت اجيبه وامل اهو محمد شعين اهو الصورة واضحة عندك ولا ما جاتش اه اه واضحة عين وفا وكتير كل الناس قاعدة بتبعات لي الصور الرخام عنده قاعدين يصوروا في بيوتهم لإنه يعني يعني فكرة هنا النصب باسم الرخام وقداسة الرخام الرخام المقدس الموضوع مش في الصور الموضوع في الموضوع بسرعة تليفون قبل ما اخد تعليق اخير ايضا من الدكتور فض ايزا حريتك انا بيك كابتن فض النص الاخير من الحلقة ما شفتوش قاعد اسمع بس اه دع مني يعني اه والله اه عشان اعسب لك اتليفون انا اسف كتير ولا اهم اكل اهم انا بس عايز اقول للدكتور حاجة الدكتور دا كان مني على فكرة اه انا عندي دلوقتي في الحمام والله العظيم عندي صورة وش مين دا يا دكتور اعمل الحمام مظهر انا بعد كده ولا اعمل عندك وش صورة وش عن رخام بتاع الحمام وش والله انا انا دلوقتي مرعوضة بكل الحمام احقات الناس كلها يا جنب انا انا لو منك ما هو خلاص ازا المسألة هتجيب فلوس اه اعمله مظهر دا اديها اديها كده في المنطقة عندك اه اقول انا يعني وانت عشان لعب عشان لعب كورة اقول صالح سليم ظهر عندي اه كابتن ضوزوي كابتن حمد امام عايز اه الدكتور كان قبل كده كنت شوفته مع الاستاذ محمد الغيتي في حلقة كان برضه من ضمن الناس اللي موتهم كان حضرتك فانا بقول له ان شاء الله للاستاذ وائل وانا هنمشي بجنستك ولا ايه ولا ايه هنمشي بجنستك يا سيدي العمار بيادي الله او انا باعتزم ان امتلك عن الاسلوب ده توقع ما بوجعش عنه بس باعتزم عن الاسلوب انا فعلا الوجوع للحق الوجوع للحق الفضية العادية طيب مع صبت الاسبار ده انتعرف احاق دايقت الناس والله والله دايقت الناس اه مادام خالد الصورة بقريم انا عايشت نوع خالد الصوي منها الاعتذار متتكلمش عن الام النفسي لما تقول لها حد حتى عنوين كده خالد الصوي هيموت هذا والاب راشري هيموت هذا العام البوسي هتموت هذا العام مفصف حordnung top ten وتفصيل الحلم تخلها في حالة لحد ما بات خيال كمF غنضور كابتن خالد الم بيك. الم بيك يا زوجة حضرتك وبسلم على الناس. عندك رخام في البيت ولا ما عندكش ولا. لا والله زوجة انا عايز اناقشها من ناحية العلم. فضل الله. المفروض ان ما بيكون فيه رخام اه مرسوم عليه. اه. بيبقى معروف ده علميا يعني. ممكن بقى له مئات السنين ولا لأ. يعني ممكن في واحد بيعرف يقول ده مسلا رخام مدفون مسلا بقاله مسلا ربعمية سنة. خمسمية سنة. وفي واحد تاني يعرف يقولك لا ده رخام ده لسه معمودي. وفي حد يعني بتوع بنعرف من خلال الرخام اللي موجود هل ده بقاله مئات السنين ولا بقاله اه عشر سنين ولا بقاله خمس سنين العلم بيعرفها. بجينا امرأ احنا. امرأ اتنين. اه 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 المفروض ما يكون فيه اه 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 رسومات للانبياء. فالمفروض اللي رسم الانبياء دول يكون اه يعني اه اه الانبياء كلهم في وقت واحد. نمرأ اتنين. انا با اعتبره لو رسم على الرخام هيبقى فن. فلو فن ايام رسول هيبقى رسومات الانبياء دي موجودة في كذا مكان. لان دول اه اه دول رسمين او ناس بترسم على الرخام. ما بترسم مشوش الانبياء. الغريبة والعيبة كمان ان اللي بيرسم ما بيبقونش الوش بالكامل. يعني اه البعض يقولك احنا عندنا رسومات على الرخام. فالرسومات على الرخام معروفة ان هي بتبقى زي خطوط كده عادية موجودة لغاية دلوقتي عندي في البيت وفي اي بيوت ناس تانية. لكن لو كان الرخام ان هو مرسوم ده مختلف عن البيوت اللي عندي كنت قلت ماشي. لكن لكن واوسوس واضحة. يعني عيون حاجة العين واضحة. لا ده في اه اه نبي في الجنب. اه واخي التروفيدي. ونبي اه اه عين باينة والعين ما فوق. يعني كلام اه اه يعني بالمنطق والعقل لا يصدق. يعني كلام بالمنطق والعقل لا يصدق. اه انا بقول لحضرتك. يمكن اه اه دكتور مصر شعين او الشيخ مصر شعين قال اه اش معنا عند اه طبعا ضريح الامام يحيط. طبيعي والمنطقي لو في فن رسومات هيبقى في كذا مكان ايام الرسول. يعني الناس كلها شاف الانبياء فبتدوا يرسموا هنا ويرسموا هنا ويرسموا هنا ويرسموا هنا. لكن اما يطلع في المكان ده كأن استغفى الله العظيم ربنا هو اللي رسمه. اش معنى يعني اش معنى ده الوحيد اللي يطلع في الوقت ده في التوقيت ده. فبالراحة كده وبالعلم. بالواضح الرخام اللي انا بشوفه ده. ده رخام كانش مدفون بقى له خمسمائة سنة. يعني اه ده 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 دع كأنه رخام موجود دلوقتي. لما هو هو رخام ده حديث يا استاذ احب بسأل الكابتن خالغ عنده. رخام ده حديث ولا منزو اه مائة سنين نشأة المقام يعني. ما يعرفش. ما يعرفش. ما عندكش. لأ انا ليه في الصاهرة. لكن الروخام نفسها. ما ضعش اجزم يعني. استاذ حسام اصله قفل من فوشينا وخلعة. قاعد دلوقتي حتلا ايه بيشوف يعمل لنا شوية اعمال وشوية حاجات. انتقال. فضل. استاذ وقل انا ما بناقش حاجة واسدقها لازم ادرسها. يعني انا قبل ما اقول ان ان الرخام ده هو ده اه اه صور الانبياء لازم اتأكد ان الرخام ده بقى له كم سنة. ما ينفعش ابقى مؤمن بشيء. وانا علميا ما 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 ذاكرتش كل دول. انا انا على الفور هقول ده ما يعني مفيش حاجة اسمها صور انبياء انا مش محتاج اعد اشوف الروخام ده ايه يعني. القوامة ماناش علاقة بالنوع الروخام. ما زي ما قال الشيخ ما فعلا ما ما تظهر في الكعبة او في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. القوامة ممكن تظهر على الروخام بقى له يوم وممكن بقى مئة سنة. القوامة في حد ذاتها ماناش علاقة بالروخام. الظهور في حد ذاته هو القوامة. للأسف الناس مش فاهمها. الظهور في حد ذاته. احنا احنا عارفين تدين. هو هو اه اه طبعا هو الدايق هو رجل اه اه سني اسلامي. يعني اه اه مسلم سني. تمام? وبيدافع عن اهل البيت. طبعا كلنا بدافع عن اهل البيت. لكن هنا بقى السؤال. انا ما بتنبأ بموت وال ابراش او خالد الصوي. او 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 ايه اتوال. ما احنا. ويجوا ما. ويجوا ما. اه انتو بتروحوا يعني الجعافرة الاشراف الجعافرة تحديد من مرتباتهم بقى لالبيت. بتروحوا البريح ده يا 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 شيخو اشرف. الله والله ان احنا اسمعنا عليها سيادتك من بارح من البرنامج بتاع سيادتك. طيب. لم نسمع عليه من قبل. يعني شوف الناس حتى يرتبطونا بالامام يحيي ارتباطا كبيرا يعني. ما شفش. لكن لا يتحدثونا عن معجزات يعني كان ممكن يطلع عمربزات عن دور. بولك شافوا بيحمل بينامج صورة في التلفزيون. ما شافش. هو اللي شاف ده اللي ما شافش. هو محتاج يشوف. كل استادة الافاضل ما شافوش حاجة. ما شافوش حاجة. الرجل صوفي هو. صوفي بس ما شافش. طيب. بلا شكركوا جميعا. طب حضراتك بس كلمة بعدين حضراتك بس. يعني انا بقول بس بنعتزل المشاهدين لو كنا اخدنا وقت طويل والمنقشة ما كانتش على المستقل يعني ما ينبغي ان يكون عليه الحوار. لكن بنقول والله هو الغرض من كده. وانا يمكن بتقمص كالاستاذ واء الآن. ده تجديد الوعي. لان الوعي اللي فيه الانسان المسلم النهاردة. يعني كفف تراء وتزييف للعقل المسلم. وهذا الذي يحدث هو هراء وهستيريا وهلوسة وهوس من هؤلاء الناس. وربنا يحسبنا على هذا الكلام. انا بكلم بصفة الفردية. ربنا يحسبنا على هذا الكلام. لكن احنا مسؤولين امام الله. وامام الرأي العام. وامام كل انسان يعني يعيق قيمة هذا الدين. دين الاسلامي. يعلم ان فعلا ينبغي ان نقف امام هذا الكلام. اللي هو كله غوائية. كله اغتيال للعقل. كله. والهدف ايه. انا بقول من الاخر كده. لا هدف من هذه المزاعم والافتراءات على الانبياء والرسل. لان الافتراءات هنا على الانبياء والرسل. ايه صور الانبياء والرسل ده. جاي منين. الا هدف واحد. هو التربح والاسراء على حساب الدين. التربح والاطراء بالثه على حساب الدين الاسلامي والشهرة. ويعني اهداف كلها دنيوية ولا صلة لها بالدين على الاطلاق. طيب. اه مصطفى ملمينيا بسرعة والواحد بعده احمد. مصطفى تفضل. استاذ مصطفى. المساء الخير استاذ واهل ومساء خير لزيوفك الكرام. بيحيوك جميعا. اتفضل فضل. اه انا استاذنك بس اه يعني مزيد من الوقت علشان اشرح ازاي هذا الجثمان وجد في هذا المكان. ده رقم واحد. فضل. بستاذن اه استاذنا الدكتور محمد الشاحات الجندي ان احنا نتكلم في حضرته وفي وجوده لانه استاذنا. فضل. اما كرامات الاولياء فنحن نؤمن بها لانها جاءت في كتاب الله وهي باقية ببقايا اصحابها وتموت بموتهم. اما ما نحن بصدده. فلا علاقة له لا بالمعجزات ولا بكرامات الاولياء. فالامام يحيى هو شخص مجهول لم نعرف عنه شيئا الا من خلال حلم الشيطاني رآه الحج محمد حسن زمزم. والدين لا يبنى بالمنامات والرؤى والانساب لا تثبت بالمنامات والرؤى. وانا من انبارح وانا ببحث في المركز عن جس مركز الدراسات. عن اه يعني هذا النسب في كتب الانساب ومنها كتاب سير اعلام الولاء الامام الزهبي. اللي هو جاب صحابة وتابعين وتابعي التابعين وشخصيات يعني كثيرة جدا من نفس للنبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الاهم من ذلك. وجود جثة او اسمان اه الامام المزعوم يحيى. وانه يقال كمان ان هو شهيد. والشهيد كما استاذنا الدكتور الشحات الجندي عارف هو من مات في معركة صحيحة. يقاتل الكفار او يقاتله الكفار في ودافع عن نفسه. مش قتال فتنة بين مسلمين ومسلمين. حتى مخالفين في الرأي. تمام? ده بيقول انه مدفو معركة بين اعداء اهل البيت. ما علينا. حتى لو افترضنا انه شهيد. لم يزبط عن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يزبط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الارض لا تأكل اجساد الانبياء الشهداء. وانما السابت في الكتب الخمسة انه قال ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. الانبياء فقط. اما الاثر الموجود في البخاري فهو اثر وليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان الارض اه بانهم وجدوا بالفعل اه يعني اه جثمان احد شهداء احد غزوة احد بعد سنوات من اه هذه الغزوة. هذا لا ليس بحديث وانما اخر. طب وحتى لو افترضنا ذلك. انا في تقديري ان ما حدث في الشرقية بخصوص ضريح الامم يحيى هو من فعل الجن. لان من قدرات الجن السابتة في صورة النمل واستاذنا اه دكتور محمد صحح لي. اه انه ينقل او يستطيع نقل الاشياء والاشخاص من مكان الى مكان. ومن بلد الى بلد في وقت قصير جدا. وهذا ما حدث مع سيدنا سليمان حينما قال اه حينما قال له افريته من الجن انا اتيك به اي اه يعني اه كرسي ملكة سبأ او عرش. بلعش. اه بلعش. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقابك. فنقله من بلد الى بلد في وقت قصير من قدرات الجن. وهذا ما حدث مع الحاج زمزم. بعد كده جاله في المنام علشان يوري له ان هو موجود في الحتة داته واحفر وهتلاقيه. حتى بتوع الاسار بيحفر معهم هذا الكلام اللي بيمنقبه. بيجي الجن يروح اتطلهم حتة اه حاجة مضروبة في الارض. ويقول له محفره وهتلاه بعد عمق معرفش كان. طبعا ده علشان يعلق قلوب الناس. قلوب اهل الايمان. بهذا المكان. اه. حتى يكون زريعة للشرك وتمهيدا لعبادة هذا المكان. كنوع من الشرك بالله عز وجل في المستقبل. بالنسبة لقضية ظهور الانبياء والمرسلين على جدران الضريحة او الابراحة. هذا الامر ليس بجديد. فقد حدث في احدى الكناز آآ بمدينة مغاغة محافظة المينيا. وزعموا ظهور السيدة مريم عليه السلام. وكذلك يحدث كل جمعة في مركز آآ في في البهنسة في مركز المزور. اه. الضهور الدكروري. في ضريحي هي على القبة بتاعته. وحتى انا شفت ده بنفسي. وقال لك لما بيتاخر معلش اصل بهش ربش شاي وهيطلع بعد كده. تمام? فهذا موجود. على طول الزمان. طيب. اخونا حسان كده ما بيقول عنده. انت انت ده رسل موضوع كويس يعني. طبعا. انا المتخصص في هذا. اه. ظهور. اه. خصوصا يعني النبي صلى عليه وسلم له حديث من رأاني في المنام. فقد رأاني حقا. طيب. انا بقول للدكتور محمد. طب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقول رأينا الشيطان ليتلبس بسورتي. طب لو جاء اه اه احد في غير الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وجاء في المنام وهو شيطان ادعى النبوة. وليس ده وارد. آآ. هذا في ما جاء فيه وصف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصفه عندنا سابق. طب ما بلك بالاشخاص الذين لا نعرفوا شكلهم ولا وصقهم فيكتاب ولا ثم بالله عليكم ما فائدة أن نعرف مكان القبر الذي مات فيه فلان أو قبر فيه فلان نحن لا نعرف أين دفنت السيدة مريم مع عظيم شأنها عندنا في دين الإسلام ولا نعرف أين دفن كثير من الأنبياء وهذا من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر تمام تمام أنا أحمل الأنظر الشريف ووزارة الأوقاف مسكولية منح المجلس على طرق الصفية ترخيص بوزود هذا الطريق والحقيقة أن الكثير من الأضرحة الموجودة في مصر لا أساس تاريخي لها ولكن ينتفع منها مؤسسات بالدولة ولذلك أنا أحملهم المسؤولية زي وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف والمجلس على الطرق الصفية علشان صناديق النظوم وهذا الترخيص منح إن كان منح على كلام الأحيان يعني معلش عندك حان دفتحت يعني فعلا يا جماعة زي الحاجات دي بتشتغل كده بدون أي آآ ركابة أو إشراف من جهات في الدولة يعني بالضبط هو علشان ظنوا أن هناك يعني صندوق نظور ستعود عليهم بالدخل الشهري وهذا معروف حتى وبعدنا أنا مش عارف حسام اللي قاعد في المقام ده عايش في أربعة شرق سنة بيعمل إيه جوء؟ إزاي إزاي وعايش حياته إزاي؟ بالضبط يا أستاذ واحد يعني لو تم السكوت أسئلة يعني من اللي وكله؟ يعني لو تم السكوت على ما يحدث في الشرقية فسوف يتكرر مرات عديدة وهو آآ هذا له مغزة سياسية أستاذ آآ بشكرك معي التليفون الأخير الأستاذ أحمد تفضل طبعاً الناس يا جماعة عشان بتهز يعني الناس بدأت تاخد مسألة والله قالك حالاً ظهرت صورة سيدة أمك الثوم على البلاط عندي هو عتيك تمشي إلا ما تقول أنت عمري إن لم تفعل فعلاً أن أحلام مطرب أحلام يعني قد مناعتك واحد تاني بيقول إنه البرنامج ظهر له الآن على الرخام آآ عنده العشرة مساء طيب أستاذ أحمد تفضل أيوة أستاذ أحمد إزاي حضرتك الحمد لله تمام رخام ولا بلاط انت في البيت لا رخام يا فندم وعندي أنا عندي معامات كتير كده أنا كده هعمل مصلحة أنا كمان يا فندم أنا من ساعة ما أتكلم الأستاذ سناس كتير وحيد أحمد وأنا معاكم على الخط عايز أقولك الموضوع ما فيه إنه هو ده المطلوب كده إن الناس بتدي تروح المكان وتبتدي تزور المكان وتبتدي تحط فلوس في المكان وتبقى فلوس كتير جدا بتوصل لمجموعة ناس الأستاذ اللي قعد عندك ده بيمثلهم والأستاذ اللي مشت ما نعرفش مشت أنت برضه بتمثل أنا جاي بشح ظاهرة ماليش علاقة بالموضوع خلص حضرتك أكيد لا مش أكيد لا مش أكيد ماليش علاقة بالموضوع خلص والناس كلها تعرفي الكلام ده أنا جاي بشح ظاهرة كباحث في المبادة وبخور متحاولش تلوي الموضوع أنا مش بالوح حاجة يا فانتم أنا ولا ولا هكسب حاجة ولا هاخد من نزور اللي انت لا لا ما عليش لا بس أنا بوضح للناس عشان لو فكرة كرح لحية تانية أنا 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 باحث في النبوات بشح ظاهرة ماليش علاقة ولا من قريب ولا من بعيد ولا بالموضوع طب ان احنا نروح نزور المفروض ان احنا نروح نزور المكان ده وتشوفه دي حاجة ترجع لك انت لا ما هو يعني أتمنى لقولش الأستاذ والأخم أنا بشكر يبعد عني اه في كل الأحوال يا جماعة يعني 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 أتمنى حتى اللذين تعملوا مع هذا الحوار أنه كان فيه الكثير من السلبيات والغوغائية لكن أنا واثق أنه سيكون مدخلا لإحباط هذا النوع من الإتجار بالدين وأنه جهات الدولة لابد أن تتدخل إيه المستخبي ده سؤال طرحه الأستاذ وحيد حامد الكاتب الكبير هو إيه المستخبي فعلا يبقى بالتأكيد احنا أمام حالة نصب وإتجار بالدين ودجل وشعوزة لا يمكن أبدا أن احنا نتقدم بهذا الشكل وأنا قلت قبل كده احنا ليه بنا هتم بهذه القضايا لأنه شوفه في الكثير من المحافظات الناس أحيانا بالغالبا قطعات كبيرة لا تذهب إلى الأطباء وتذهب إلى الدجال اللي حيفك لها العمل واللي حي بيفشل في الزواج أو في الدراسة يذهب إلى دجال علشان يحلله المعضلة وبيضيع وبيدخل فيه متاهات الدجل والشعوزة احنا أمام حالة إتجار بالدين وده بمثابة بلاغ للنائب العام في هذه القضية أين جهات الدولة؟ هو احنا هنعمل العقل والعلم والطب ولا هنعمل الدجل والشعوزة والخرافة؟ لا نصوق لها ولكن نطالب بالتصدي لها وأثق أن هذه الحلقة ستخبط حالة وربما حالات مماثلة للإتجار بالدين بهذا الشكل هنكون معكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة